الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشيط الواحد والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل التراءة تحت عوام المضارع بعد حروف العطف اعلم انه لما كاننا بعد الفاء مبتدأا محذوف الخبر وجوبا صارت الفاء معنا بعدها اشد اتصالا بما قبلها من الجملة الجزائية بالجملة الشرطية فجاز في هذا الجواب ما لا يجوز في الجملة الجزائية وذلك انك تفصل به بين الفعل الذي قبل الفاء ومفعوله نحو هل تعطي فيأتيك زيدا ويتوسط ايضا بين ادات الاستفهام التي هي هل او الظرف او كيف او لنه وبين الفعل المستفحم عنه نحو هل فآتيك تخرج ومتى فاكرمك تزورني وكيف فاستقبلك تجيئني ولما فاسير تسير ويجوز ايضا حذف الفعل المستفحم عنه للوضوح ولقيام هذا الجواب نقامه لانه في اللفظ كالجزاء مما هو كالشرط تقول متى فاسير معك اي متى تسير فاسير معك ولا يجوز شيء من ذلك في صريح الشرط والجزاء لان كل واحد منهما في اللفظ جملة ظاهرة قالوا ولا جواب الفاء ولا يجاب ايضا الشيء الواحد بجوابين فقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي جوابه قوله فتكون من الظالمين وقوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم جملة متوسطة بينهما ويجوز ان يكون فتكون معطوف على فتطردهم واننا لم نجد بجوابين لانه كالشرط والجزاء ولا تجاب كلمة الشرط بجوابين ومعنى النفي في نحو ما تأتينا فتحدثنا ان تأتنا تحدثنا انتفى الحديث لانتفاء شرطه وهو الاتيان كقوله تعالى لا يقضى عليهم فينوت هذا هو القياس وذلك لان فاء الجزاء قياسه ان يجعل الفعل المتقدم عليه الذي هو غير مذب مجبا ويدخل عليه كلمة إن ويكون الفاء مع ما بعده من الفعل جزاء كما تقول في قوله تعالى ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي اي ان تطروا فحضور الغضب حاصل ويجوز ايضا ان يكون النفي راجعا الى الحديث في الحقيقة لا الى الاتيان اي ما يكون منك اتيان بعده حديث وان حصل الاتيان وبهذا المعنى ليس في الفاء معنى السابية وحق الفعل ان ينتصد بعد فاء السابية لكنه ان منتصد عرى تشبيهها بفاء السابية كما يجي واننا قلنا ان الفاء بهذا المعنى ليست للسابية لان قولك ان اتيتني حدثتني مخالف في المعنى لقولك تأتيني ولا تحدثني بل اننا يعطي هذه الفائدة معنى فاء العطف الصرف اما عاطفة من الاسم على الاسم نحو ما كان منك اتيان فحديث على ما يؤولون به مثل هذا المنصوب واننا عاطفة من الفعل على الفعل نحو ما تأتيني فتحدثني بالرفع فيكون النفي في الموضعين شيئا واحدا واطعا على المعطوف والمعطوف عليه معنى فيكون المجموع المقيد تعطل الحديث اياه من فيه والمركب من جزئين ينتفي بانتفاء جزئيه معنى وبانتفاء كل واحد من جزئيه ايضا فعلى الاول يكون المعنى ليس منك اتيان ولا حديث معه ويجوز ان يكون قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتبرون بهذا المعنى وعلى نفيك الجزء الثاني فقط يكون المعنى منك اتيان لكن لا حديث بعده ومنه قول علي رضي الله عنه في نهج البراغة لا يخرج لكم من امر ربا فترضونه ولا سخط فتجتمعون عليه ولا يجوز ان يبقى الاول فقط لان الحديث الذي يكون بعد الاتيان لا يكون من دون الاتيان بلى ان جعلتنا بعد الفاء على القطع والاستئناف لا معطوفا على الفعل الاول جاز هذا المعنى فيكون المراد ما تأتينا فانت تحدثنا بما يحدث به الجاهل بحالنا كما قال غير ان لم تأتنا بيقين فنرجي ونكسر التأميل اي فنحن نرجي ويجوز مع الرفع ايضا ان تكون الفاء للسيابية والممتدأ محدوف فيكون معنى الرفع والنسب سواء وانما لم يصفه الى النسب لعدم اللبس كما ذكرنا قبله فيكون قوله تعالى ودوا لو تبهنوا فيبهنون منه اي فهم يدهنون وكذا قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتبرون اي فهم يعتبرون فكأنه قال فيدهنوا وفيعتبروا كما ان قوله تعالى فانتم فيه سواء بنعنى فتستو وكذا قوله الم تسأل الربع القواء فينطقوا ولم تدري ما جزع عليك فتزعوا ولا ارى بأسا من ان لا يقدر في مثله المبتدأ لان فاء الجزاء قد تدخل على المدارع المثبت والمنفي بلا من غير تقدير المبتدأ كما يجيء في المجزوم لكن الاستئناس والسابية مع تقدير المبتدأ اظهر وقال سيبويه المعنى فهي مما ينطق بناء على توهمات الشعراء وتخيلاتهم ثم رجع وقال وهل يخبرنك اليوم بيباء سملق وقد لا يصرف بعد واو الجمعية ايضا الى النصب امنا من اللبس كما ذكرنا في نحو ايتني واكرمك بالرفع لان واو الحال قد تدخل على المدارع المثبت كما ذكرنا في باب الحال نحو قولك قمت واضرب زيدا ايو وانا اضرب زيدا وكذا ربنا لا يصرف كما ذكرنا بعد او العاطفة الى النصب نحو قوله تعالى تقاتلونهم او يسلمون مع انه بمعنى الا امن من اللبس فان او في الاصل لاحد الامرين والمعنى لا بد من احد الامرين القتال او الاسلام وفيه ايماء الى معنى الى او الا فللرفع بعد الفاء اذن اربعة معاني كما تقدم وللنصب معنيان عند سيبويه وانما جاز النصب عنده في المعنى الثاني مع ان الفاء ليست للسابية تشبيه للفاء وما بعدها بفاء الجزاء لكونها فاء بعدها مضارع كائنا بعد نفي كما شبه في كن فيكون والنفي بالمعنى الثاني كثير الاستعمال كقولهم لا يسعني شيء فيعجز عنك اي ان وسعني شيء لن يعجز عنك قال وما قل منا قائم في مدينا فينطق الا بالتي هي اعرف اي يقوم ولا ينطق الا بالتي هي اعرف وقال وما حل سعدي غريبا ببلدة فينسب الا الزبرقان له ابو اي يحل ولا ينسب ولولا اننا بعد الفاء في البيتين من فيه لن يجز الاستثناء الى المفرغ لا يكون في المجب وقد استأنث بعد الواو من غير معنى الجمعية كقولك دعني ولا اعود اي وانا لا اعود على كل حال وبعد او من غير معنى الى او الا كما تقول انا اسافر او اقيم حكمت اولا بالسفر ثم بدى لك فقلت او اقيم اي او انا اقيم اي بل انا اقيم وجوه صبويه الرفع في قوله فقلت له لا تبكي عينك اننا نحاول ملكا او نموت فنعذرع انا على العطف على نحاول او على القطع اي نحن نموت وقوله تعالى او يرسل رسولا بالرفع نقطوع اي هو يرسل وقوله ان تركبوا فركوب الخيل عادتنا او تنزلون فانا معشر نزلوا عند الخليل محمول على المعنى اي تركبون او تنزلون كقوله مشائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب الا لبين غرابها وقال يونس هو على القطع اي بل انتم نازلون واو بمعنى بل كما يجيء في حروف العطف كما في قوله تعالى الى مئة الف او يزيدون اي بل هم يزيدون وقد يقطع بعد الوا والفاء وثم في غير هذا الباب اي في غير الجمعية قال على الحكم المأتي يوما اذا قضى حكومته ان لا وجور ويقصدوا ويقصدوا لم ينصد يقصد لانه احتمل مع النصب ان يكون معطوفا على وجور المنفي فيكون معنى على الحكم ان لا وجور ولا يقصد وهو تناقض ويحتمل ان يكون عطفا على لا وجور الكائن بمعنى يعدل بمعنى على الحكم ان لا وجور وان يقصد كما تقول زيد يجيء اذا اشتهيت مجيئه فالمعنى ينبوي له ان يقصد اي ان لا يجور وقد يقطع مع الفاء التي لغير السيابية كما ذكرنا في قوله فنرجي ونكثر التأميلا ومثله قوله فما هو الا ان رآها فجاءة فابهت حتى ما اكاد اجيب لرى بنصب ابهت ورفعه على القطع اي فانا ابهت قوله والواي بشرطين الجمعية وان يكون قبلها مثل ذلك ان يجتمع مضموننا قبلها ومضموننا بعدها في زمان واحد ويكون قبلها امر نحو زرني وازورك او نهن نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم او استفهان نحو هل تزورني وتعطيني او تمن نحو ليتك عندنا وتكرمنا او تحبوب نحو هل لا تزورنا وتكرمنا او عرب نحو الا تزورنا وتكرمنا والنحاة والنحاة يؤولون هذا بواي العطف نحو ليكم منك زيارة وزيارة مني وقد ذكرت ما هو عليه في الفاء قوله او بشرط معنى الى ان معنى او في الاصل احد الشيئين او الاشياء نحو زيد يقوم او يقعد ان يعمل احد الشيئين ولا ضد له من احدهما فان قصدت مع الفاية هذا المعنى الذي هو لذيب احد الامرين التنسيس على حصول احدهما عقيد الاخر وان الفعل الاول يمتد الى حصول الثاني نصبت ما بعد او فصيبه يقدره بالا وغيره بالا والمعنيان يرجعان الى شيء واحد فان فسرته بالا فالمضاف بعده محذوف وهو الظرف اي لألزمنك الا وقت ان تعطيني فهو في محل النصب على انه ظرف لما قبل او وعندما انفسره بالا ما بعده بتأويل مصدر مجرور باو التي معنى الى هذا وقال سيرويه في قول الشاعر وما امر الشيء الذي ليس نافع ويغضب منه صاحب بققول يجوز رفع يغضب ونصبه اما الرفع فلعطفه على الصلة اعني قوله ليس نافعي وقال ابو علي في كتاب الشعر بل هو عطف على نافعي وليس بشيء لانه يكون المعنى اذا ما انا بققول بالشيء الذي ليس يغضب منه صاحبي اي لا اقول شيئا لا يغضب منه صاحبي وهذا ضد المقصود واذا نصبته فهو على الصرف قال المدرد لا يجوز ذلك لان مراد الشاعر الذي يغضب منه صاحبي لا اقوله قلت الذي قاله انما يلزم لو جعلنا هذا الصرف في سياة قوله ليس نافعي لانه يكون المعنى اذا لا اقول قولا لا يجمع النفع وغضب صاحبي منه وهذا عكس ما ينبغي لانه ينبغي ان لا يقول قولا يجمع نفعه وغضب صاحبي وان اذا جعلناه في سياة النفي الذي هو ما انا فلا يفسد المعنى لانه يكون المعنى اذا لا يكون مني القول الذي لا ينفع ني مع غضب صاحبي منه وذلك اما بانتفائهما معا او بانتفاء احدهما لان المركب ينتفي بانتفاء احد جزئيه كما ينتفي بانتفاء مجموعهما فتقدم الواع على ما هو من في حقيقة عن القول الذي تضمنه بقول كتقدم الفاء على الفعل المستفهم عنه في قولك متى فاكرمك تكرمي كما تقدم في تعريل ذلك وقال في ضويه واتبعه ابو علي ان يغضب المنصوب معطوف على الشيء اي الذي غضب صاحبي منه اي لسيب غضب صاحبي وفيه نظر لان الضمير في منه يرجع الى الشيء غير النافع فيكون المعنى وما انا بقأور لشيء منه يحدث غضب صاحبي من الكلام الذي لا ينفعني ولا معنى لهذا الكلام ولا يجوز ان يرجع الضمير الى المضاف المقدر لانك انما اضفته الى الغضب ليعلم ان الغضب منه فلا يحتاج الى لفظ منه كما بينا في الظروف المضافة الى الجمل ان نحو قولك يوم تسود فيه يوم تسود فيه الوجوه قبيح عنوان اذ مار ان جوازا ووجوبا قوله وبعد العاطفة اذا كان المعطوف عليه اسما عطف على حتى في قوله وحتى اذا كان مستقبلا اي العاطفة يقدر بعدها ان نحو قولها للبس عباءة وتقر عيني احب الي من اللبس الشفوف ليكون الاسم معطوفا على اسم وكذا العطف بالفاء وغيره نحو اعجبني ضرب زيد فيجتنى وضرب زيد ثم يجتنى وضرب زيد او يجتنى والواو والفاء واو في مثل هذه المواضع لا يشوب ها معنى السيادية والجمعية والانتهاء منوان اظهار ان جوازا ويذوبا قوله ويجيز اظهار ان معلان كي والعاطفة ويجب معلاء في اللام اخذ يبين الموادع التي يجيز فيها اظهار ان المقدرة والموادع الذي يعيد فيه ما يجب اظهار ان فالذي يبقى بعد القسمين هو الموادع الذي لا يجوز فيه اظهارها فنقول اننا جاز اظهارها مع لام كي والعاطفة واللام الزائدة لار الجحود نحو وامرت لان اكون لان هذه الثلاثة تدخل على اسم سريح نحو جئتك للإكرام واعجبني ضرب زيد وغضبه واردت لضربك كقوله تعالى ردف لكم فجاز ان يظهر معها ما يطلب الفعل الاسم سريح وهو المصدرية واما لا من جهود فاما لم تدخل على الاسم السريح لم يظهر معها ذلك وكذا حتى لم يظهر بعدها لان الاغلب فيها ان تستعمل بمعنى كي وهي بهذا المعنى لا تدخل على اسم سريح كما مر وحمل عليها التي لمعنى الى لان المعنى الاول اغلب من التي يلوه المبارع وان الفاء والوا واؤ فلانها لم نقطوط نصبها بعدها للتنصيص على معنى السوبية والجمعية والانتهاء كما تقدم صارت كعوامر النصب فلم يظهر الناصب بعدها وقد ظهرت ان بعد او في الشعر قال اقضي النبانة لا افري طريبة او ان يلوم بحاجة لوامها وان وذوب الاظهار مع لانكي اذا وليها لا فلستكراه اللانين المتواليين وان قول المسنف لانهم لا يدخلون حروف الجر على حرف النفي لاستحقاطها صدر الكلام ففيه نظر لان لا من بينها ادخله العوامل نخ كنت بلا مال وحسب ان لا تكون فتنة والكوثيون جوزوا اظهار معرام الجخود بدلا من اللام وتأكيدا له لان نذهبهم ان اللام هي الناصبة بنفسها ويجوزون تقديم عمور الفعل بعدها عليها خلافا للبصريين واستدلوا بقول الشاعر لقد عذلتني ان عمر ولم اكن مقالتها ما كنت حيا لأسمعها لان اللام عندهم هي الناصبة وليست مصدرية وهو عند البصريين على تقديم فعل الناصب ايما كنت اسمع مقالتها ثم كرى لأسمع مفسرا للمضمر واعلم ان الناصبة تدمر في غير المواضع المذكورة كثيرا لكنه ليس بقياس كمن في تلك المواضع فلا تعمل لضعفها نحو قولهم تسمع بالمعيدي خير من ان تراه ومنه عساك تفعل كذا على رأي كما مر في المغمرات ويقل ذلك اذا كان مقدرا باسم المرفوع كما في تسمع بالمعيدي ولا سيما اذا كان فاعلا وقد جاء قوله جزعت حذارا بيني يوم تحمل وحق لمثبي يا بثينة يجزع وقد تنسب مضمرة شدوذة كقوله الا اي هذا الزاجري احضر الوغى يروى رفعا ونصبا والكوفيون يجوزون النصب في مثله قياسا عنوان الجواز ذكر ادوات الجزم قوله وينجزم برم ولما ولام الامر ولا فنه وكلم المجازاه وهي ان ومهما واذما وحيثما وانا ومتى ومن وما وانا وانا مع كيفما واذا فشاذ وبان مقدرة هذا ذكر الجواز المطلقة عنوان جزم الفعل الواحد قوله فلن لقلب المبارع ناضية ونفيه ولما مثلها وتخص بالفغراق وجواز حفظ الفعل ولا من الامر المطلوب بها الفعل ولا انه المطلوب بها الترك اخذ في التفصيل قوله فلم لقلب الماء المضارع ماضية قد ذكرنا في باب المضارع ان بعضهم يقول ان لم دخل على الماضي فقلب لفظه الى المضارع وقد جاءت لم في الشعر غير جازمة كقوله لولا فوارس من نؤمن واسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجاري وجاءت ايضا في الدورة مفصولا بينها وبين مجونها قال فاضحت مغاميها قفارا رسومها كأن لم سوا اهل من الوحش تؤهلي قوله ولما مثلها يعني لقلب المبارع ناضيا اي نفي ناضي قوله وتختص بالاستغراق اعلم ان لما كما قالوا كان في الاصل لم زندت عليهما كما زندت في ام الشرطية واينما فاختصت بسبب هذه الزيادة باشياء احدها ان فيها معنى التوقع كقد في الاجاب الماضي فيه تستعمل في الاغلب في نفي الامر المتوقع كما يخبر بقد في الاغلب عن حصول الامر المتوقع تقول لمن يتوقع ركوب الامر قد ركوب الامير قد ركب الامير او لما يركب وقد استعمل في غير المتوقع ايضا نحو ندنا ولما ينفعه الندم واختصت لما ايضا بانتجاج نفيها من حين الانتفاق الى حال التكلم نحو ندنا ولما ينفعه الندم فعدم النفع متصل بحال التكلم وهذا هو المراد بقوله وتختص بالاستغراق ومنع الاندلسي من معن الاستغراق فيها وقال هي مثل لم في احتمال الاستغراق وعدمه والظاهر فيها الاستغراق كما ذهب اليه النحا وان لم فيجوز انتطاعن فيها دون حال نخو لم يضرب زيد امس لكنه ضرب اليوم واختصت لما ايضا بعدم دخول ادوات الشرق عليها فلا تقول ان لما تدرب ومن لما تدرب كما تقول ان لم تدرب ومن لم تدرب وكأن ذلك لتونها فاصلة قوية بين العامل الحرفي وشبهه وبين معموده واختصت ايضا بجوازر استغناء بها في الاختيار عن ذكر المنفي اندل عليه بليل نحو شارفت المدينة ولما اي ولما ادخلها كما جاء ذلك في قد التي هي نذيرتها قال اذف الترحل غير ان ركابنا لما تظل برحالنا وكأنقضي وقد جاء ذلك في لم ضرورة كقوله احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الاعازب ان وصلت وان لم واذا دخلت همزة الاستفهام على لما فهير الاستفهام على سبيل التقرير ومعنى التقرير ارجاء ارجاء المخاطب الى الاقرار بامر يعرفه فقوله تعالى الم ربك فينا وليدا وعلم نشرح لك صدرك وقوله اليكم يا بني بكر اليكم الم تعرف من اليقين قوله الام 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 المطلب به الفعل يدخل فيها الام الدعاء نحو ليغفر لنا الله وهي مكسورة وفتحها لغة وقد تسكن بعد الواو والفاء وثم نحو ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وثم ليقضوا تفثهم وهو مع الفاء والواو اكثر لكي اتصالهما اشد ولكي اتصالهما على حرف واحد فصار الواو والفاء مع الله بعدهما وحرف المضارعة ككلمة على وزن فخذ وكتف فتخفف بحذف الكسر وان ثم فنحمولة عليهما لكونه حرف عطف مثلهما وتلزم اللام في النثر فعل غير المخاطب وهو ان فعل المفعول نحو لادرب انا ولتدرب انت لان هذا الفعل للفاعل الغائد المحذوف وان فعل الغائد المذكور نحو ليدرب زيد ولتدرب هند وهما كثيران وان فعل متكلم كقوله عليه السلام قوموا فلأصل لكم وقال الله تعالى ولنحمل خطاياكم وهذا اي امر الانسان لنفسه قدير الاستعمال وان استعمل فلابد من اللام كما رأيت فان كان المأمور جماعة بعضهم حاضر وبعضهم غائد فالقياس تغريب الحاضر نحو افعلا لحاضر وغائد وافعلوا لمن بعضهم حاضر ويجوز على قبلة ادخال اللام في المدارع المخاطب لتفوية الخطاب واللام الغيبة فيكون اللفظ بمجموع الامرين نصا على كون بعضهم حاضرا وبعضهم غائدا كقوله عليه السلام لتأخذوا مصاصكم وقرئا في الشواذ فبذلك فلتفرحوا وجاء في المم حفظ هذه اللام في فعل غير الفاعل المخاطب قال محمد تفد نفسك كل نفس الى ما خفت من امر تبالى واجاز الفراء حفظها في النسر في نحو قل له يفعل قال الله تعالى قل لعبابي الذين آمنوا يطينوا الصلاة وان ارتكب ذلك لاستبعاده ان يكون القول سوى الاقامة والاولى ان يقال في مثله انه جواب الامر كأنه لما كان يحصل اقامتهم للصلاة عند قوله عليه السلاة والسلام لهم صلوا جعل قوله عليه السلام كالعلة في اقامتها وقال بعضهم جزمه لكونه شبه الجواب كما قلنا في قوله كن فيكون بالنسب ولو كان كما قاله الفراء لم يختص هذا بجواب الامر ثم اعلم انه كان القياس في اند الفاعي المخاطب ان يكون باللام ايضا كالغائد لكن لما لما كثر استعماله حذب اللام وحرف المبارعة تخفيفا وبني بزواب مشابهة رسم بزواب حرف المبارعة وذلك لانه مشابه رسم بسيب اروض موازنته له عند زيادة حرف المبارعة في اوله وقد جاء في الحديث امر المخاطب باللام نحو لتزوره ولو بشوكه وفي اخر لتقوموا الى مصافكم وهو في الشعر اكثر قال لتقم انت يا ابن خير قريش فلتقضي حوائج المسلمين والذي غر الكوفيين حتى قالوا انه مجزوم والجاز المقدر هو القياس المذكور وايضا مجيئه باللام في الشعر وايضا معاملة اخره معاملة المجزوم كما يجيه وايضا الحمل على لا انه فانه كما تعمل في المخاطب كما تعمل في الغائب انتهى الوجه الاول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان جوازم المضارع قوله ولا المطلوب به الترك وستجزم بخلاف لا في النفي وقد سمع عن العرب بلا النفي ايضا اذا اذا صح قبلها كي نحو جئته لا يكن له علي حجه ولا منع ان تجعل لا في مثله لمنه ولا انه تجيء للمخاطب والغائب على السواء ولا تخص بالغائب كلام وقد جاء في المتكمن قليلا كلام الامر وذلك قولهم لا ارينك هنا لان المنهي في الحقيقة هاهما هو المخاطب اي لا تكن هاهما حتى لا اراك عنوان ادوات الشرق صور الجملتين بعدهما وحكمهما قوله وكلما المجازاه تدخل على الفعلين لثوابية الاول ومسببية الثاني ويسميان شرطا وجزاء فان كان مبايعين او الاول فالجزم وان كان الثاني فالوجهان اعلم ان ام الكلمات الشرطية ان ومن ثمة يحذف بعدها الشرط والجزاء في الشهر خاصة مع القرينة قال قالت بنات العم يا سلم وان كان فقيرا معدما قالت وان ويحذف في الساعة شرطها وحده اذا كان من فيا بلا مع ابقاء لا نحو قولك ائتني وان لا اضربك اي وان لا تأتني اضربك وكذا وكذا يحذف بعد اما الشرطية مع بقاء لا اذا تقدم ما يكون جوابا من حيث المعنى كقولك افعل هذا اما لا اي اما لا تفعل ذاك ففعل هذا وعند الكوثمين تجيء ان بمعنى اذ قالوا في قوله تعالى وان كنتم في عيب انه بمعنى اذ لان ان مفيدة للشك تعالى الله عنه والدواب ان ان ليست للشك بل لعدل القطع في الاشياء الجائز وقوعها وعدل وقوعها لا للشك ولو سلمنا ذلك ايضا قلنا انه تعالى يستعمل الكلمات استعمال المخلوقين وان كان يستحيل مدلولها في حقه تعالى لدرب من التأويل كقوله تعالى ليدلوكم فيما اتاكم لما كان التكليف من حيث التخيير في صورة الابتلاء وقال تعالى لعلكم تتقون لما كانوا في صورة من يرتجع منهم ذلك وقال يضل من يشاء ان يترك الالطاف لمن يعلم انه لا ينفعه ذلك فكذا قال تعالى ان كنتم مؤمنين وان كنتم في ريب لما كان امرهم في نفسه محتملا بالايمان وضبه والارتوال وضبه لا بالنسبة الى علم الباري تعالى قول قوله قوله مهن اخطم فيها فقال بعضهم هي كلمة غير مركبة على وزن فعلا فحقها على هذا ان تكتب بليا ولو سمي بها لم تنسرف لكون الالف زائدة ولو طول انها للتأنيث لم تنسرف مع تنكيلها ايضا وقال الخليل هي ماء انحقت بها ماء كما تلحق بسائر كلمات الشرط نحو متى ماء وان ماء ثم استكرها تتابع المثلين فابدل الالف ماء الاولى حاء لتجانسها في الهمس وقال الخليل قريب قياسا على اخواتها وقال الزجاج هي مركبة منه بمعنى كفة وماء الشرطية وفيه بعد وهو ان يقال في مهما تفعل افعل انه رد على كلام مقدر كأنه قال لك قائل انت لا تقدر على ما افعل فقلت مهما تفعل افعل ولي ثبت ما حكى الكوفيون عن العرب مهما بمعنى من كما في قوله اماوي مهما يستمع في صديقه اقاول هذا الناس ماوي يدني لكان مقوي لمذهب الزجاج وقد جاء مهما في الاستفهان بمعنى ما الاستفهانية انشد ابو زيد في نوادره مهما لي الليلة مهما له او باب معلية وسر ولي ومهما اسم بدرير رجوع الدمير اليه قال تعالى مهما تأثنى به من آية وقال الشاعر اذا ستبوا ستة مطواعة ومهما وكلت اليه كفاه وقد جاء ماء ومهما ذرف الزمان تقول ما تدلس ادلس ومهما تدلس ادلس اي ما تدلس من الزمان ادلس فيه ومهما ادلس فهو عند سيب ويه حرف ولعله نمر الى ان لفظة ما تدخل على اذا مع ان فيه معنى الشرق وهي للمستقبل وان دخلت على الماضي كئن ولا تصير جازمة معها فكيف باذ الخالية من معنى الشرق الموضوعة للماضي فاذ ما عنده غير مركبة قال الصرافي ما علمت احد من المحات ذكر اذن غير سبويه واصحابه واستشهد سبويه البيتين احدهما قوله اذن دخلت على الرسول فقل له حقا عليك اذا اتمأن المجلس والاخر قوله اذن ترين اليوم ازدي ضعينتي اصعب سيرا في البلاد بافرع وقال بعض المحات اصله اما وهو لا يجيء الا منون التوكيد بعده كقوله تعالى فان ترين فلما كان ينكسر البيت بالنون غير صورة اما بقلب المين الاولى ذالا ولا يتم له هذا في قوله اذ ما دخلت وقال المدرد اذن باطية على اسميتها وما كافة لها عن طلب الاضافة مهيئة للشرق والجزم كما في حيث فإنها صارت بمعنى المستقبل وجازنة وأن الاعتراض بإذان سلا يلزم اغرب ما اختص بعض الكلمات وبعض الأحكام اختيارا منهم بلا مرجح ألا ترى أن حيث مثل اذا متضمن لمعنى الشرق بل اذا اقعد فيه وتجزم حيث معنا دون اذا واما حيث ما فنقول ما فيها كافة لحيث عن الاضافة لا زائدة كما في متاما واما وذلك أن حيث كانت لازمة للاضافة فكانت مخصصة بسبب المضاف إليه فكفتها ماء عن طلب الاضافة لتصير مبهامة كسائد كلمات الشرق وإنما وجب ابهام كلمات الشرق لأنها كلها تجزم لتضمنها معناء التي هي للإبهام فلا تستعمل في الأمر المتيقم من المقطوع به لا يقال مثلا إن غربت الشمس أو طلعت فجعل العموم في أسماء الشرق كاحتمال الوجود والعدم في الشرق الواقع بعد إن لأنه نوع عموم أيضا والشرق بعد هذه الأسماء أيضا كالشرق بعد إن في احتمال الوجود والعدم وأيضا فإنهم سلكوا طريق الاختصار بتدمين هذه الكلمات العامة معنى إن إذ كان يطول عليهم الكلام لو قالوا في من ضربت ضربت إن ضربت زيدا وإن ضربت بكرا ضربت إلى ما لا يثناها وكذا ما ومتى وسائر أخواتهنا ويجيز اتصار ما زاوده بإن وأي وأيام ومتى وأما وأما في حيثنا وإذنا فكافة كما ذكرنا عنوان عنوان وأخواتهنا وأخواتهنا عملت في الجزئين بابتبائها لهما وذهب الخليل والمبرد إلى أن كلمة الشرق تعمل في الشرق وهما معا تعملان في الجزاء بارتباطهما وحرف الشرق ضعيف لا يقدر على عملين مختلفين وهذا كما قيل إن الابتداء والمبتداء يعملان في الخبر وأجيب عن ضعف الحرفين عن عملين بأن ذلك يجوز إذا اقتضى شيئين كإما وأخواتها وما ولا وقال الأخفش إن الشرق متزوم بالأداة والجزاء متزوم بالشأل وحده لضعف الأداة عن عملين والشرق طالب من جزاء فلا يستغرب عنه فيه وأجيب باستغراب عمل الفعل الجزم وقال الكوفيون الشرق متزوم بالأداة والجواب متزوم بالجوار كما أنه ذر بالجوار في قوله كأن سبيا في عرانين وابله كبير إناس في بجاد مزملي والجزم أخ الجر وليس بشيء لأن العمل بالجوار للضرورة وأوضا ذلك عند التلاسق وينجزم الجزاء مع بعده عن الشرط المجزوم وينجزم بدون الشرط المجزوم وقال المزمي الشرط والجزاء مبنيان لعدم وقوعهما موقع الاسم ولعدم وقوعهما مشتركين ثم مختصين وهو قريب على ما اخترنا قبله وكلمة إن لأصالتها في الشرط وكونها أم الباب جاز أن تدخل اختيارا على الاسم بشرط أن يكون بعده فعل نخو إن زود ضرب وإن زودا ضربت وكذا لو نخو لو أنتم تملكون بخلاف سائر كلمات الشرط فإنه لا وجوز ذلك فيها إلا في الضرورة قال فمتى واغر يزرهم يحي وتعطف عليه كأس الساقي وقال صابت نابتة في حائري أين مريخ تميلها تمي وقال ومن نحم منهم يبت وهو آمن ومن لا نجره ينسننا مثزعا وذلك كما جاز وقوع رسم بعد الهمزة الاستفهانية لما كانت أصلا في الاستفهان وسواءها هنا وله رسم فعل كأزيد ذهب أو لا كأزيد ذاهد ولم يبز ذلك في سائر كلمات الشرط والاستفهان إذا كان بعد ذلك رسم فعل فلا تقول متى زيدا تلقى أو تلقاه ومن زيد ضربه ومتى زيد خرج وهل زيد خرج وهل زيدا ضربت أو ضربته إلا اضطرارا فإن لم يكن بعد ذلك رسم فعل نحو متى زيد خارج وهل زيد ذاهد جاز وحق الفعل الذي يكون بعد رسم الذي يلي إن وما تدمن معناه من الأسماء أن يكون معضيا سواء كان ذلك اسم مرفوعا أو منصوبا نحو إن زيدا إن زيدا ذهب وإن زيدا وإن زيدا لقيت أو لقيته وقد يكون مبارعا على الشدوذ نحو قوله يثني عليك وأنت أهل ثنائه ولديك إن هو يسزيك نزيد وقوله صعدة نابتة في حائري أي من الريح تميلها تمل وإنما ضعف مجيء المضارع بحصول الفصل بين الجاز مع ضعفه وبين معموله فإن كان ذلك الاسم مرفوعا فهو عند الجنهور مرفوع بفعل مدمر يفسره ذلك الفعل الظاهر ولا يبيذ كونه مبتدأ لانتميع إن زيد لقيته إلا ما حكى الكوفيون في الشاذ لا فتزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فتزعي وهو أيضا عندهم ليس مبتدأا بل هو مرفوع بمقدر يفسره الفعل الناصب أي إن هلك أو أهلك كما مر في المنصوب على شريطة التفسير وله بعض الكوفيين إلى أن رفعه على الابتداء لكنه مبتدأ يجب كون خبره فعلا لطلب كلمة الشرط للفعل سواء وليها أو ونطلع عن الأخفش أيضا في مثله أنه مبتدأ لكن العاملة المبتدأ عند الأخفش هو الابتداء وعند الكوفيين الخبر أو الدمير في الخبر كما مر في باب المبتدأ وإن كان ذلك الاسم منصوبا فإن كان الفعل بعده مشتورا بدميره أو متعلقه فهو عند البصريين منصوب بالمقدر وعند الكوفيين بالظاهر كما مر في المنصوب على شريطة التفسير وإن لم يشتغل ذلك الفعل بدميره ولا متعلقه نحو إن زيدا ضربت فهو أيضا عند الكوفيين منصوب بالظاهر وعند البصريين بالمقدر وذلك لما ثبت عندهم من قوة طلب كلمة الشرط للفعل حتى لم يجز الفصل بينهما لفظا إلا في لفظة إن لكونها أم الباب ولم يجز أن تدخل كلمة الشرط على اسم لا فعل بعده كما جاز في كلمة الاستفحام وعند البصريين حكم المنصوب والمرفوع المتقدمين على جواب الشرط حكمهما متقدمين على الشرط فيجوز عندهم إن كنت زيد يقم وإن لم تأتني زيدا أبرد فهما معمولان لمقدرين يفسرهما جواب الشرط أما الكوفيون فلا يجوزون جزم جواب الشرط إذا تقدمه المرفوع لأن الجزم عندهم بالدوار وقد زار الدوار بفصل المرفوع الذي هو أجنبي من الشرط أما لو كان المرفوع من جنبة الشرط فلا يعد فاصلا من الدوار نحو إيض ربني زيد أضرب فإن تقدمه المنصوب فالفراء يمنع أيضا جزم الجواب مطلقة كما في المرفوع بالعلة المذكورة والكسائي يفسر في الفاصل فإن كان ظرفا للجزاء لغوى جزم الجزاء لأنه كلا فصل نحو إن تأتي اليوم غدا آتيك وإن تأتي إليك أقصد وإن لم يكن ظرفا لم يجز للعلة المذكورة واستشهد البصريون بقوط فيل الغنوي وللخيل أيام فمن يستدر لها ويعرف لها أيامها الخير تعقلي والقصدة مكسورة القاثية والأكثر جعل المرفوع مبتدأا فيجب إذن رفع المضارع اتفاقا وتصدير المبتدأ بالفاء نحو إن كنت فزيد يقوم وكذا الأكثر تصدير المنصوب بالفاء فيرتفع المضارع اتفاقا نحو إن بربتني فزيدا أضرب ويجوز اعتراض القسم والدعاء والنداء ورسمية الاعتراضية بين الشرط والجزاء نحو إن تأتني والله آتك وإن تأتني غفر الله لك آتك وإن تأتني يا زيد آتك وإن تأتني ولا فخر أكرمك ولا يجوز عند البصريين تقديم معمول الشرط على أداة الشرط نحو زيدا إن تضرب يضربك وكذا معمول الجزاء فلا يجوز زيدا إن جئتني أضرب بالجزم بل إنما تقول أضرب مرفوعة ليكون الشرط متوسطا وزيدا أضرب دالا على جزائه أي إن جئتني فزيدا أضرب وإلا ذلك كله أن لكلمة الشرط صدر الكلام كالاستفهام ولا يجوز أيضا زيدا إن جاءك فأكرمه لما ذكرنا في المنصوب على شريطة التفسير أن ما لا ينصي بنفسه لا يفسر وأن إذا قلت زيدا إذا جاءك تضرب أو تضربه وزيدا حين جاءك تضرب أو تضربه فإن لم تذري إذا وحين نجرى كلمات الشرط بل جعلتهما كيوم الجمعة في قولك زيدا يوم الجمعة تضرب أو تضربه فنصب زيدا أولى إذا لم يشتغل الفعل بالضمير لطبح زيد ضربته على تأويل ضربته فإن قل أليس يكفي الضمير في إذا جاءك وحين جاءك قلت لو لم يكن الفعل واطعا على زيد نحو زيدا حين جاءك تضرب عمرا لكفا لكن لما كان واقعا عليه معنا وهو الخبر في الحقيقة كان إظهار الضمير فيه أولى وأما إذا اشتغل الفعل بالضمير فرفع زيدا أولى لما تبين في المنصوب على شريطة التفسير أن زيدا زرته بالرفع أولى من النصب وإن أجريت إذا وحين نجرى كلمات الشرط ووجب رفع زيدا عند البصريين كما ذكرنا في إن وشغل تضرب إذا بالدمير أولى إن كان واقعا على زيد لأن جواب الشرط هو الخبر في الحقيقة والشرط قيد فيه فلا يعتبر الدمير الذي فيه فقولك زيد إن جاءك فأكرمه أولى من فأكرم وإن كان واقعا على غير المرتبأ من حيث المعنى نحو زيد إن جاءك فأكرمي كفى الدمير في الشرط وأن الكوفيين فجوزوا تقديم معمور الغزاء المجزون على أدد الشرط قالوا لأن حق الجواب التقديم فنحو إن تدرب أدرب كان عندهم في الأصل أدرب إن تدرب فلما تأخر الجواب إن جزم على الجوار قالوا والدليل على أن مرتبته التقديم قوله يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع برفع الجواب مراعاة لأصله من التقديم ورد بمنع كون مرتبة الجزاء قبل الأداة لأن الجزاء من حيث المعنى لازم كما مر في الظروف المبنية ومرتبة اللازم بعد المنزوم وقوله تسرع ضرورة إنا على حدث الفاء كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها وقوله هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشاء والقهاذيب وقوله وأني متى أشرثني الجوانب الذي به أنت من بين الجوانب ناظر فإنه لا يعلق الشرق بين المبتدأ والخبر إلا ضرورة فلو يقال زيد إن لقيته كريم بل يقال فكريم أي فهو كريم حتى تكون الجملة الشرطية خبر المبتدأ وأنا تعليقه بين القسن وجوابه نحو والله إن جئتني لأكرمنك فسيجي وإنما جاز تعليق إذا مع شرقه بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلعلم عراقة إذا في الشرطية وإنه على التقديم والتأخير للضرورة أي إنك تسرع إن يسرع أخوك ويجوز أن يكون البيتان المذكوران هكذا وأن تقديم عمول الشرط على أداته فأجازه الكسائي بين الفراء واعلم أنه إذا تقدم على أدات الشرط ما هو جواب من حيث المعنى فليس عند البصريين بجواب له لفظة لأن للشرط صدر الكلام بل هو دام عليه وكالعوض منه وقال الكوفيون بل هو جواب في اللفظ أيضا لن يجزم ولم يصدر بالفائل تقدمه فهو عندهم جواب واطع في موقعه كما ذكرنا وإنما ينجزم على الجوار إذا تأخر عن الشرط وذلك نحو أدرب إن ضربتني فأدرب جواب من حيث المعنى اتفاق لتوقف مضمونه على حصول الشرط ولهذا لم يحكم بالإقرار في قولك له علي ألف إن دخلت الدار وعند البصرية أيضا لا يقدر مع هذا المتقدم جواب آخر للشرط وإن لم يكن جوابا للشرط لأنه عندهم يغني عنه فهو مثل استجارك المذكور الذي هو كالعوض من المقدر وإذا ذكرت أحدهما لم تذكر الآخر ولا يجوز عندهم أن يقال هذا المقدم هو الجواب الذي كان مرتبته التأخر عن الشرط تقدم على أداته لأنه لو كان هو الجواب للزم الفاء في نحو أنت مكرم إن أكرمتني ولجازا ضربت غلامه إن ضربت زيدا على أن الضمير في غلامه مزيد فمرتبته الجزاء عند البصرية بعد الشرط وعند الكوفية قبل الأدات كما مر وقد تدخل الواو على إن المضلول على جوابها بالمتقدم ولا تدخل إلا إذا كان ضد الشرط المذكور أو لا بذلك المتقدم الذي هو كالعوض من الجزاء من ذلك الشرط كقولك أكرمه وإن شتمني فالشتم بعيد من إكرامك للشاتم وضده وهو المضح أولى بالإكرام وكذلك قوله أطلب العلم ولو بالصين والظاهر أن الواوى الداخلة على كلمة الشرط في مثله اعتراضية ونعني بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى مستأنفا لفوا على طريق الالتفات كقوله فأنت طلاق والطلاق ألية ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم وقوله وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل من فيها وحاشاك ثاميا وقد تجيء بعد ثمان الكلام كقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر فتقول في الأول زيد وإن كان غنيا بخير وفي الثاني زيد بخير وإن كان غنيا وجواب الشرط في مثله مدلور كلام أي إن كان غنيا فهو بخير فكيف إذا افتقر والجملة كالعبض من الجواب المقدر كما تقرر ولو أظهرته لم تذكر الجملة المذكورة وروا ولا اعتراضيه لأن جواب الشرط ليس جملة اعتراضية وقار الجنزي هي واو العطف والمعطوف عليه محذوف وهو ضد الشرط المذكور الذي يقلنا إنه هو الأولى بالجزاء المذكور فالتقبور عنده زيد إن لم يكن غنيا وإن كان غنيا فهو بخير وقد تقدم في باب العطف جواز حذف المعطوف عليه مع القرينة لكنه يلزمه أن يأتي بالفاء في الاختيار فتقول زيد وإن كان غنيا فبخير لما تقدم من أن الشرط لا يلغى بين المبتدأ والخبر اختيارا وأن على ما اخترنا من كلم الواو اعتراضيه فيجوز لأن الاعتراضية تفصل بين أي جزئين من الكلام كان بلا تفصيل إذا لم يكن أحدهما حرفا وعن الزمخشري أن الواو في مثله للحال فيكون الذي هو كالعوض من الجزاء عاملا في الشرط نصبا على أنه حال كما عمل جواب متى عند بعضهم في متى النصب على أنه ظرفه ومعنى الحال والظرف متقالبان ولا يصح اعتراض الجنزي عليه بأن معنى الاستقبال الذي في إن يناقب معنى الحال الذي في الواو لأن حالية الحال باعتبار عامله مستقبلا كان العامل أو ماضية نخو وضربه غدا مجردا وضربته أمس مجردا واستقبالية إن باعتبار زمان التكلم فلا تناقب بينهما عنوان أحكام متسرقة تتعلق بالجلة الشرطية وعلم أنه إذا تقدم على الشرط ما هو جواب في المعنى فالشرط لا يكون إذن إلا معضيا لفظا أو معنى ما هو أضربك إن ضربتني وأضربك إن لم تعطني وإنما جاز ذلك حتى لا تعمل الأداة في الشرط لفظا كما لا تعمل فيما هو كالجزاء عند البصرية أو ما هو لزاء عند الكوفية وقد يجيء في الشعر مبارعا نحو آتيك إن أتيتني أنشب سيبويه فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها كأنه قال لا يضيرها من يأتها كقوله والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب أو المرء ذيب على أحد التقديرين فإن تقدرنا هو جواب معنا على الظروف الزمانية أو المكانية من كلمات الشرط كمتى وإذن وأيام وأين وحيثما وأن فلا شبهة في تدمنها للشرط إذ لا تصبح للاستفهام ولا واسطة بين الشرط والاستفهام في هذه الكلمات الصالحة لهما وأن ما يصبح من كلمات الشرط لكونها منصولة أيضا نخو من وما وأي فإن جاء بعدها ماد احتمر عند سبويه كونها منصولة وشرطية نخو آتي من آتاني فإن كانت منصولة فمنصوبة بالفعل متقدم وإن كانت شرطية فمبتدأ والخبر مختلف فيه كما ذكرنا في باب المبتدأ والتقدير من أتاني آته ولا محلل الفعل بعد هذه الكلمات انقدرناها موصولة وهو في محل الجزم إن كانت شرطية انتهى الشريط الواحد والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لغضي الدين الاسترابالي وله أقوة على الشريط الثاني والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني والعشرون من القسم الثاني من كتاب الشرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان أحكام متفرقة تتعلق بالجملة الشرطية وان جاء بعد من مضارع نحو آتي من يأتيني فالوجه كونها موصولة ويجوز جعلها شرطية على قبح فينجزم المضارع وذلك لما تقدم من ان الشرط يكون ماضيا في الاختيار الى تقدم ما هو جوابه معنا وان جئت بالظروف قبل من وما واي على تقدير اضافة الظروف الى الجمل فالواجب كما ذكر سيبويه جعلها موصولة سواء ولي الكلمة المذكورة ماض نحو اتذكر اذ من اتانا اكرمناه او مضارع نحو اتذكر حينما تفعله افعله وقد يجوز في ضرورة الشعر جعلها شرطية قال لبيد على حين من تلبس عليه ذنوبه يجد فقدها اذ في المقام تدابر فان قيل لمجاز في السعة في نحو غلام من تضرب اضرب ولم يجز في نحو اتذكر اذ من يأتنا نكرمه واذ مضاف الى ما بعده كما ان غلام مضاف كذلك قلت قلت لان غلام اتحد بكلمة الشرط بسبب اضافتها اليه فصار ككلمة واحدة فيها معنى الشرط اذ سرى معنى الشرط من المضاف اليه الى المضاف فلذا يلزم تصدر المضاف واما اذ فانه مضاف الى الجملة لا الى من وهو في الحقيقة مضاف الى مضمون تلك الجملة كما مر في الظروف المبنية وذلك المضمون هاهنا مصدر نكرمه واقعا على معنى من اي اتذكر وقت اكرامنا من يأتينا فلم يصر مع من كالكلمة الواحدة ولم يكتس منه معنى الشرط اذ ليس مضاف الى من كما كان غلام مضاف اليه فلذا لم يلزم تصدر اذ كما لزم تصدر غلام بل هو معمور لتذكر المقدم عليه فلا يجوز جعل من شرطية حتى لا يسقط عن التصدر بتقدم اذ عليه فان قلت فمن مع دخول اذ عليه في صدر الكلام ويكفي في كلمات الشرط والاستفهام كونها في صدر كلام ما كما في نحو زيد من يضرب اضرب ونحو جاءتني التي من يضربها تضربه قلت قد مر في باب المبتدأ ان كلمة الشرط والاستفهام لا يتقدم عليها ما يصير من تمام جملتها اذا اثر في تلك الجملة وزاد في معناها شيئا وازيده هاهنا شرحا فاقول لا يجوز ان يتقدم على كلمات الشرط والاستفهام ما يجمع امرين احدهما ان يتصل بتلك الكلمات بلا فصل والثاني ان يحدث في الجملة التي هي من تمامها معنا من المعاني وذلك مثل ان وكأن وظن واخواتها وما النافية لا تقول ما من يضرب اضرب وما ان تقعد اقعد واما لا فليست كما لانها تلغى في اللفظ نحو كنت بلا مال ومررت برجل كريم ولا شجاع فلذا تقول لا من يعطك تعطه ولا من يكرمك تكرمه وكذا تقول لا ان اتيناك اعطيتنا ولا ان قعدنا سألت عنا والظروف المضافة الى الجمل لا شك في احدافها في الجمل معنا وهو تصيرها بمعنى المصدر ولا تبقى كلمة الشرط في الحقيقة في صدر الكلام لان المصدر مفرد وليس الصلة وخبر المبتدأ كذلك فان قيل خبر المبتدأ ايضا اذا كان جملة يصير بسبب المبتدأ بتقدير المفرد قلت لا نسلم وما الدليل على ذلك فان هذا دعوى من بعض النحات اطلقوها بلا برهان عليها قطعي سوى انهم قالوا الاصل هو الافراد فيجب تقديرها بالمفرد وهم مطالبون بان اصل خبر المبتدأ الافراد بل لو ادعى احد ان الاصل فيه الجملة لم يبعد لان الاخبار في الجمل اكثر وكونها في محل الرفع لا يدل على تقديرها بالمفرد بل يكفي في تقدير الاعراب في الجمل وقوعها موقعا يصح وقوع المفرد فيه وتقول ما انا ببخيل ولكن ان تأتني اعطك لان لكن لا تغير معنى الجملة التي بعدها بل هي لاستيراك ما قبلها كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل قال ولست بحلال اتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم ارفدي واما قوله وما ذاك ان كان ابن عمي ولا اخي ولكن متى ما املك الضر انفع برفع انفع لان القواف مرفوعة فعلى التقديم والتأخير لضرورة الشعر كما مر في قوله انك ان يسرع اخوك تسرع ومتى شرطية بلا شبهة فتجزم املك اذ لا تجيء موصولة كما ومن واي واما اذا المفاجأة فيصح مجيء من وما واي شرطية بعدها نحو مررت به فاذا من يأته يعطه كما يجوز فاذا من يأتيه يعطيه على ان من موصولة وذلك لان اذا المفاجأة لا تغير ما بعدها عن معناه على الصحيح اذ ليست بمضافة اليه واما عدم وقوع نحو اين ومتى من الظروف بعدها فالاختصاصها بالجملة الاسمية الخبرية ومن كان مذهبه ان اذا المفاجأة مضافة الى الجملة بعدها يجب ان لا يجيز وقوع كلمة الشرق بعدها الا على اضمار المبتدأ بعدها اي فاذا هو من يأته يعطه لما ذكرنا من امتناع اتذكر اذ من يأتنا نكرمه والاضمار والاضمار يحسن بعد اذا المفاجأة الا ترى الى حذف الخبر في مثل خرجت فاذا السبع واما اما فان كان بعدها من او ما او اي وبعدها فعل مضارع فانه يصح جعلها شرطية لان الجواب لاما دون كلمة الشرط التي بعدها كما يجيء في حروف الشرط ويقبح جزم الشرط مع انه لا جواب له ظاهرا كما قلنا في اتيك ان تأتني فالاولى جعلها موصولة نحو اما من يأتيني فاني اكرمه وان كان بعدها ماض جز جعلها شرطية وموصولة نحو اما من اتاني فاني اكرمه قال تعالى فاما ان كان من المقربين فروح وريحام ولا تكون بعد ان واخواتها وكان واخواتها وظن واخواتها وهل الا موصولة لتأثيرها في معاني ما بعدها وكان قياس همزة الاستفهام ان لا تدخل على كلمات الشرط لكن لها في الاستعمال سعة الا ترى الى دخولها على الواوي والفاء وثم فجاز امن يضربك تضربه وامل لقيته شتمته فان قدرت في كان ضمير الشأن جاز دخولها على كلمات الشرط وكذا لو حذفت ضمير الشأن بعد ان على قبح فيه كما يأتي في باب الحروف المشبهة بالفعل كقوله ان من لام في بني بنت حسان المه وعصه في الخطوب وذلك لان كلمة الشرط لم تلي اذا تلك النواسخ في الحقيقة وكذا جاز كون المعمول الثاني لهذه النواسخ جملة مصدرة بكلم الشرط نحو كان زيد من يضربه اضربه ولو قدمتها هنا الجزء الثاني على الاول فقلت كان من يضربه اضربه زيد لم يجز لانه ولي اداة الشرط المؤثرة في الجملة واما قولك علمت ايهم زيد وعلمت ازيد في الدار ام عمر فقد ذكرنا الاعتذار عنه في باب المبتدأ واعلم ان الجزاء يحذف عند قيام القرينة يقال ان اتيتني اكرمك فتقول وانا ان اتيتني وكذا في لو قال الله تعالى ولو ان قرآن سيرت به الجبال الاية واذا حذف جواب اداة الشرط الجازمة فالواجب في الاختيار ان لا ينجز الشرط بل يكون ماضيا لفظا او معنى نحو ان لم افعل لان لا تعمل الاداة في الشرط كما لم تعمل في الجزاء قوله فان كان مضارعين او الاول يعني او كان الاول مضارعا والثاني غير مضارع نحو ان تزرني زرتك او فانت مكرم فان كان مضارعين فهما مجزومان لا غير واما قوله انك ان يسرع اخوك تسرع فقد تقدم الجواب عنه وان كان ماضيين فهما مبنيان في محل الجزم نحو ان ضربت ضربت وان كان الاول مضارعا والثاني ماضيا فالاول مجزوم ومثله قليل لم يأتي في الكتاب العزيز وقال بعضهم لا يجئ الا في ضرورة الشعر قال من يكذني بسيئ كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد والاجود كونهما مضارعين تطبيقا لللفظ بالمعنى ثم كونهما ماضيين يفضن نحو ان ضربت لي ضربتك او ماضيين معنا نحو ان لم تضربني لم اضربك او احدهما ماضيا لفظا والاخر معنا نحو ان ضربتني لم اضربك وان لم تضربني ضربتك وان تخالف ماضيا ومضارعا فالاولى كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم وعكسه اضعف الوجوه نحو انت زرني زرتك لان الاداة اذا تؤثر في الفعل الابعد بنقله الى معنى المستقبل من غير ان تؤثر في الاقرب شيئا يغير المعنى ويجوز تخالف الشرط ومعطوفه مضيا واستقبالا نحو ان زرتني وتكرمني وان تزرني واكرمتني والاولى توافقهما كالشرط والجزاء وكذا في الجزاء نحو ان زرتني اكرمتك واعطك وان زرتني اكرمك واعطيتك واذا ذكر بعد الشرط فعل ليس من ذيوله اي لا يكون مفعولا ثانيا للشرط نحو ان تحسبني اعصيك اوصله نحو ان تضرب الذي اضربه اضربك او صفة نحو ان تضرب رجلا اضربه يضربك فاما ان يتفق لفظا ومعنى نحو ان تزرني احسن اليك فيجب جزمه لكونه توكيدا لفظيا واما ان يختلف لفظا ومعنى نحو ان تأتني تسأل احسن اليك فيجب رفعه حالا وان جاز ان يكون مفعول الشرط بتقدير ان نحو ان تأمرني اذهب اضعك اي ان تأمرني ان اذهب فهو منصوب المحل على انه مفعول وانا ان يتفق معنا لا لفظا نحو من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف فهو بدل من الاول وانا ان يتفق لفظا لا معنى نحو ان تضرب تضرب اي تسير وحكمه وحكم مخالف للاول لفظا ومعنى وكذا الحكم ان جاء الفعل بعد الجواب فالمتفقان لفظا ومعنى نحو ان تأتيني احسن اليك احسن اليك والمختلفان لفظا ومعنى نحو ان تزرني اكرمك اسرع والمختلفان لفظا لا معنى نحو ان تبعث الي ااتك اجي والمختلفان معنى لا لفظا نحو ان تأتني اضرب اضرب اي اسير وإن جاء مع المتوسط واو أو فاء أو ثم فالوجه الجزم ولك النصب مع الواو والفاء على الصرف كما ذكرنا في فاء السببية وواو الجمعية وكذا في الفعل المتأخر وينضاف إلى ذلك في المتأخر جواز استئنافه أيضا نحو إن تقم آتك فأحسن إليك أو وأحسن إليك فيكون النصب على السببية أو الجمعية والجزم على العطف والرفع على الاستئناف أي فأنا قال ابن السراج إذا قلت تحمد إن تأمر بالمعروف فعطفت فعلا عليهما فإن كان من شكل الأول رفعته لا غير نحو تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر عليه وإن كان من شكل الثاني نحو تحمد إن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلك فيه أي في المعطوف ثلاثة أوجه الجزم على العطف والنصب على الصرف والرفع على الاستئناف وإن عطفت ما يصلح للأول والثاني نحو تحمد إن تأمر بالمعروف وتشكر ففيه أربعة أوجه الرفع على وجهين على العطف على الأول وعلى الاستئناف والنصب على الصرف والجزم عطفا على الثاني قوله وإن كان الثاني فالوجهان أي إن كان الثاني أي الجزاء مضارعا والشرط ماضيا ففي ذلك وجهان الرفع والجزم والثاني أكثر وعند الكوفيين يجب الرفع لأن الجزم في الجواب للجوار فإذا لم ينجزم الشرط لن ينجزم الجواب فعند النحات الرفع في ذلك الجواب لأحد وجهين إما لكونه في نية التقديم وإما لنية الفاء قبل الفعل وفيه نظر لأن هذين الوجهين مختصان بالضرورة وكلامنا في حال الساعة والأولى أن يقال تغير عمل إن وضعفت في هذه الصورة عن جزم الجواب لحيلولة الماضي بينها وبينه غير معمول فيه فلما لم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء فتكون الأداة جازمة لشيء واحد وهو الشرط تقديرا كما تجزم سائر الجواز فعلا واحدا كلم ولما ولا من الأمر ولا إنهي وهكذا يقول المبرد فيما تقدم عليه ما هو الجزاء في المعنى يقول هو جزاء غير معمول فيه وذلك لضعف عمل إن عن العمل في المتقدم عليها فثبت أنها تنعزل عن جزم الجزاء بشيئين بكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا وبكون الجواب مقدما وهذا عند المبرد عنوان الفاء في جواب الشرط قوله وإذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لفظا أو تقديرا لم تجزي الفاء وإذا كان مضارعا مثبتا أو منفيا بلا فالوجهان وإلا فالفاء اعلم أن أداة الشرط سواء كانت إن أو ما تضمن معناها أو لو لا يكون شرطها إلا فعلا غير مصدر بشيء من الحروف لشدة طلبها للأفعال بلى يجيء مضارعا مصدرا من جملتها بلا ولم أما لا فلأنها لكثرة استعمالها يتخطاها العامل نحو جئت بلا مال وأما لم فلأنها لتغييرها معنى المضارع إلى الماضي صارت كجزئه مع قلة حروفها أما لما أختها فلكثرة الحروف ولا يصدر الماضي شرطا بلا فلا يجوز إن لا ضرب ولا شتم لقلة الدخول لم في الماضي فعلى هذا لا تقول إن ستفعل وإن لن تفعل وإن ما تفعل وإن قد فعلت وإن قد تفعل وإن ما فعلت ولا يكون الشرط جملة طلبية ولا إيشائية لأن وضع أداة الشرط على أن تجعل الخبر الذي يليها مفروض الصدق إما في الماضي نحو لو جئتني أكرمتك أو في المستقبل نحو إن زرتني أكرمتك وأما الجزاء فليس شيئا مفروضا بل هو مترتب على أمر مفروض فجاز وقوعه طلبية وإن شائية نحو إن لقيت زيدا فأكرمه وإن دخلت الدار فأنت حر ولبعده عن كلمة الشرط جاز وقوعه اسمية وفعلية مصدرا بأي حرف كان فنقول إن كان الجزاء مما يصلح أن يقع شرطا فلا حاجة إلى رابطة بينه وبين الشرط لأن بينهما مناسبة اللفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه وإن لم يصلح له فلا بد من رابط بينهما وأولى الأشياء به الفاء لمناسبته للجزاء معنا لأن معناه التعقيب بلا فصل والجزاء متعقب للشرط كذلك هذا إلى خفتها لفظا وأما إذا فاستعمالها قبل الاسمية أقل من الفاء لسقل لفظها وكون معناها من الجزاء أبعد من معنى الفاء وذلك لتأويله بأن وجود الشرط مفاجئ لوجود الجزاء ومتهجم عليه فثبت بهذا أن الجزاء إن كان جملة طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاء والنداء يجب مقارنتها لعلامة الجزاء وكذا إن كانت إنشائية كنعمة وبئسة وكل ما تضمن معنى إنشاء المدح والذن وكذا عسى وفعل التعجب والقسم وكذا إن كانت جملة اسمية سواء تصدرت بالحرف نحو قوله تعالى من يضل الله فلا هادي له وإن تعذبهم فإنهم عبادك أو لا نحو إن جئتني فأنت مكرم وأما قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فلتقدير القسم كما يجيء في بابه ويجوز أن يكون قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم مثله أي بتقطير القسم ويجوز أن تكون إذا لمجرد الوقت من دون ملاحظة الشرط كما لم يلاحظ في قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقد تحذف علامة الجزاء ضرورة في موضع اللزوم كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها ويروى من يفعل الخير فالرحمن يشكره فلا ضرورة إذا وأجاز الكوفية حذف العلامة اختيارا استدلالا بقوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت على قراءة الرفع وهي شاذة وتجب الفاو أيضا في كل فعلية مصدرة بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان الفعل المصدر بها ماضيا أو مضارعا فتجب في الماضي مصدرا بقد ظاهرة أو مقدرة نحو قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته وإن كان قميصه قد من قبر فصدقت أو مصدرا بما أو لا نحو إن زرتني فما أهنتك وإن زرتني فلا ضربتك ولا شتمتك وفي المضارع مصدرا بلا وسوفا والسين وما هذا كله لأن هذه الأشياء لم تقع شرطا فلا تقع أيضا جزاءا إلا مع علامة الجزاء بقي الماضي غير المصدر بحرف والمضارع غير المصدر أو المصدر بلا أو لم أما الماضي غير المصدر والمضارع المصدر بلم فلا تدخله ملفاء أصلا نحو إن ضربتني ضربتك أو لم أضربك لأن لهما مع مناسبتهما لفظا للشرط كما بينا تعلقا بكلمة الشرط معنويا بانقلابهما إلى المستقبل بكلمة الشرط فلم يحتاج إذن إلى العلامة بقي المضارع المجرد والمصدر بلا فنقول يجوز فيهما الفاء وتركه أما الفاء فلأنهما كانا قبل أداة الشرط صالحين للاستقبال فلا تؤثر الأداة فيهما تأثيرا ظاهرا كما أثرت في فعلته ولم أفعل وعما تركه فلتقدير تأثيرها فيهما لأنهما كانا صالحين للحال والاستقبال على ما تقدم في المضارع أن لا صالحة لهما على الصحيح فالأداة خلصتهما للاستقبال وهو نوع تأثير قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وقال فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وقال ابن جعفر يجوز دخول الفاء وتركه في لم ولم يثبت وقال الله تعالى في المثبت وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين وقال ومن عاد فينتقم الله منه ومذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخير وقال المبرد لا حاجة إليه قال ابن جعفر مذهب سيبويه أقيس إذ المضارع صالح للجزاء بنفسه فلولا أنه خبر مبتدأ ولم تدخل عليه الفاء وعلى ما ذكرنا من تعليل دخول الفاء في مثبة المضارع يسقط هذا التوجيه للأقيسية وإن ثبت نحو قولك إن غبت فيمت زيد لم يكن لمذهب سيبويه وجه إذ لا يمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير الشأن ولا يجوز إلا بعد أن المخففة قياسا وبعد إنا وأخواتها للضرورة وإذا كان جواب الشرط مصدرا بهمزة الاستفهام سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية لم تدخل الفاء لأن الهمزة من بين جميع ما يغير معنى الكلام يجوز دخولها كما تقدم على أدات الشرط فيقدر تقديم الهمزة على أدات الشرط نحو قولك إن أكرمتك أتكرمني كأنك قلت أئن أكرمتك تكرمني قال علي رضي الله عنه في نهج البلاغة وإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون وقال الله تعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ويجوز حمل هل وغيرها من أدوات الاستفهام على الهمزة لأنها أصلها قال الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وقال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ويجوز دخول الفاء فيها لعدم عراقتها في الاستفهام قال الله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني وتقول إن أكرمتك فهل تكرمني والمصنف قال وقد أحسن مع أن على بعض ما ذكره كلاما إنما تدخل الفاء إذا لم تؤثر الأداة من حيث المعنى في الجزاء معنا ويعني بالتأثير تخليصه للاستقبال إن كان مضارعا وقلبه إليه إن كان معضيا فتدخل على المضارع المصدر بالسين وسوفا ولن لتمحضه للاستقبال بدون أداة الشرط وكذا في الإنشائية لتجردها عن الزمان وفي الطلبية لتمحضها للاستقبال وتدخل على الماضي الباقي على معناه وذلك إذا كان مصدرا بقد ظاهرة أو مقدرة لأنه إذن يتمحق للماضي وذلك لأن قد لتحقيق مضمون ما دخلت عليه ماضيا كان أو مضارعا وما تأكد ورسخ لم ينقلب ولم ينقلع على أنه قد جاء قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وهو بمعنى الاستقبال قال وإنما دخلت على المضارع المجرد لكونه في تقدير الاسمية على ما ذكرنا من مذهب سبويه وأما المصدر بلا النافية فقال إن لا وإن كانت للاستقبال قد تجردت للنفي نحو جئت بلا مال فتكون الأدات قد أثرت في الفعل المصدر بها تخصيصا بالاستقبال وإن لم تجرد للنفي أفادت الاستقبال من دون أدات الشرط فتجب الفاء وكان على قياس ما قال جواز دخولها في الإسمية نحو إن جئتني أنت مكرم لأن الأدات خصصت مضمون الإسمية بالاستقبال ثم أعلم أن إن يكون شرطها في الأغلب مستقبل المعنى فإن أردت معنى الماضي جعلت الشرط لفو كان كقوله تعالى إن كنت قلته وإن كان قميصه وإنما اختص ذلك بكان لأن الفائدة التي تستفاد منها في الكلام الذي هي فيه الزمن الماضي فقط وذلك لأنها تدل على الزمن الماضي ومطلق الحدوث الذي تخصيصه يعلم من الخبر نحو كان زيد منطلق فمطلق الحدوث يستفاد من الخبر لأنه يدل على تعيين الحادث ويستحيل تعيين الحادث من دون مطلق الحدوث فمعنى كان زيد قائم في الزمن الماضي زيد قائم فكان مدلوله هو الزمن الماضي فقط ومع النص على المضي لا يمكن استفادة الاستقبال وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال الناقصة لأن صارى يدل على الانتقال الذي لم يدل عليه خبره وكذا باقيها ثم إن كان إذا كان شرطا قد يكون بمعنى فرض الوقوع في الماضي نحو إن كنت قلته وإن كان قميصه وقد يكون متحقق الوقوع فيه نحو زيد وإن كان غنيا إلا أنه بخيل وقد يستعمل الماضي في الشرط متحقق الوقوع وإن كان بغير لفظ كان لكنه قليل بالنسبة إلى كان كقوله أتغضب إن أذن لقطبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم ونحو قولك أنت وإن أعطيت مالا بخيل وأنت وإن صرت أميرا لا أهابك الوجه الثاني يبدأ حالا قال المصنف التقطير فيما سبق إن ثبت ليكون الشرط مستقبلا وليس بشيء لأن الغرض أن ذلك ثابت فلن يفرض ثبوت الثابت وقد تستعمل كان في الاستقبال أيضا نحو إن كنت غدا جالسا فأتني نظرا إلى ذلك الحدوث المطلق دون الزمن العارض في جميع الأفعال بسبب الصيغة الطارئة على جوهر الكلمة وكون كان للشرط في الماضي مذهب المبرد وهو الحق بدليل قوله تعالى إن كنت قلته قال ابن السراج أنا لا أقول هذا ولكن أقول إن المعنى إن أكم قلته وهو ظاهر الفساد لأن هذه الحكاية إنما تجري يوم القيامة وكون عيسى قائلا ذلك أو غير قائل إنما هو في الدنيا وأيضا يجد التصريح بقولك إن كنت أعطيتني أمس فسوف أكافئك اليوم وقوله تعالى إن كان قميصه قدى ظاهر في المضي عنوان ربط الجواب بإذا الفجائية قوله وإن مقدرة بعد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض إذا قسد السببية مثل أسلم تدخل الجنة ولا تكفر تدخل الجنة وامتنع لا تكفر تدخل النار خلافا للكساء لأن التقدير إن لا تكفر اعلم أن كل ما يجاب بالفاء فينتصب المضارع بعد الفاء يصح أن يجاب المضارع المجزوم إلا النفي لأن النفي منها طلب والنفي خبر محت والطلب أظهر في تضمن معنى الشرط إذا ذكر بعده ما يصلح للجزاء من الخبر وذلك لأن كل كلام لا بد فيه من حامل المتكلم به عليه وحامله على الكلام الخبري إفاية المخاطب بمضمونه تقول ضرب زيد أو ما ضرب زيد إذا قصدت إفهام المخاطب ضرب زيد أو عدم ضربه وعما الحامل على الكلام الطلبي فكون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته أو لغيره ومعنى كونه مقصودا لغيره أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله وهذا هو معنى الشرط أعني توقف غيره عليه فإذا ذكرت الطلب ولم تذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصودا لنفسه ولغيره وإن ذكرت بعده ذلك غلب على ظنه كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا وأما الخبر فإنه إذا ورد حمله المخاطب على أنه إنما تكلم به المتكلم لإفاة المخاطب مضمونه لا على أن مضمونه مقصود لنفسه أو لغيره إذ قد يخبر بشيء مع أن ذلك الشيء غير مقصود للمخبر كقولك يضرب زيد مع كراهيتك لضربه فلو جئت أيضا بعد الخبر بما يصلح أن يكون جزاء لمضمونه لم يتبادر فهم المخاطب إلى أنه جزاؤه إذ ذلك في الطلب إنما كان لتبادر فهمه إلى أن الطلب مقصود إما لذاته أو لغيره ومع ذكر الغير فالأولى أن يكون له فلما تقرر أن في الطلب ما ذكر ما يصلح جزاء له معنى الشرط جاز لك أن تحذف فاء السبابية وتجزم به الجزاء كما تجزم بإن وانجزام الجزاء بهذه الأشياء لا بإن مقدرة ظاهر مذهب الخليل لأنه قال إن هذه الأوائل كلها فيها معنى إن فلذلك انجزم الجواب ومذهب غيره أن إن مع الشرط مقدرة بعدها وهي دالة على ذلك المقدر ولعل ذلك لاستنكارهم إسناد الجزم إلى الفعل وليس ما استبعدوه ببعيد لأنه إذا جاز أن يجزم الاسم المتضمن معنى إن فعلين فما المانع من جزم الفعل المتضمن معناها فعلا واحدا ثم أعلم أنه يجوز جزم الجواب بعد الأمر المدلول عليه بالخبر نحو حسبك أو كفيك أو شرعك ينم الناس واتقى الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه وكذا أسماء الأفعال نحو صه ونزال وتراكي والأمر المقدر نحو الأسد الأسد تنجو وإنما لم ينتصب الفعل في جواب هذه الأشياء التي فيها معنى الأمر بعد الفاء بل وجبا للنصب صريح الأمر أو النهي عند غير الكسائي بخلاف الجواب المجزوم فإنه لم يشترط التصريح قبله بالأمر والنهي اتفاقا لأن فاء السببية قد يرتفع ما بعدها مع بقائها على معنى السببية كما في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولم تدر ما جزع عليك فتجزعوا ومع الرفع تضعف دلالة الفاء على السببية لأن الرفع محتمل والنصب نص فيها وقد تقدم أن الأمر والنهي وسائر الأشياء الثمانية مشابهة للشرط في عدم ثبوت مدولها فهي إذن مقوية لمعنى السببية في الفاء فأريد أن يكون قبل الفاء صريح الأمر العريق في الأمرية حتى إن ضعفت دلالة السببية في الفاء بأن يرتفع الفعل بعدها كان صريح الأمر قبلها أشد تقوية لسببيتها مما هو محمول على الأمر من اسم الفعل وغيره وأمنى الجزم فهو نص في السببية ولا يضعف معناها معه فلم يحتج إلى صريح الأمر بل يكفي معناه وقيل في قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى قوله يغفر لكم إن قوله يغفر لكم جواب لقوله تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا وليس بجواب هل أدلكم لأن المغفرة لا تحصل بالدلالة ولا منع من أن يكون هو جوابه كما مر في لام الأمر في قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وقال المبرد في مثله إن يقيموا جواب أقيموا مقدرا أي قل لهم أقيموا يقيموا وليس بشيء لأنه مثل كن فيكون على قراءة أبي عمر وفيه من التكلف ما فيه قوله إذا قصد السببية أما إذا قصد الاستئناف نحو قم يدعوك الأمير وقال رائدهم أرثو نزاولها وكل حتف امرئ يجري بالمقداري والوصف نحو وليا يريثني على قراءة الرفع أو الحال نحو ذرهم في خوضهم يلعبون ولا تمن تستكثر وجب الرفع وفي نحو مره يحفرها يجوز الجزم عن الجزاء والرفع إما على الاستئناف أي إنه ممن يحفرها أو بحذف أن أي بأن يحفرها ويجوز في ذره يقول ذلك الرفع على الاستئناف أو الحال أو الجزم وقوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا إما حال أو قطع وكذا قوله أرث نزاولها ومما جاء حالا بعد الشرط الصريح قول الحطيئة متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ويجوز في مثله البدل لأن الثاني من جنس الأول بخلاف قولك إن تأتني تقرأ أعطيك فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع ويجيء بعد الجزاء ظاهرا كان الشرط أو مقدرا الفعل المصدر بالفاء أو الواو أو ثم نحو إن تأتني آتك فأحدثك واتني آتك فأحدثك فتجزم ما بعد الفاء على العطف وترفعه على القطع وتنصبه على أن الفاء للسببية مع ضعف هذا الأخير كما تقدم في المنصوبات وكذا ما جاء بعد جواب الشرط المصدر بالفاء نحو قوله تعالى من يدن الله فلا هادي له ويذرهم قلئ رفعا وجزما ولا منع في العربية من النصب فإذا جئت بثم جاز الجزم والرفع دون النصب قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون فلما كان فاء السببية بعد الطلب واقعا موقع المجزوم جاز جزم المعطوف عليه قال تعالى فأصدق وأكم من الصالحين وقال دعني فأذهب جانبا يوما وأكفك جانبا وهذا الذي يقال إنه عطف على التوهم كما في قوله بدى لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا جر الثاني لأن الأول قد تدخله الباء والجزم الثاني لأن الأول قد يكون مجزوما قوله وامتنع لا تكفر تدخل النار خلافا للكسائي يعني أن الكسائي يجوز عند قيام القرينة أي يدمر المثبت بعد المنفي وعلى العكس فيجوز لا تكفر تدخل النار أي إن تكفر تدخل النار كما يجوز لا تكفر تدخل الجنة ويجوز أيضا أسلم تدخل النار بمعنى إلا تسلم تدخل النار وقال غيره بل يجب أن يكون المقدر مثل المظهر نفيا وإثباتا وأما قولهم في العرض ألا تنزل تصب خيرا أي إن تنزل فلأن كلمة العرض حمزة الإنكار دخلت على حرف النفي فتفيد الإثبات وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل عنوان فعل الأمر وكيفية صوغه وحكم آخره قوله مثال الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة وحكم آخره حكم المجزوم فإن كان بعده ساكن وليس برباعي زدت همزة وصل مضمومة وإن كان بعده ضمه مكسورة فيما سواه مثل اقتل اضرب اعلم وإن كان رباعيا فمفتوحة مقطوعة لو قال صيغة يصح أن يطلب بها الفعل لكان أفرح في عمومه لكل ما يسميه النحاة أمر وذلك أنهم يسمون به كل ما يصح أن يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب به الفعل على سبيل الاستعلاء وهو المسمى أمرا عند الأصوليين نحو قولك اضرب على وجه الاستعلاء أو طلب به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى وهو الدعاء نحو اللهم مرحم أو من غيره وهو الشفاعة أو لم يطلب به الفعل بل كان إما على وجه الإباحة نحو كنوا واشربوا أو للتهديد نحو اعملوا ما شئتم أو غير ذلك من محامل هذه الصيغة وإنما سمى النحاة جميع ذلك أمرا لأن استعمال هذه الصيغة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو الأمر حقيقة أغلب وأكثر وذلك كما سموا نحو المائت والضائق اسم فاعل لأن استعمال هذه الصيغة فيما هو فاعل حقيقة كالضارب والقاتل أكثر وكذا الكلام في النهي فإن قولك لا تآخذني في نحو اللهم لا تآخذني بما فعلت نهي في الصلاح النحاة وإن كان دعاء في الحقيقة قوله من الفاعل المخاطب ليخرج نحو ليفعل زيد فإنه لا يدخل في مطلق الأمر بل يقال له أمر الغائب وكذا يخرج نحو لأفعل أنا ولنحمل خطاياكم فإن قيل قولنا الأمر أعم من قولنا أمر الغائب وكل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعم قلت لا نسلم أن لف الأمر في استلاح النحاة أعم من أمر الغائب إذ مرادهم بالأمر الأمر المطلق وقولنا المطلق قيد خصصه من الأمر المضاف إلى شيء آخر وذلك كما يقول الفقهاء إن الماء المطلق يصح سلبه عن المضاف إذ يصح أن يقال في ماء الباقي الله إنه ليس بماء أي ليس بماء مطلق قوله بحذف حرف المضارعة يخرج نحو قوله لتقم أنت يا ابن خير قريش وإن كان ذلك قليلا ومنه القراءة الشاذة فبذلك فلتفرحوا بالتاء قوله وحكم آخره حكم مجزوم قال الكوفيون هو مجزوم بلان مقدرة كما في قول حسان في أمر الغائب محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى قالوا حدف حرف المضارعة مع عدم اللام مضطردا لكثرة استعماله بخلاف أمر الغائب فإنه أقل استعمالا منه وبقي مجزوما بتلك اللام المقدرة وقال البصريون هو مبني على السكون إلا أنه جعل آخره كآخر المجزوم في حذف الحركة وحرف العلة والنون لأن قياسه كما مر في باب المجزوم أن يكون مجزوما باللام كأمر الغائب ولكن حدفت اللام مع حرف المضارعة لكثرة الاستعمال فزالت علة الإعراب أي الموازنة فرجع إلى أصله من البناء وبقي آخره محذوفا للوقف كما كان في الأصل محذوفا للجزم قوله فإن كان بعده ساكن أي بعد حرف المضارعة إذا حدفت اللام مع حرف المضارعة عند الفريقين فلا يخلو إما أن يكون بعد حرف المضارعة في المبارع متحرك أو ساكن فإن كان هناك متحرك فإن كانت حركته أصلية لم يفتقر إلى اجتلاب همزة الوصل بل يبدأ في الأمر بذلك المتحرك نحو تكلم من تتكلم وتقاتل من تتقاتل ودحرج من تدحرج وقاتل من تقاتل وإن كانت منقولة إليه من متحرك بعده نذرا فإن كان حذف بعد حرف المضارعة متحرك رد ذلك المتحرك لأجل زوال علة حذفه وهي حرف المضارعة وذلك كما تقول في تقيم وتعيد أقم وأعد فإن همزة أفعل حدفت بعد حرف المضارعة أما في أقيم فلاجتماع الهمزتين وأما في نقيم ويقيم وتقيم فضردا للباب وحملا لسائر حروف المضارعة على الهمزة وإن لم يكن حذف بعد حرف المضارعة المتحرك ابتدئ بالمتحرك بالحركة المنقولة نحو قل وعد وخف وهب فإن قيل كما حذفت الهمزة المتحركة في تقيم لأجل حرف المضارعة حذفت الواو الساكنة في تعد وتهب له أيضا وذلك للحمل على يعد ويهب بالياء كما يجيء في التصريف فلما لم ترد الساكن بعد حرف المضارعة في الأمر كما رد المتحرك قلت لأنه لو رد لاجتلبت له همزة الوصل فكنت تقول أوعد وأوهب ثم كنت تعله إعلال المضارع الذي هو أصله بحذف الواو إذ هو أقرب إليه من المصدر نحو عدة ومقة فكان يكون السعي في رد الساكن ضائعا وإن كاننا بعد حرف المضارعة ساكنا فإن كان حذف قبله متحرك لأجل حرف المضارعة ردته لزوال العلة كأكرم من تكرم وإن لم يحدث هناك شيء اجتلبت همزة الوصل نحو ضرب اقتل انطلق استخرج وإنما قلنا إن أصل يفعل مضارع أفعل يؤفعل لأن قياس بناء المضارع في جميع الأفعال أي يزاد حرف المضارعة على الماضي نحو كرم يكرم وضرب يضرب واستخرج يستخرج وانطلق ينطلق وإنما تحدث همزة الوصل الثابتة في الماضي من المضارع استغناء بحركة حرف المضارعة عنها فكان قياس يكرم يؤكرم لأن الهمزة وإن كانت زائدة إلا أنها همزة قطع فحدفت همزة الماضي في أؤكرم لاجتماع الهمزتين كما يأتي في التصريف وحمل سائر حروف المضارعة عليها قوله وليس الرباعي يعني به باب أفعل وحده فإنه هو الرباعي الذي ما بعد حرف مضارعته ساكن فقط ويعني بالرباعي ما ماضيه على أربعة أحرف قوله مضمومة إن كان بعده ضمه مكسورة فيما سواه اعلم أن أصل حركة همزة الوصل الكسرة في الأسماء كانت أو في الأفعال أو في الحروف ولا يعدل إلى حركة أخرى إلا لعله كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى وإنما ضمت في من ضم ثالثه في الأمر كان كاقتل أو في غيره كانطلق واقتدر إتباعا واستثقالا للخروج من الكسرة إلى الضمه لأن الحاجز غير حصين لسكونه وإذا بقي الأمر على حرف واحد كاقه فإن وصلته بكلام بعده فلا كلام وإن وقفت عليه فلابد منهاء السكت كما يجيء في آخر الكتاب عنوان الفعل المبني للمجهول والتغيير الذي يلحقه قوله فعل ما لن يسمى فاعله هو ما حدف فاعله فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ويضم الثالث مع همزة الوصل والثاني مع التاء خوف اللبس ومعتل العين الأفصح قيل وبيع وجاء الإشمام والواو ومثله باب اختير وانقيد دون استخير وأقيم وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ومعتل العين ينقلب فيه ألفا قولهم فعل ما لن يسمى فاعله أي فعل المفعول الذي لم يسمى فاعله وإنما أضيف إلى المفعول لأنه بني له ويجوز الجريد بما لف ذلك الفعل فتكون إضافة الفعل إليه من إضافة العام إلى الخاص كقولهم فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر قوله هو ما حدف فاعله هذا حد مضطرد عند سيبويه وأن على مذهب الكسائي في نحو ضربني وضربت زيدا وهو أن الفاعل يحده في الأول على ما مر في باب التنازع وعلى مذهب الأخفش وهو ما حكى عنه أبو علي في كتاب الشعر قال جوز أبو الحسن حذف الفاعل خلافا لسيبويه مستشهدا بمثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر فليس ما ذكره المصنف بحد تام إلا أن يقال هو ما غير عن صيغته لأجل حذف فاعله قوله فإن كان ماضيا دم أوله وكسر ما قبل آخره هذا عام في كل ماض سواء كان ثلاثيا مجردا كضربا أو مزيدا فيه كأكرم واستخرجا أو رباعيا مجردا كدحرجا أو مزيدا فيه كدحرية وإنما غيرت صيغة الفعل بعد حذف الفاعل إذ لو لم تغير لالتبس المفعول المرفوع لقيامه مقام الفاعل بالفاعل وإنما اختر المبني للمفعول هذا الوزن الثقيل دون المبني للفاعل لكونه أقل استعمالا منه وإنما غير الثلاثي إلى وزن فعل دون سائر الأوزان لكون معناه غريبا في الأفعال إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم به فلما حدف منه ذاك خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم الأسماء فجعل على وزن لا يكون في الأسماء ولو كسر الأول وضم الثاني لحصل هذا الغرض إلا أن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس لأن الأول طلب ثقل بعد خفة بخلاف الثاني ثم حمل غير الثلاثي عليه في ضم الأول وكسر ما قبل الآخر قوله ويضم الثالث مع الهمزة والثاني مع التاء خوف اللبس يعني كلما فيه همزة وصل لو اقتصر فيه على ضمها وكسر ما قبل الآخر لالتبس الماضي المبني للمفعول بالأمر من ذلك الباب إذا وقفت عليه واتصل بما قبله نحو ألا أستخرج ولو لم يضم ما بعد التاء أيضا فيما أوله تاء زائدة وهو نحو تكلم وتجاهل وتدحرج لالتبس في حال الوقف بصيغة مضارع ما هو مطاوع له نحو تكلم وتجاهل وتجوهل وتدحرج قوله معتل العين يعني معتل عينه من الماضي الثلاثي نحو قال وباع فيما بني للمفعول منه ثلاث لغات قيل وبيع بإشباع كسرة الفاء وهي أفصحها وأصلها قول وبيع استثقلت الكسرة على حرف العلة فحذفت عند المصنف ولم تنقل إلى ما قبلها قال لأن النقل إنما يكون إلى الساكن دون المتحرك فبقي قول وبوع وبيع بياء ساكنة بعض ضمة فبعضهم يقلب الياء واوا بضمة ما قبلها فيقول قول وبوع وهي أقل اللغات والأولى قلب الضمة كسرة في الياء فيبقى بيع لأن تغيير الحركة أقل من تغيير الحرف وأيضا لأنه أخف من بوع ثم حمل قول عليه لأنه معتل العين مثله فكسرت فاؤه فانقلبت الواو الساكنة ياء وعند الجزولي استثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى ما قبلها لأن الكسرة أخف من حركة ما قبلهما وقصدهم التخفيف ما أمكن فيجوز على هذا نقل الحركة إلى متحرك بعد حذف حركته إذا كانت حركة المنقول منه أخف من حركة المنقول إليه فبقي قول وبيع فقلبت الواو الساكنة ياء كما في ميزان قال وبعضهم يسكن العين ولا ينقل إلى ما قبلها فتبقى الواو على حالها وتقلب الياء واوا لضمة ما قبلها وهذه أقلها لثقل الضمة والواو والأول أولى لخفة الكسرة ولياء وقول الجزولي أقرب لأن إعلال الكلمة بالنظر إلى نفسها أولى من حملها في العلة على غيرها والمصنف إنما اختار حذف الكسرة لاستبعاد نقل الحركة إلى متحرك ولا بعد فيه على ما بينا وأما الإشمام فهو فصيح وإن كان قليلا وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فائل فعل نحو الضمة فتميل ألياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها هذا هو مراد القراء والنحات بالإشمام في هذا الموضع وقال بعضهم الإشمام ها هناك الإشمام حالة الوقف أعني ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرا خالصا وهذا خلاف المشهور عند الفريقين وقال بعضهم هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة وهذا أيضا غير مشهور عندهم لأن الإشمام عندهم حركة بين حركتي الضم والكسر بعدها حرف بين الواو والياء قال المصنف والغرب من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف وإنما نبهوا على الضم الأصلي ها هنا بخلاف نحو بيض في جمع أبيض لأنهم انقصدوا بهذا الإشمام التنبيه على هذا الوزن المستبعد في الأسماء لتحصير الغرض المذكور قبله فإذا سقطت العين في المبني للمفعول باتصال الضمير المرفوع فإن قامت قرينة جاز لك إخلاص الضم في الواوي وإخلاص الكسر في الياء نحو عدت يا مريض وبعت يا عبد وإن لم تقم نحو بعت وعدت فالأولى أنه لابد لك في الواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام وفي الياء من إخلاص الضم أو الإشمام لأن لا يلتبس بالمبني للفاعل وظاهر كلام السرافي أنه لا يجب فيه الفرق بل يغتفر الانتباس لقلة وقوع مثله قوله ومثله باب اختير وانقيد يعني أن باب يفتعل وانفعل معتلي العين كباب الثلاثي المعتل العين في مجيء الوجوه الثلاثة فيهما لمشاركتهما له في علتهما وهي استثقال الكسرة على حرف العلة مع انضمام ما قبله إلا أن ما قبل حرف العلة فيفتعل تا وهذا الفرق لا يؤثر في العلة وأما في انفعل فما قبل حرف العلة فا كما كان في الثلاثي المجرد قوله دون استخير وأطيما يعني أن بابي استفعل وأفعل معتلي العين لا يجيء فيهما إلا إخلاص الكسر دون الضم والإشمام لأن سبابهما في الثلاثي المجرد والبابين المذكورين ضموا ما قبل حرف العلة كما ذكرنا وما قبله في بابي استفعل وأفعل ساكن فلابد من نقل حركة العين إليه كما في غير هذا الموضع نحو يقول ويبيع ويخاف على ما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى انتهى الشريط الثاني والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية برضي الدين الاستراباذي وله بطية على الشريط الثالث والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية برضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت باب المبني للمجهول واعلم أن شرط نقل حركة العين إلى ما قبلها أن لا يكون اللام حرف إله فلا تنقل في نحو طوية ولا أقوية ولا استقوية ولا انطوية على هذا ولا اجتوية وإننا لن يفعل ذلك إذ لو أعلت العين في الماضي من هذه الأبواب لوجب الإعلان بقلب العين ألفا في المبارع لأنه يتبع الماضي في الإعلان كما في قيل ويقال وقال ويقول فكنت تقول يطاي ويقاي ويستقاي ويمطاول ويجتاي ولا يحتمر في الفعل لثقله ياء مضمونة وإن كان قبلها سكون كما يحتمر في الاسم نحو رأي وزاي لخفته وكسر فائف فعل للإضغام نحو رد لغة والضم أكثر لأن نقل الكسرة في المعتب العين اليائي والواوي إنما كان لأنك إن حدثتهما اجتمع الثقيلان الضم والواو كبوع وطول وبنقلها يحصر الكسرة والياء وهما أخف ولا يجتمع من حذف الكسرة في ردة الثقيلان لكن مع ذلك جاز النقل على قلة لكون الكسرة أخف من الضمه وربنا أشن فائف نحو ردة ضمنه أيضا وربنا كسر فائف فعل المبني للمفعول في الصحيح للتخصيث تقول في عهد عهد كما تقول في المبني للفاعل شهد شهد وفي الاسم نحو فخذ فخذ وجميع ذلك في الحلقي العين لما يجيء في التصريف وقد حكى قطرب ضرب زيد في ضرب زيد على نقل كسرة الراء إلى الضاد وهو شاذ قوله وإن كان مبارعا ضمن أوله وفتح ما قبل آخره إنما ضمن المبارع حملا على أول الماضي وأن فتح ما قبل آخره دون الضم والكسر فلتعتبر الضمة بالفتحة في المبارع الذي هو أثقل من الماضي قوله معتل العين يقلب فيه ألفا أي عين مبارع في المعتل العين ينقلب في المبني للمفعول ألفا نحو يقال ويباع وذلك للحمل عن الماضي في إسكان العين كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى لأنه مال زيد عليه حرف المضارعة فهو يتبعه في مطلق الإعلال لا في الإعلال المعين ألا ترى أن قال أعل بقلب عينه ويقول بنقل حركة عينه وكذا أعل قيل بقلب عينه ياء ويقال بقلبها ألفا فهو يتبع الماضي في مجرد الإعلال ويعل في كل واحد منهما بما يذوق به فكل ما له أصم المعين إذا انفتح عينه وسكن ما قبله ينقل الفتح إلى الساكن ويقلب العين ألفا نحو يهاب وأقانا واستقاما ولو سنقل لأجل الثقل لأن الفتح لا يستثقل بل لأجل قصد قلب ذلك المسطوح ألفا للتخفيف لو لم تنقل الفتح إلى ما قبلها لالتقى ساكنان وقد يجيء الكلام عليه في التصريف وقد جاء في كلامهم بعض الأفعال على ما لم يسم فاعله ولم يستعمل منه المبني للفاعل والأغلب في ذلك الأدواء ولم يستعمل فاعلها لأنه من المعلوم في غالب العادة أنه هو الله تعالى فحلف للعلم به كما في قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر وتلك الأفعال نحو جنة وسلة وزكما وورد وحما وفئد ووعك قال سبويه لو أردت نسبتها إليه تعالى لكان على أفعل نحو أجنه الله وأسله وأزكنه وأورده ونعل ذلك لأنه لما لم يأتي من فعل المذكور كجنة وسل فعلته صار كألمة ووجعا وعنيا ونحو ذلك من الآلام التي بابها فعل المكسور العين فصار يعدى إلى المنصوب كما يعدى بابه فعل بالنقل إلى أفعل المتعدي عنوان المتعدي وغير المتعدي وألماع المتعدي قوله المتعدي وغير المتعدي فالمتعدي ما يتوقف فهمه على متعلق كدربة وغير المتعدي بخلافه كقعدة والمتعدي يكون إلى واحد كضربة وإلى ثنين كأعطى وعلمة وإلى ثلاثة كأعلمة وأرى وأخبر وخبر وأنبأ ويبأ وحدث فهذه مفعوله الأول كمفعول أعطيت والثاني والثالث كمفعولي أعلمت قوله متعلق بفتح اللام وقد ذكرنا شرح ذلك في المفعول به وعلى ما حده ينبغي أن يكون محو قرب وبعد وخرج ودخل متعديا إذ لا تفهم معانيها إلا بالمتعلق بل يقارب مثل هذه الأفعال إنه متعدية بالحرف الفلاني لكن لا يقع عليه اسم المتعدي إذا أطلق بل يقال هي لازمة وهذا كما ذكرنا في الأمر وأمر الغائر ولا خلاف عندهم أن باب فعل كله لازم مع أن قرب وبعد منه وهو يتعد إلى المفعول بحرف الجر ولا يبعد أن يرسم المتعد بأنه الذي يصح أن يشتق منه سمفعول غير مقيد على ما ذكرنا في حد المفعول به ويرسم اللازم بأنه الذي لا يصح أن يشتق منه ذلك وأعلم أنه قيل في بعض الأفعال إنه متعد بنفسه مرة ومرة فهو لازم متعد بحرف الجر وذلك إذا تساوى الاستعمالان وكان كل واحد من هنا والبا نحو نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك والذي أرى الحكم متعد مثل هذا الفعل مطلقا إذ معناه مع اللام هو معناه من دون اللام والتعدي للذين بحسب المعنى وهو بلا لام متعد إجماعا فكذا مع اللام فهي إذا زعيدة كما في ردف لكم إلا أنها مضطرة الزيادة في نحو نصحت وشكرت دون ردفة فإن كان تعديه بنفسه قليلا نحو أقسمت الله أو مختصا بنوع من المفاعيل كاختصاص دخلت بالتعدي إلى الأمكنة وأن إلى غيرها فبفي نحو دخلت في الأمر فهو لازم حدف منه حرف الجر وإن كان تعديه بحرف الجر قليلا فهو متعد والحرف زائد كمن فيه يقرأ بالسور وما تلقوا بأيديكم وردف لكم وإذا تعدى بحرف الجر فالجر هو المجرور في محل النسب على المفعول به ولهذا قد يوطف على الموضع بالنسب قال تعالى فانسحوا برئوسكم وأرجلكم بالنسبة وقال الأبيض فإن لم تجد من دون عدمين والد ودون معد فالتزعك العوادل والتحقيق أن المذور وحده من صوب المحل لا مع الجار لأن الجار هو الموصل بالفعل إليه كالهمزة والتضعيف في أذهبت زيدا وكرمت عمرا لكن لما كان الهمزة والتضعيف من تمام السيغة الفعل والجار منفصلا عنه وكالجزء من المفعول توسعوا في اللفظ وقالوا هما في محل النسب ولا يجوز حذف الجار في اختيار الكلام إلا مع أن وأن وذلك فيهما أيضا بشرط تعي من جار فيحكم على موضعهما بالنسب عند سيبويه وبالجر عند الخليل والكسائي والأول أولى لضعف حرف الجر عن أن يعمل مجمرا ولهذا شذ الله لا أفعلنا ونحو قول عقبة خير لمن قال له كيف أصبحت وقوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع وإنما جاز حذف الجار مع أن وأن كثيرا قياسا لاستطالتهما بصلتهما والأخفش الأصغر يجيز حذف الجار مع غيرهما أيضا قياسا إذا تعين الجار كما في خرجت الدارة ولم يفدت بلى قد جاء في غيرهما إن شذوذا كقوله تمرون الديارة ولم تعوجوا كلامكم علي إذ حرام وقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تازموا عقبة المكاح وأن تستربعوا أولادكم والأولى في مثله أن يقال بمن اللازم معنى المتعدين أي تجوزون الديار ولا ألزمن صراطك ولا تنموا عقبة المكاح وتربعوا أولادكم حتى لا يخنب على الشديد كما يضمن الفعل معنى غيره سيتعدى تعبية ما ضمن معناه قال تعالى يخالفون عن أمره أي يعدلون عن أمره ويتجاوزون عنه وإن لكثرة الاستعمال كما ذكرنا فيما بعد دخلت من الظريث المختصة وكقوله تعالى يبغينكم الفتنة أي يبغين لكم وكسبتك الخير أي كسبت لك ووزنتك المال أي وزنت لك وكلتك الطعام أي كنت لك ولا يألونكم خبالا أي لا يألون لكم وزدتك دينارة أي زدت لك ونقصتك درهم أي نقصت لك ويجب أن يضمن زدت معنى أعطيت ونقصت معنى حرمت وكذا يخدف من المفعول الثاني نخو أمرتك الخير واستغفرت الله ذنبا ومن من الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع كل ذلك مع تعين الجار ولا يغير شيء نحوث الجر معنى الفعل إلا الباء وذلك أيضا في مواضع نحو ذهبت بزير بخلاف نحو مررت به والذي تغير الباء نعناه يجب فيه عند المبرد مصاحبة الفائد المفعول به لأن الباء المعدية عنده بمعنى مع وقال سبويه الباء في مثله كالحمزة والتضعيف فمعنى ذهبت به أذهبته يجوز فيه المصاحبة وبدها فقوله تعالى لذهب بسمعهم الباء فيه عند المبرد للتأكيد كأن الله سبحانه ذهب معه وأن الهمزة والتضعيف المعديان فلا بد فيهنا من المعنى التغير وليس بمعروف حدث الباء المغيرة بمعنى الفعل إلا في قوله تعالى آتوني زبر الحديد أي بزبري على قراءة آتوني بهمزة الوصل وإذا دخل الهمزة أو التضعيف على الفعل فإن كان لازما صار متعديا إلى مفعول واحد وإن كان متعديا إلى واحد تعدى إلى ثنين نحو أحفرته المغراء ولا ينقلني الثلاثين المتعدي إلى ثنين إلى ثلاثة إلا علم وراء نحو أعلم وراء والمفعول الذي يزود لسواد الهمزة أو التضعيف هو الذي كان شاعرا للفعل قبل دخولهما وذلك لأن معناهما تصير الفاعل مباشرا بالفعل فلذا كان مرتبته ما زاد بهما من المفاعيل مقدما على ما كان لأصل الفعل فلذا تقول أحفرت نهره زيدا وتضعيف العين يعد إلى واحد كفرحته وإلى ثنين كأن لم تذهب نحوى ولا يعد إلى ثلاثة كالهمزة وقل تعديته للحلطي العين إلا في الهمزة نحو نأيته ويجب أن يجتمع راسع المواحد عدة من حريف الجر إذا كانت مختلفة نحو خرجت من الكوفة إلى البصرة لإكرامك وعما يتفقت فقد ذكرني حكمه في آخر أفعر التفضيل قوله وإلى ثنين كأعطى وعلم يعني أن المتعد إلى ثنين على ضربين إما أن لا يكون مفعوله في الأصل مبتدأا وخبرا كأعطيت زيدا ذرهما ولا حصر لهذا النوع من الأفعال وإما أن يكون في الأصل مبتدأا وخبرا كعلمت زيدا قائما وعند الكوفيين ثاني مفعول إباد علمت حال وكذا قالوا في خبر كان وليس بشيء إذ الحال يزوز حذفه وأيضا لا يكون الحال علما ولا دميرا ولا اسم إشارة ولا غير ذلك من سائر المهارف ويدون ذلك في هذين المنصوبين قوله وإلى ثلاثة كأعلم وأرى تدخل الهمزة على فعلين من جملة الأفعال المتعدية إلى اثنين فيزود بسيب الهمزة مفعول آخر موضغه الطبيعي قبل المفعولين لأن معنى هذي التعبير حمل الشيء على أصل الفعل فمعنى أعلمتك زيدا منطلقا حملتك على أن تعلم زيدا منطلقا فلابد أن تذكر أولا المحمول ثم تذكر متعلق أصل الفعل وهو المحمول عليه لأن المحمول عليه معنا قائما بذلك المحمول والعادة جارية بأن تذكر الذات أورا ثم اللفظ الدال على المعنى القائم بها كما في المبتداء والخبر والحال وذي الحال والموصوف والوصف وكذلك في نحو أحفرت زيدا النهر الحملته على حفل النهر ولم يتفق أن ينقل إلى ثلاث من المتعبية إلى ثنين بالتبعيف فلم يقل علمتك زيدا قائما بل لم يستعمل لثاني نفعول يعلمت إلا ما هو مضمين الأول والثاني أو مضمين الثالث لعلمت تقول فيه علمت زيدا منطلقا علمت عمرا انطلاق زيدا أو علمت عمرا الانطلاق قال تعالى وإذ علمتك الكتاب وعند الأخفش ينقل بالحمزة إلى ثلاثة باقي أفعال القلوب أيضا قياس لا سماعة فيقول أحسبتك زيدا قائما وكذا أظمنتك وأخلتك وأعلمتك وأوجدتك ولو جاز القياس في هذا لجاز أيضا في غير أفعال القلوب نحو أكسيتك زيدا زبة وأجعلتك زيدا قائما ولجاز بالتبعيف أيضا في أفعال القلوب وغيرها ولم يبز اتفاقا ولجاز نقل جميع الأفعال الثلاثية متعديها ولا زبها بالتبعيف والحمزة نحو أنصرت زيدا عمرا وذهبت خالدا فثبت أن هذا ملكور إلى السماء أعن المقل من الثلاثي إلى بعض أبواب المتشاعبة وأما أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث ولم يستعمل أحدث بمعناه فليست مما صار بالهمية أو التضعيث متعديا إلى ثلاثة بعد التعدي إلى ثنين بل لم يستعمل من ثلاثياتها فعل مناسب لهذا المعنى إلا خبر بكسر الباء أي علم وأما حدث وندأ ثلاثيين فلن يستعمل مشتقين من النبأ والحديث لكن هذه الأفعال الخمسة أرهقت في بعض استعمالاتها بأعلم المتعدي إلى ثلاثة لأن الإنباء والتنبئة والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعدام ولم يلحق سبويه من هذه الخمسة إلا نبأ وأنحق البواق وأنحق بعضهم أرى الحسية بأعلم سميع نحو أراني الله في النوم عمر سالم وتستعمل الخمسة متعدية إلى واحد بنفسها وإلى مجمون الثاني والثالث أو مجمون الثالث وحده للباء نحو حدثتك بخروج زيت وبالخروج وهذا كما ينسب أعلمت المفعولين وينسب مجمونهما الذي هو المفعول حقيقة أو مجمون الثاني نحو أعلمت زيت قائمة وعلمت قيام زيت وعلمت قياما لكن علمت يتعدى إلى المبنون المذكور بنفسه كما رأيت وأنبأت وحدثت لا يتعديان إليه إلا بحرف الجر سلا تقول أخبرتك خروج عمل بل بخروج عمل وأما أنبأته ندأا وخبرته خبرا وحدثته حديثا فهذه المنصوبات أسماء سريحة مقامة مقام المصدر أي أنباء وإخبار وتحديثا ولو كانت مفعولاتها لدى استعمار المفعول به مخصصا مقامها نحو حدثته خروج زيد وندأته لخور خالد ولا وجوز في الساعة اتفاقا فإذا تقرر هذا علمت أن قولك حدثتك أو أنبأتك أو أخبرتك زيدا قائما ليس لمعنى حدثتك التحديث المخصوص وأنبأتك هذه التنبيئة المعينة وخبرتك التخبير الخاص فانتصاب زيدا قائما لكيومه نتبه المنامي المفعول به كما ذكرنا لا لكيومه مصدرا مبينا نوعه كما في دربت درب الأمير لأن زيدا قائما بيان المخبر به وتأيينه وليس بيان كيفية نفس الإخبار الذي هو الحدث الواقع منك أي اللفظ والتكلم المخصوص وأنه كان سريعا أو بطيئا أو غير ذلك من سفات اللفظ فقولك أخبرتك ذير قائما أي أخبرتك بهذا المخبر به مفعول بلا شك واسم المفعول به لا يقع على المصدر فلا يقال في ضربة دربا إن الدرب مدريب كما نضى في ذلك المفعول به فظهر بهذا أن ما قال المصنف وهو أن زيد قائما في أخبرتك زيد قائما خبر خاص وأن خبرا في قولك أخبرتك خبرا خبر مطلق وكلاثنا من صوبان على أنه مفعول مطلق ليس بشيء بل الأول خبر خاص بلا ريب لكن رفض الخبر هذنى مفعول به أي مخبر به والثاني خبر مطلق ولفض الخبر هذنى بمعنى الإخبار للمخبر به فجعل أحدهما كالآخر وهو إما غلط أو مغلطة والدليل على كونه مفعولا به وكمفعول يعلمت أنك تقول أخبرتك أن زيدا قائما كما تقول علمت أو أعلمتك أن زيدا قائما فتصدر الجملة بأن وأيضا تقول أخبرتك أن زيدا قائما فأنا مخبر أن زيدا قائما فتبهث اسم الفاعل إلى ما كان في أخبرتك بعد الكاف واسم الفاعل لا يضاف إلى المسؤول المطلق فلا يقال أنت بارب ضرب الأمير وكذا وكذا ما ترد به المسنف على نفسه من قوله قلت زيد منطلق ليس بشيء إذ ليس زيد منطلق بمعنى المصدر الخاص كما ذكره بل هو بمعنى المفعول به أي المقول الخاص بخلاف قلت قولا سريعا على أنه مفعول مطلق وما شاء الغلط أن الخبر يستعمل بمعنين بمعنى الإخبار وبمعنى المخبر به كما أن القول يستعمل بمعنى المصدر وبمعنى المقول فعرفه قوله في هذه نفعوله الأول كنفعول أعطيت اعلم أن نفعولها الأول كأول نفعولي أعطيت والثاني والثالث نعن كثاني نفعولي أعطيت لأننا بينا في يوم نفعول به أن هذه الأفعال في الحقيقة متعدية إلى نفعولين أول بما غير الثاني فنفعوله الثاني في الحقيقة مبنون الثاني والثالث نعن فمعنى أعلمتك زيدا قائما أعلمتك قيام زيد فهو كأعطيت زيدا درهما سواء فيذوذ لك أن لا تذكر لها مسعورا أصلا كباب أعطيت وأن تذكر جميعها وأن تذكر الأول دون الثاني والثالث دون الأول وأن ذكر واحد من الثاني والثالث وترك الآخر فعلى ما يجيء في أسعار القلوب وظاهر نذهب سيبويه أنه لا يجوز ذكر أولها وترك الثاني والثالث لأنه قال لا يجوز أن يقتصر على واحد من الثلاثة فبعد المخاف أدرى كلامه على ظاهره ولم يجوز الاقتصار على الأول وأجازه بن السراج مطلقا وقال السرافين أراد سيبويه أنه لا يحسن الاقتصار على الأول إلا أنه لا يجوز مطلقا ونذهب بن السراج ونذهب بن السراج أولى إذ لا نانع وتبعه المتأخرون فإذا قطعت النظر عن الأول فحال المفعول الثاني مع الثالث كالحال أول مفعول أعلمت مع الثاني لأنه ما هنا والأول هو الذي زاد بسبب الهمزة كما مضى عنوان أفعال القلوب وبيان عملها قوله أفعال القلوب ضمنت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وجدت تدخر على الجنة الاسمية لبيان ما هي عنه فتنسب الجزئين اعلم أن الجنة التي تدخل عليها الأفعال لا يخل من أن يكون المقصود منها حكاية لفظها أو لا فالأولى هي الواقعة بعد القول نحو قلت ضرب زيت أو زيد ضارب ولا يعمل فيها القول إذ القصد حكاية اللفظ فيجب مراعاة المحكي والثاني أي التي المقصود منها معناها دون لفظها فلابد أن يعمل الفعل الداخل عليها في جزئيها لتعلق معناه بمضمئيها فلا يدخل إذن إلا على بسمية لأن ذلك الفعل إن خلا من المسند إليه تعذر عمله في الفعلية لأن الدورية من عمل الفعل رفع المسند إليه فلا يرتفع به الفعل الذي في الجنة الفعلية ولا يرتفع به ما أسند إليه ذلك الفعل أيضا إذ لا يرتفع اسم بفعلين إذ لا أثر واحد عن مؤثرين المستقلين وإن كان مع المسند إليه لم يعمل إلا النصب فيجب أن ينصب كلا جزء الفعلية لتعلق معناه بنبنونه نا ولا ينتصب الفعل إلا بالحرف والمسند إليه يستحيل انتصابه فلا يتبين فيهما أثر الفعل الداخل بلى إذا كان فعل معلق عن النصب جاذب خوله على الفعلية لأنه لا يعمل إذن في الظاهر كقولك علمت بمن تمر وعلمت أي يوم سرت وأيهم رأيت بنصب أي على أنه معمير الفعل المؤخر ثم نقول الذي يطلبه الفعل من الإسمية أن ندخول عليها إما فاعل أو مفعول فإن اقتبع فاعلا وذلك في باب كان رفعنا المرتبع تشويه له بالفاعل ونصب الخبر تشبيه له بالمفؤول ولم يجز رفعهما لأن الفعل لا يرفع فاعلين فلا يرفع شبيهين بالفاعل ولا نصبهما إذ يبقى الفعل بلا مرفوع ولا يجوز ولا نصب الأول ورفع الثاني لأن طلب الفعل للمرفوع قبل طلبه للمنصوب والفاعل في الحقيقة في مثل هذا مصدر الخبر مضاف إلى المنتدأ ففي كان زيد قائمة فاعل كان قيام زيد لأنه هو الحادث الكائن في الحقيقة وكذا في صار زيد قائمة الصائر هو قيام زيد وكذا في جميع أخوات كان لأن كلها بمعنى كان مع قيد آخر فمعنى صار كان بعد أن لم يكن ومعنى ما زال وأخواتها كان دائما ومعنى أصبح وأخواتها كان في السبح والمساء والضحى ونحو ذلك ومعنى ليس ما كان وأن أفعال المقاربة فليست من هذه أي من الأفعال الداخلة في الأصل على الدولة بل المرفوع بها فاعلها في الحقيقة وأخبارها مفعولة كما يجيء في بابها وإن طبع مفعولا نصبنا جزئي الجملة لأن ثانيهما متضمنا المفعول الحقيقي وأولهما ما يضاف إليه ذلك المفعول الحقيقي إذ معنى علمت زيدا قائما علمت قيام زيد فإعراض الجزئين إعراض باسم الواحد أو ذلك المفعول الحقيقي فلذلك يدخل على هذين الجزئين أن الجاعلة الجزئين في تقدير جزء واحد ولم يدخل على الجزئين اللذين بعد كان وأخواتها وإن كان أيضا بتقدير المفعض كهذين الجزئين المنصوبين ثم هذا المقتبع المفعول إما أفعال القلوب أو غيرها فأفعال القلوب على أضرب إما بالذن فقط وهي حجة يحجو بمعنى ظنة وخال يخال وحسب يحسب وكذا هب غير متصرف بل هب غير متصرف فإذا كانت الأفعال بالمعنى المذكور ووليه الإسمية مجرية من أما نصبت جزئيها فإن كان حجة بمعنى غلب أو قصد أو غير ذلك وخال بمعنى اختال وهب أمرا من الهبه أو كانت الإسمية مصدرة بأما لم تنسل المفعولين وكذا جميع أفعال القليل المذكورة في المتن تنسل المفعولين إذا وليها الإسمية غير مصدرة بأمنا ويستعمل أرى الذي هو ما لم يسم فاعله من أرى عاملا عمل ظنة الذي هو بمعنى ولم يستعمل بمعنى علم وإن كانت أريت بمعنى أعلمت وإن لليقين فقط وهو علم بمعنى عرفة ولا يتوحن أن بين أعلمت وعرفت فرقا معنويا كما قال بعضهم فإن معنى علمت أن زيدا قائما وعرفت أن زيدا قائما واحد إلا أن عرفة لا ينسب جزء الجنة الاسمية كما ينسبها علما لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكور إلى اختيار العرب فإنهم قد يخصون أحد المتساوين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر الوجه الثاني يدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان أفعال القلوب وأجاز هشام إلحاق عرفة وأبصر بعلماء في نصب المفعولين ويستعمل درى بمعنى علماء وتعلم أمرا بمعنى علم لكن لا ينصبان المفعولين بل ترد الإسمية بعدهما مصدرة بأن نحو دريت أنك قائم وتعلم أن بعد الغي رشدا وأن لتالك الغير انتشاعا ولا يتصره في تعلم بمعنى علم فإذا قيل لك تعلم أن الأمر كذا فلا تقول تعلمت بل علمت فإن كان درى بمعنى ختل وتعلم من تعلمت الشيء أي تكلفت علمه فليس من هذا الباب فعلم ينصب الجزئين إذا لن يصدر بأن وإما للظن في الظاهر مع احتماله في بعض المواضع لليقين وهو ظن لا بمعنى اتهمة قال تعالى في الظن بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية وقد يجيء ظن بمعنى اتهمة فينصب مفعولا واحدا ومعنى الاتهام أن تجعل شخصا موضع الظن السيء تقول ظننت زيدا أي ظننت به أنه فعل سيئا وكذا اتهمته وإما للاعتقاد الجازم في شيء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا أو لا وهو رأى فإذا كان بالمعنى المذكور ووليته الإثمية المجردة عن أن نصب جزئيها نحو رأيت زيدا غنيا سواء كان في نفس الأمر غنيا أو لا قال تعالى إنهم يرونه بعيدا وهو غير مطابق وانراه قريبا وهو مطابق وقوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا متضمن المعنى الانتهاء أي ألم ينتهي إلى علمك حالهم وقد تلحق رأى الحلمية برأى العلمية في نصب المفعولين قال تعالى رأيتهم لي ساجدين وإما لاعتقاد كون الشيء على صفة اعتقادا غير مطابق نحو عدى وجعل فإذا كان بالمعنى المذكور ووليتهم بإسمية المجردة نسب جزائيها نحو كنت أعده فقيرا فبان غنيا وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا فيهم الأنوثة وإما للقول بأن الشيء على صفة قولا غير مستمد إلى وثوق نحو زعمتك كريما وقد استعمل زعمة في التحقيق قال أميه نيو بيقم واركب يهلك إن الله موف للناس ما زعموا وإما لإصابة الشيء على صفة وهو وجد وألف وعد من أفعال القلوب لأنك إذا وجدت الشيء على صفة لازم أن تعلمه عليها بعد أن لم يكن معلوما وقوله تعالى ووجدك عائلا لا يخرج عن هذا لأنه تعالى قد يستعمل من الأفعال ما يستحيل مضمونه بالنسبة إليه على سبيل التشبيه كقوله نبتليه ويدل ونحو ذلك وكأنه تعالى قد صادثه عائلا وعلمه بعد أن يعلم فأصلح حاله ولا يستعمل أصابة وصادثة استعمال ويذاء في نصب المفعولين خلافا لبن درستويه فهذه هي الأفعال على الإسمية التي مفعولها الحقيقي مصدر الثاني مضافا إلى الأول وكذا إذا كان الثاني جاملا تحصل منه معنى علمت أخاك زيدا علمت زيدية أخيك وإن وقعت بعدها الفعلية في الندرة فضمير الشأن مقدر قبل الفعلية لتصور به إسمية نحو حسبت يقول زيد أي حسبته يقول زيد وبعض هذه الأفعال يكثر نصبه لنفعول واحد مع كونه بالمعنى المذكور نحو علمت زيدا وعلمت خروج زيد أي عرفته وبعضها يقل فيه ذلك نحو ظننت وحسبته قال ولقد نزلت فلا تذني غيره مني لمنزلة المحب المكرمي أي لا تظني شيئا غير نزولك كذا قال الفراء وقد يقوم الدمير وصم لإشارة مقام مسعوليهما تقول بمن قال أظن زيدا قائما أنا أيضا أظنه أو أظن هذا وكذا باقي أفعال القلوب قال الأندلسي لو جاز قيام لفظ ذاك أو هذا مقام الجملة لجاز يقوعه سلة وليس ما قاله بشيء لأن مفعول الباب أعلمت بتقدير المفرد على ما قدمناه والصلة لا تقدر بالمفرد على حال قال الأندلسي وغيره إن الضمير والإشارة بمعنى المصدر أي ظننت الظن قلت لا منع مما قاله الفراء على ما ذكرنا وتقول ظننت به إذا جعلته موضع ظنك قال تعالى يظنون بالله غير الحق أي ظنا غير الحق فهو مفعول مطلق فلا منع من كونه مفعولا به أي شيئا غير الحق كما في قوله فلا تظني غيره قوله تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه أي لتعييه الاعتقاد الذي هي عنه أي تلك الجملة صادرة عن ذلك الاعتقاد وقوله هي عنه على حذف المضاف أي حكمها عنه أي حكم متكلم على المبتدأ بمضمون الخبر صادر عنه ففي قولك أعلمت زيدا قائما حكمك بالقيام الذي هو مضمون الخبر على المبتدأ الذي هو زيد صادر عن علم وفي ظننت زيدا قائما عن ظن عنوان خصائص أفعال القلوب حكم حذف المفاعل التعليق الإلغاء جواز اتحاد الفاعل والمفعول قوله ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت ومنها أنه يجوز فيها الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال الجزئين كلاما بخلاف باب أعطيت مثل زيد علمت قائم ومنها أنها تعلق بحرف الاستفهام والنفي واللام مثل علمت أزيد عندك أم عمر ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد مثل علمتني منطلقا ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد فظلمت بمعنى اتهمت وعلمت بمعنى عرفت ورأيت بمعنى أبصرت ووجدت بمعنى أصبت قوله إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت اعلم أن حذف المفعولين معا في باب أعطيت يجوز بلا قرينة دالة على تعيينهما فتحذف بما نسيا منسيا تقول فلان يعطي ويكسو إذ استفاد من مثله فائدة من دون ذكر المفعولين بخلاف مفعولي باب أعلمت وظننت فإنك لا تحذفها معا نسيا منسيا فلا تقول أعلمت ولا ظننت لعدم الفائدة لأنه من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن فلا فائدة من ذكرهما من دون المفعولين وأما مع القرينة فلا بأس بحذفهما نحو من يسمع يخل أي يخل مسموعه صادقا وقال بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا وهذا أيضا من خواص هذه الأفعال وأما حذف أحدهما دون الآخر فلا شك في قلته مع كونهما في الأصب مبتدأ وخبرا وحذف المبتدأ والخبر مع القرينة غير قليل وسيب القلتها هنا أن المفعولين معا كاسم واحد إذ مذنونهما معا هو المفعول به في الحقيقة كما تكرى ذكره فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة ومع هذا كله فقد ورد ذلك مع القرينة أما حذف المفعول الأول فكما في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا بالياء إلى قوله هو خيرا لهم أي بخلهم هو خيرا لهم وأما حذف المفعول الثاني فكما في قوله لا تخلنا على غرائك إنا طالما قد وشى بنا الأعداء أي لا تخلنا أذلة على إغرائك الملك بنا قوله ومنها أنه يجوز الإلغاء الفرق بين التعديث والإلغاء مع أنهما لمعنى إبطار العمل أن التعديث إبطار العمل لفظا لا معنى والإلغاء إبطار العمل لفظا ومعنى فالجملة مع التعليق في تأويل المصدر مفعولا به للفعل المعلق كما كان كذلك قبل التعليق فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزئين على الجملة المعلق عنها الفعل نحو علمت لزيد قائم وبكرا فاضلا على ما قال ابن الخشاب وأن الإلغاء فالجملة معه ليست بتأويل المفرد فمعنى زيد علمت قائم زيد في ظني قائم فالجملة الملغى عنها لا محل لها لأنه لا يقع المفرد موقعها والجملة المعلق عنها منصوبة المحل والفرق الآخر أن الإلغاء أمر اختياري لا ضروري والتعليق ضروري وقيل الجملة الملغى عنها في نحو زيد قائم ظننت مبنية على اليقين والشك عارض بخلاف المعلق عنها وليس بشيء لأن الفعل الملغى لبيان ما صدر عنه مضمون الجملة من الشك أو اليقين ولا شك أن معنى الفعل الملغى معنى الظرف فنحو زيد قائم ظننت بمعنى زيد قائم في ظني ويمنع الظرف كون الكلام الأول مبنيا على اليقين ويطبح الإلغاء مع تأخر الجملة عن فعل القلب لأن عامل الرفع معنوي عند النحار وعامل النصب لفظي فمع تقدمهما يغلب اللفظي المعنوي وعلى ما اخترنا في عامل المبتدأ والخبر كما شرحنا في حد الإعراب ترى فوهما ضعيف فمع تقدم عامل غيرهما يغلبهما ومع ذلك قد جاء قوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أن وجدت ملاك الشيمة الأدب وقوله أرجو وآمل أن تبني مودتها وما إخار لدينا منك تنويل وإنما جاء ذلك مع ضعفه لأن أفعال القلوب ضعيفة إذ ليس تأثيرها بظاهر كالعلاج وأيضا معمولها في الحقيقة مضمين الجملة للجملة وفي بوجه لا يحمل ذلك على الإلغاء بل على التعليق ويقول أن لا مقدرة حجفت للضرورة وقال بعضهم دمير الشأن مقدرا بعد الفعل وهذا أقرب لثبوت ذلك ضرورة في غير ذلك الموضع من نواسخ الابتداء نحو قوله إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباءا فعلى هذا الفعل عامل لا ملغا ولا معلق ويطل القبش في نحو متى تظن زود ذاهب أعني إذا تقدم معمول الخبر إذ هو كتقديم الخبر وتوسط فعل القلب بين المبتدأ والخبر وهو مع ذلك ضعيف وإذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر جاز الإلغاء بلا قبح ولا ضعف وكذا جاز الإعمال وهما متساويان وذلك لأن الرافع القوي أي فعل القلب تقدم على أحدهما وتأخر عن الآخر وقد يقع النغى بين الفعل ومرفوعه نحو ضرب أحسب زيد وبين اسم الفاعل ومعموله قال ورست فاعلين إخال حتى ينال أقاصي الحطب الوقود وبين معمولي إن نحو إن زيدا أحسب قائم وبين سوف ومسفوبها كسوف أحسب يقوم زيد وبين المعطوف والمعطوف عليه كجاءني زيد وأحسب عمر وتوكيد الملغى بمصدر قبيح إذ التوكيد دلول الاعتناء بحال ذلك العامل والإلغاء ظاهر في ترك الاعتناء به فبينهما شبه التنافي وأما توكيده بالضمير واسم الإشارة المراد بهم المصدر فأسحل إذ ليس بصريحين في المصدرية نحو زيد أحسبه أو أحسب ذاك قائم ومصدر فعل القلب إذا لم يكن مفعولا مطلقا يقوم مقام فعله في الإعمال والتعليق نحو أعجبني ظنك زيدا قائما وعلمك لزيد قائما وأن الإلغاء فواجب مع التوسط أو التأخر نحو زيد قائما ظني غالب أي ظني زيدا قائما غالب إذ المصدر لا ينسب ما قبله كما قيل وقد تقدم ذلك في دول المصدر وإن كان مفعولا مطلقا فإن كان الفعل مذكورا معه فالعمل للفعل كما مر في دول المصدر وكذا إن حدث الفعل جوازا نحو ظنا زيدا قائما ففي الصورتين يجوز إلغاء الفعل وإعماله متوسطا ومتأخرا لكن الإلغاء قبيح لما مر من قبح تأكيد الفعل الملغى وأن إن حدث الفعل وجوبا كما إذا أضيف إلى الفاعل نحو ظنك زيدا قائما أي ظن ظنا فعندما قال العامل الفعل دون المصدر كما تقدم في دول المصدر هو كما لو حدث جوازا يجوز الإلغاء متوسطا ومتأخرا نحو متى زيد ظنك قائما ومتى زيد قائما ظنك ويجوز الإعمال أيضا لأنك تعمل الفعل للمصدر وكذا عندما قال العامل هو المصدر لقيامه مقام الفعل لا لكونه مقدرا بأن والفعل يجوز الإلغاء والإعمال توسط أو تأخر لأن العامل فيما تقدم عليه هو الفعل في الحقيقة للمصدر ولا يجوز أن يكون ظنك منصوبا لكونه مصدرا مؤكدا لغيره كزيد قائما حقا على ما قول لما ذكرنا في المفعول المطلق قوله ومنها أنها تعلق بحرف الاستفهام والنفي التعليق نأخور من قولهم امرأة معلقة أي مفقوة الزوج تكون كالشيء المعلق لا مع الزوج لفقدانه ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فلا تقدر على التزوج فالعامل المعلق المعلق نمنوع من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا لأن معنى علمت لزيد قائما علمت قيام زيد كما كان كذا عند انتصاب الجزئين فمن ثم جاز عطف الجزئين المنصوبين على الجملة المعلق عنها نحو علمت لزيد قائما وذكرا قاعدا قوله بحرف الاستفهام المعلق قد يكون حرف الاستفهام وهو الهمزة اتفاقا وكذا هل على خلاف فيها كما يأتي وقد يكون اسما متضميا لمعنى الاستفهام كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين وعلمت أين جلست ومتى تخرج وفي معناه الاسم المضاف إلى كلمة الاستفهام نحو علمت غلام من عندك وقد يكون لام الابتداء نحو علمت لزيد عندك وقد يكون حرفا نفي وهو ما وإن ولا نحو علمت ما زيد قائما وإن زيد قائما ولا زيد في الدار ولا عمر ولا رجل في الدار أما الاستفهام ولام الابتداء وما وإن النافيتان فبزون وقوعها في صدر الجمل وضعا فأبطوة الجمل التي دخلتها على الصورة الجملية رعاية لأصل هذه الحروف وإن كانت في تقدير المفرد وأن دخول لام الابتداء في المفرد نحو إن زيدا لقائما فلضرورة موجئة إليه وهي اجتماع إن واللام كما يجي وأما لا الداخلية على الجمل في بسمية فإنما كانت معلقة لأنها لا التبرئة المشابهة لإن المكسورة اللازمة دخولها على الجمل ومن المعلقات إن المكسورة إذا لم يمكن فتحها وذلك إذا جاء في حيزها لام الابتداء نحو علمت إن زيدا لقائما فإن اللام لا تدخل إلا مع المكسورة كما يجي وأما إذا جردت إما عن اللام فإنها لا تعلق لإمكان فتحها وجعلها معمورة لفعل القلب وذلك لأن المنصوبين بعد فعل القلب في تأويل المصدر فإذا أمكنك جعل أن حرفا مصدريا معمورا لفعل القلب بأن تفتح همزتها فهو أولى من عزل العامل بكسر إن عن عمله وأما قوله ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها فإنما أجرى لقد علمت نجرى القسم لتأكيده للكلام لأن فيه اللام المفيدة للتأكيد معقد المؤكدة وفي علمت معنى التحقوق فصارت قوله إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأم يلو وقد يجري نحو أعلم الله نجرى القسم فيجاوب جوابه فتجيء بعده إن المكسورة نحو أعلم الله إنك قائم أي والله والفعل المعلق قد يدخل على الجملة الفعلية نحو أعلمت بمن تمر وعلمت أيهم ضربت بنصب أيهم على أنه مفعول ضربت وعلمت أي يوم سرت وعلمت أقمت أم قعت وإعراب الجملة المعلق عنه إذا لم يتقدم عليها فعل القلب فيجوذ في علمت أي يوم الجمعة رفع أي على أنه خبر مقدم على الممتدأ أي أي يوم يوم جمعة ونصبه على أن الجمعة بنعم الاجتماع فيكون كعلمت أي يوم الخروج قال لقد علمت أي يوم عقبتي والمنصوب أيضا خبر لكنه ظرف وإذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا يتعلق فعل القلب عن المفعول الأول نحو علمت زيدا من هو وعلمت بكرا أبو من هو وذوز بعضهم تعليقه عن المفعولين لأن معنى الاستفهام يعوم الجملة التي بعد علمت كأنه قيل علمت أبو من زيد وليس بطوي لاتفاقهم على النصب في نحو علمت زيدا ما هو قائما مع أن المعنى علمت ما زيد قائما وأما قولهم أرأيت زيدا ما صنع بمعنى أخبرني فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد بل النصب فيه واجب ومعنى أرأيت أخبر وهو مرقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت كأنه قيل أبصرته وشاهدت حاله العجيبة أو أعرفتها أخبرني عنها فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولا به لرأيت نحو أرأيت زيدا ما صنع وقد يحدث نحو أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية وكن ليس بمفعول كما يجيء بل هو حرف خطاب ولا بد سواء أتيت بذلك المنصوب أو لم تأتي به من استفهام ظاهر أو مقدر يبين الحال المستخبر عنها فالظاهر نحو أرأيت زيدا ما صنع وأرأيتكم إن أتاكم عذاب الله باتة أو جهرة هل يهلكوا وأرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا والمقدر نحو قوله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني أي أرأيتك هذا المكرم لما كرمته وقوله تعالى لإن أخرتني كلام مستأنف وقد تكون الذنة المتضمية للاستفهام جوابا للشرط كقوله تعالى أرأيتكم إن أتاكم الآية وقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله ألم يعلم قوله أرأيت إن كان كر أرأيت التوكيد ولا محلل الجنة المتضمنة لمعنى الاستفهام لأنها مستأنفة لبيان الحال المستخبر عنها كأنه قال المخاطب لما قلت أرأيت زورا عن أي شيء من حاله تسأل فقلت ما صنع فهو لمنزلة قولك أخبرني عنه ما صنع وليست الجنة المذكورة مفعولا ثاني لرأيت كما ظن بعضهم وتلحق الكاف الحرفية بأرأيت الذي بمعنى أخبر لأنه لما صار بمعنى أخبر كان كسم الفعل المنقور إلى الفعلية عن شيء آخر نحو أن جاءك فاستغنى بتصريف الكاف تثنية وجمع وتأنيث عن تصريف تاء الخطاب فبطيت التاء في الأحوال مفردة مفتوحة سواء كان المخاطب مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنا أو مجموعة وفاعل أرأيتك التاء لا أنت المقدر في نحو رويبك لأن مفعوله بطي منصوبا على حاله مع صيرورته بمعنى أخبرني نحو أرأيتك زيدا ما صنع فلا نمع من بطاء فاعله أيضا وقال الفراء بل أزيل الإسناد عن التاء إلى الكاف وهو مثل رويبك والنجاءك كما مضى في أسماء الأفعال أعني أن الكاف مرفوع المحل فإذا أردت برأيت فعل القلب فالكاف الملحق به اسم يتصرف بتصرف المفعول الثاني وكذا التاء يتصرف بتصرفهنا نحو أرأيتك زيدا وأرأيتما الزيدين وأرأيتموكم الزيدين وأرأيتك هندا وأرأيتما كما الهندين وأرأيتما كما الهندات وأعلم أنك إذا قلت قد علمت من قام وجعلت من إما موصورة أو موصوفة فالمعنى عرفت ذات القائم بمعنى أن لم أعرفها وإن جعلته استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى بل المعنى علمت أي شخص حصل منه القيام وربما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وأنه زيد مثلا وذلك لأن كلمة الاستفهام يستحيل كونها مفعولا لما تقدم لفظه عليها لاقتضائها صدر الكلام فيكون مفعول علمت إذن مضمون الجملة وهو قيام الشخص المستفحم عنه أعني زيدا وأما إن كانت موصورة أو موصوفة فالعلم واقع عليها فكأنك قلت علمت زيدا الذي قام ويتبين الاستفهام من غيره في أي لكونه معربا تقول في الاستفهام علمت أيهم قام برفع أي وإذا كان موصورا قوتا علمت أيهم قام بنصده وليست أداة الاستفهام التي تأتلي باب علم في نحو علم زيد أيهم قام مفيدة لاستفهام المتكلم بها لزوم التناقض في نحو علمت أيهم قام وذلك لأن علمت المقدم على أيهم مفيد أن قائل هذا الكلام عارف بنسبة القيام إلى هذا القائم المعين لما ذكرنا أن العلم واطرا على مضمون الجملة فلو كان أي الاستفهام المتكلم لكان دالا على أنه لا يعرف انتساب القيام إليه لأن أيهم قام استفهام عن مشكوك فيه هو انتساب القيام إلى معين ربما يعرفه الشاك بأنه زيد أو غيره فيكون المشكوك فيه إذن النسبة وقد كان المعلوم هو تلك النسبة وهو تناقض فنقول أداة الاستفهام إذن لمجرد الاستفهام لا الاستفهام المتكلم والمعنى أعرفت المشكوك فيه الذي يستفهم عنه وهو أن نسبة القيام إلى أي شخص هي وذلك الشخص في فرضنا زيد فالمعنى أعرفت قيام زيد وإنما لم يصرح باسم القائم ولم يقل علمت زيدا قائما أو علمت قيام زيد لأن المتكلم قد يكون له داع إلى إبهام الشيء على المخاطب مع معرفته بذلك المبهم كما يكون له داع إلى التصريح به كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ومثله كثير فعلى هذا يجوز يقوع الاستفهام الذي جوابه لا أو نعم بعد فعل القلب نحو علمت أزيد قائم أو هل زيد قائم والمشكوك فيه الذي يستفهم عنه فهنا انتساب القيام إلى زيد أو عدم انتسابه كما كان المشكوك فيه مع الهمزة وأن ومع أسماء الاستفهام أن انتساب الفعل إلى هذا المعين أو إلى ذلك من الأشخاص الواقعة عليها كلمة الاستفهام وكذا يجوز علمت أزيد قائم أو عمر وعلمت هل زيد قام أو عمر وجوابها لا أو نعم والمشكوك فيه المستفهم عنه هما هنا نسبة القيام إلى واحد من المذكورين أو عدم النسبة إليه فالمعنى في جميع ذلك علمت هذا الذي يشك فيه فيستفهم عنه انتهي الشريط الثالث والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابالي هو له بطيه على الشريط الرابع والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابالي من وصل التراءة تحت عنوان أفعال القلوب ومنع قلما من وقوع استفهام جوابه لا أو نعم بعد فعل القلب استدلال بأن مبنون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقا للعلم إلا بتأويل وهو أن يقال متعلقه ما يقال في جواب هذا الاستفهام والذي يقال في جواب الاستفهام وبأسماء الاستفهام شيء معين منسوب إليه الحكم المذكور في الاستفهام فمعما علمت أزيد قائم أم عمر علمت أحدهما بعينه على صفة القيام لأنه هو الذي يقال في جوابه إنا زيد أي زيد قائم وإنا عمر وأما إذا قلت أعلمت هل زيد قائم فليس جوابه نسبة القيام إلى زيد أو نفيها حتى يقال إن العلم يتعلق بتلك النسبة أو نفيها وإنما جوابه نعم أو لا وليس فيه النسبة والعلم لا يتعلق إلا بالنسبة والجواب عما قالوا أن لا نسلم أولا أن مبنون الجملة الاستفهامية لا يكون متعلقا للعلم بلى مضمون استفهام المتكلم لا يصح أن يكون متعلقا للعلم للتناقض المذكور في نحو علمت أيهم قائم ولو سلمنا ذلك قلنا إن نعم أو لا في الجواب متضمن أيضا لمعنى النسبة ونفيها لأن المعنى بلى زيد قائم وما زيد بقائم فحصر المقصود أي المحكوم عليه والمحكم به في الجواب وهو المصحح لتعلق العلم ثم علم أن جميع أدوات الاستفهام تبدو على الوجه المذكور أي لمذرد الاستفهام لا الاستفهام المتكلم بعد كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر لتبيين المشكوك فيه نحو شككت أزود في الدار أم عمر ونسيت أو تربدت أقوم أن يقعد كما ترج بعد كل فعل يفيد معنى العلم كعلمت وتبينت ودريت وبعد كل فعل يطلب به العلم كفكرت وامتحنت وبلوت وسألت واستفحمت وجميع أفعال الحواس الخمس كلمست وأبصرت ونظرت واستمعت وشنمت وذقت تقول فكرت أزود يأتيني أم عمر وقد يمر الدال على التفكر كقوله تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب أو متفكرا أيمسكه أن يدسه وفي نهج البلاغة يتخالسين أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون أي متفكرين أيهما يسقي ولم يسمع مثل ذلك في الذن الذي هو لترجيه أحد المجوزين على الآخر وجوز يونس تعليق جميع الأفعال نحو ضربت أيهم في الدار وقتلت أيهم في البيت وقد مضى ذلك في داب الموصولات ويجوز في نحو سألتك هل زيد قائم واستفحمت أقام زيد أيهم بعده القول والجملة مفعور لذلك المنوي على ما هو مذهب البصريين أو يضمن السؤال من القول فيرحق به في الحكاية بعده على ما هو مذهب الكوفيين كما يجيء بعد من مذهب الفريقين فنقول الجملة بعد الفعل المعلق في موضع النصب وهي إن في موضع مفعول ينصب بنزع الخافض وذلك بعد كل فعل يفيد معنى الشك نحو شككت أزيد في الدار أم عمر أي شككت في هذا الأمر أو في موضع مفعول تعدى إليه الفعل بنفسه إما لكتباء الفعل إياه وضعا وإما بذبن الفعل ما يقضيه والأول صريح العلم والمعرفة وهذا الفعل إما أن يطلب مفعولا واحدا نحو أعرفت هل زيد في الدار فالجملة المعلق عنه في موضع مفعوله أي عرفت هذا الأمر وإما أن يطلب أكثر فتكون تلك الجملة إما في مقام المفعول الأول والثاني نحو أعلمت هل زيد في الدار أو في مقام الثاني والثالث نحو أعلمتك هل زيد في الدار أو في مقام الثاني وحده نحو أعلمت زيدا أبو من هو وكذا قوله تعالى وَنَا أَدْرَى كَمَا يَوْمُ الْدِينَ لَأَنَّ أَدْرَى يَتَعْدَّى إِلَى مِفْعُولَيْنَ كَأَدْرَيْتُكَ الْحَقِّ وإن كان بمعنى أعلم أو في مقام الثالث وحده نحو أعلمتك زيدا أبو من هو وأن الثاني أي المتضمن لنعنى العلم فهو كل فعل ذكرنا أنه مما يطلب به العلم نحو فكرتهم زيدا في الدار فإن فكر لازم وضعا لكن يتعدى إلى مفعول إسلمانه معنى تعرفا أي تعرفت هذا الأمر بالتفكير فيه وكذا قولك انظر إليه أقائم أم قاعد لتعرف هذا الحكم من نظر إليه ورفق زيدا في مثل انظر وسل وزيد أبو من هو بكلمه من معنى انظر وسل أبو من زيد أهونا من رفعه في نحو اعلم زيد أبو من هو لأن منظر الذي بمعنى تفكر وسل الذي بمعنى سل الناس لا ينصدان زيدا لو سلتهم عليه كما ينصده أعلم إذا سلته عليه وكذا الحكم إن كان الفعل المطلوب به العلم متعديا بالوضع تعطيه من المفاعيل مقتباه وضعه ثم تجيء بالجملة المعلّة عنه في موضع المفعول الزائد له بسيب ترمينه معنى التعرف نحو امتحنت زيدا هل هو كريم أي تعرفت كرمه بامتحانه وأبصرت زيدا هل هو في الدار أي تعرفت كذنه في الدار وكذا قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيام مرساها أن يترقبون وقت إرسائها بسؤالك عنها وهذا كما قلنا في المفعول المطلق في عمرك الله أن الكافة مفعول أصل الفعل والله مفعول الفعل المضمن وقد تكون الجملة المعلّق عنها بدلا مما قبلها نحو شككت في زيد هل هو قائم أو لا أي شككت في قيامه فهي في محل الجر وتقول أعرفتك الحال أزيد في الدار أم عمر فهي في محل النصب بدل من الحال وكذا عرفت زيدا أبو من هو الجملة فيه بدل من زيدا هذا وقد أوجد الأخفش إن زيدا لذننت أخوه قائما قال وإننا لم يجز لذننت أخاه قائما لأن اللامة ليبتداء فلا تدخلوا على الماضي كما يجيء في باب إنا فهي في التقدير داخرة على أخوه كأني فقلت ظننت لأخوه قائما وأما الإلغاء والتعليق في أعلم وأرى عن المفعولين الأخيرين فالظاهر كما ذهب إليه ابن مالك أنه يجوز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما كما جاء ذلك في علم وراء تقول أعلمتك لزيد منطلق وأزيد قائما أم عمر وما زيد قائما وزيد أعلمتك قائما وزيد قائما أعلمتك وكان الحكم إذا بنيت باب أعلم لما لم يسن فاعله نخو أعلمت ما زيد قائما وزيد أعلمت قائما وقال الأندلسي الذي أعول عليه امتناع التعليق والإلغاء بالنسبة إليهما وفي بعد نسخ الجزولية ما يدل على أنك إذا بنيت الفعل الفاعل امتنع إلغاؤه وتعليقه وإذا بنيته للمفعول جاز والذي أرى أنه لا منع من الإلغاء والتعليق سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول وقال ابن جعفر لو ألغيت فقلت زيد أعلمتك قائما أو علقت فقلت أعلمتك لزيد قائما لحصل الإلغاء والإعمال في حالة واحدة لأنه لا بد من إعماله في المفعول الأول وكذا يحصل التعليق والإعمال في حالة واحدة وليس ما قاله بشيء لأنه إعماله بالنسبة إلى شيء وإلغاؤه أو تعليقه بالنسبة إلى شيء آخر فهو مثل زيد أعلمت قائما أعملته في الفاعل وعنغيته عن المفعول وكذا فيه علمت لزيد قائما أعملته في الفاعل وعلقته عن المفعول وأيضا المعمل معنى الهمزة أي التصير والملغى أو المعلق أصل علما فالملغى غير المعمل وأعلم أنه لا خلاف أنه لا يلغى ولا يعلق عن المفعول الأول إذ هو كأول مفعولي أعطيته قوله منها أنه يجوز أن يكون فاعلها ونفعولها ضميرين لشيء واحد هذه الأفعال المذكورة في مثل الكافية ولفظة هب بمعنى احسب ورأى الحلمية يجوز أن يكون فاعلها ونفعولها ضميرين متصلين متحدة للمعنى نحو علمتني قائما وقال تعالى إني أراني أعصر خمرا وكذا إن كان أحدهما بعض الآخر نحو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتناك تقول كذا وقد يجري مجراها راء البصرية حمدا على راء القلبية وكذا عدم وفقد حمدا على وجدة لأنهما رداه في أصل وضر وإنما لم يدوز ذلك في غير الأفعال المذكورة لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول به متأثر منه وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر فإن اتحدى معنى كره اتفاقهما لفظا فلذا لا تقول درب زيد زيدا وأنت تريد درب زيد نفسه فلم يقولوا دربتني ولا دربتنا وإن تخالف لفظا لاتحادهما معنى ولاتفاقهما من حيث كون كل واحد منهما ضميرا متصل فقفد مع اتحادهما معنى تغايرهما لفظا بقدر الإمكان فمن ثم قالوا درب زيد نفسه لأنه صار النفس بإدافته إلى دميل زيد كأنه غيره لغلبة مظاهرة المضاف للمضاف إليه فصار الفاعل والمفعول في درب زيد نفسه مظهرين متغايرين في الظاهر وأما أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة بل هو مدمين جملة كما مضى فجاز اتفاقهما لفظا لأنهما ليس في الحقيقة فائلا ومفعولا به والقياس جواز غن زيد زيدا قائما أي نفسه وعن إن كان أحدهما منفصل والآخر متصل فيجوز في غير أفعال القلوب أيضا سواء وقع المنفصل بعد إلا أو معناها أو لم يقع نخو ما ضربت إلا إياك وإنني نقتل إيانا وإياك فاضرب وما ضربك إلا أنت وأما إن كان الفاعل والمفعول متحدون معنا وأحدهما ضمير متصل والآخر ظاهر نحو زيدا ظن قائنا وظنه زيدا قائنا لم يجز المثال الأول مطلقا وجاز الثاني في أفعال القلوب خاصة وإن كان الدمير منفصل جوازا مطلقا وقد تقدم جميع ذلك بعلته في المنصوب على شريط التفسير هذا ما ذكره المثنف من خواص أفعال القلوب ومن خواصها أيضا جواز دخول أن المفتوحة عار الجنبة المنصوبة الجزئين نحو علمت أن زيدا قائنا ولا يدوذ أعطيت أن زيدا درهم وذلك لأن مفعوله في الحقيقة على ما تقدم غير مرة هو نصدر الخبر مبافا إلى المبتدأ وأن المعنى في المفتوحة أنها موضوعة لهذا المعنى سنقول إذا دخلت أفعال القلوب على أن المفتوحة فهي ناصبة لنفعول واحد هو مفعوله الحقيقي ويكثر ذلك إن كان ذلك الفعل مما يطل نصبه لنفعول واحد نصبا سريحا كحسبت وخلت وذننت لأنه لا يطلب في ظاهر الاستعمال إلا نسندا ونسندا إليه سواء نصبتهما كما فيه حسبت زيدا قائنا أو لم تنسبهما نحو حسبت أن زيدا قائنا إذ مقصود الجزئين المنصوبين هو المصرح به في الجزئين المصدرين بأمن هذا مذهب سيبوي أعني أن أن مع اسمه وخبره مفعول ذنه ولا مفعول له آخر مقدرا والأخفش يجعل أن مع جزئيه في مقام المفعول الأول ويقدر الثاني أي علمت أن زيدا قائنا حاصلا أي قيام زيدا حاصلا ولا حادث إلى ذلك كما بينا ولو كان مقدرا لجهز إظهاره إذ لم يسد نسده شيء حتى يكون واجب الإدمار ولا نقول إن أنا مع جزئيها في تقدير اسم مفرد في جميع الموابع كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل فكيف تكون في تقدير اسمين بل الأولى أن يقال إن الاسمين المنصوبين نحو علمت زيدا قائنا سادان مسدى أن معسيها وخبرها ومفيدان فائدتهما إذ هم بتقدير المصدر بلا آلة مصدرية كما كان الكلام مع أن بتقدير المصدر هذا آخر الكلام في أفعال القلوب وهو أن أفعال أخرى تنسب مفعولين وأن غير أفعال القلوب مما ينسب جزئي الجملة بتقدير المصدر فهو سير وما رادفها من جعل وهب غير متصرف ورد وترك وتخذ واتخذ وأكان وأصل باب سير ومفعولاه في الحقيقة هم اسم وخبر لصارة الأصل إذ منزلت سيرت زيدا قائما من صار زيد قائما كمنزلتي أحفرت زيدا النهر من حفر زيد النهر فحال المفعولين في عدم جواز حذفهما معا بلا قرينة وجوازه معها كحال مفعول يعلمت يقال جعلت زيدا كريما فتقول بل أنا جعلت وأما بلا قرينة فلا يجوز ذلك إذ كل إنسان لا يخلو من تصور شيء شيئا في الأغلب فلا فائدة من ذكر الفعل وحده كما قلنا في علمت وظننت وكذا لا يجوز حذف أحد المفعولين إلا قليلا لأن مبنونهما هو المفعول لصيرا كما كان مبنونهما فاعل صارة وكان القياس بناء على أن المفعولين في تقدير المصدر جواز تصديرهما بأنه كما في مفعولي أعلمت إلا أنه روعي أصلهما حين كان إسما وخبرا لصارة فإنهما لا يصدران إذن بها كما ذكرنا في أول هذا الباب وأما إلغاء صيرة ومرادفاتها وتعليقها فلم يأتي كما أتي في أفعال القلوب لأن ذلك فيها بضعفها من حيث لم يظهر تأثيره المعنوي إذ هي أفعال باطنة بخلاف التصير فإنه يظهر أثره في الأغلب كجعلته غنيا فهو أمر ظاهر للعيون إذ هو إحداث الشيء بعد أن لم يكن ومرادفات سيرة قد تخرج من هذا الباب وذلك إذا لم تكن بمعناه كقوبه تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق ووهب أي أعطى ورده أي جعله راجع وترك أي خلى وتخذ واتخذ أي أخذ وأما أكان فهو قدير باستعمال لكنه لا يجيء إلا لمنى صير وذلك لما ذكرنا أن معنى صار كان بعد أن لم يكن ومعنى أكان جعله كائنا فحصل من الهمزة معنى نقل غير الكائن إلى الكون وهو معنى التصير ولم يستعمل كون متعديا إلى مفعولين وقد دعلا بعضهم ضرب مع المثل بمعنى صيرا كقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا ونحو ذلك وإليه ذهب الأندلسي فيكون مثلا مفعولا ثانيا وعبدا هو الأول أي جعله مثلا أو صاغه مثلا ضرب الخاتم والطين ويجب أن يقال معنى ضرب مثلا أي بينا فهو متعد إلى واحد والمنصوب بعده عطف بيان وقال المدرس تويه يلحق غادر بصيرا كما أبحق به تركا الذي بمعنى نحو غادرته صريعا وإذا كان الثاني مكرة جزج ألوه حارا ويكون غادر بمعنى خلف وخلى وإذا كان معرفة كما في قولك غادرته جزرت السباع فإلحاق غادر بصيره والظاهر ومما ينسب المتبع والخبر غير أفعال القلوب ومن غير المرادفات صير سمع المعلق بعين نحو سمعتك تقول كذا ومفعوله مبنون الجملة أي سمعت قولك ويجد تصدير الجملة بأن نحو سمعت أنك تقول قالوا وإذا عمى في المتبع والخبر لم يكن الخبر إلا فعلا دالا على النطق نحو سمعتك تنطق بكذا أو تتكلم وعنى لا أرى منعا من نحو سمعتك تمشي لجوازي سمعت أنك تمشي اتفاقا قالوا سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصوبح تجعي بلالا بنصب الناس وقد روي برفعه على حكاية الجملة ولما يدخل على المنتبع والخبر القول وما يتصرف منه والأصل في استعماله أن يقع بعده اللفظ المحكي إن الذي مضى ذكره قبل نحو قلت زيد قائما أو الذي هو واقع في الحال نحو أقول الآن زيد قائما فينبغي أن تكون الجملة الواقعة بعد القول في هذا الكلام متلفظا بها برفض آخر في غير هذا الكلام وإلا لم يكن حكاية أو الذي يقع بعده نحو أقول غدا زيد قائما أو قل زيد قائما واللفظ الواقع بعده إن مفرد أو جملة والجملة أكثر وقوعا والمقصود من الجملة الواقعة بعده إيراد اللفظ المتلفظ به في غير هذا الكلام لا مجردا بل مع المعنى فمن حيث مراعاة اللفظ جاز وقوعها ملطع الفاعل الذي لا يكون إلا مفردا نحو طيل زيد قائما أي طيل هذا اللفظ ومن حيث مراعاة المعنى الذي هو الأصل جاز أن يغير اللفظ بشرط وفاء اللفظ المغير إليه بالمعنى الذي يفهم الأصل لأنه ربما يتعثر أداء اللفظ المقول بعينه من بعض القائدين فجوز تغيير اللفظ في كلام من ما يتعثر عليه ذلك أيضا كالدار تعالى وكذا غيره مما يسهل عليه ذلك لكن مع تغيير اللفظ يجب أن لا يعمل القول في شيء آخر من أجزاء الجملة إجراء لمثل هذه الجملة نجرى أصلها أي المحكية بأعيان ألفاظها فعلى هذا لك أن تقول حكاية معنى قائم زيد قائم قال سبان قام زيد ولهذا مر الكتاب العزيز يقص فيه عن الأمن المختلفة الألسلة باللسان العربي وتقول قال زيد أنا قائما وقلت لعمر أنت بخير رعاية لللفظ المحكي ويجوز قال زيد هو قائم وقلت لعمر هو بخير بالمعنى الأول اعتبارا بحكاية الحال فإن زيدا وعمرا في حال الحكاية غائبا ومنه قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه والأول أكثر استعمالا وكذا يجوز وجهان فيما يؤدي معنى القول قال تعالى تقاسموا بالله لنبيتنه ولي بيتنه بالياء والمون وهذه الجملة المحكية من صوبة الموضع بكونها مفعولا بها لا مفعولا مطلقا على ما وهم المسنف كما تقدم في باب أعلم وأرى وذلك لأن معنى قلت زيد قائم قلت هذا اللفظ فهو مقولي وقد تقدم أن آية المفعول به أن يطلق عليه اسم المفعول كما تقول دربت زيدا فهو مدروب ولا تقول دربت دربا فالدرب مدروب وكذا تقول أنا قائل زيد قائم بالإضافة والفاعل لا يضاف إلى مسجره فلا يقال زيد ضارب الدرب القوي والذي أوهم المسنف قولهم إن معنى قلت زيد قائم قلت هذا القول وذهل عن أن القول يطلق على المقول فلما ثبت كلم الجملة من صوبة المحل في موضع المفعول به قل ما يجوز عقص المفرد عليه منصوبا نحو قلت إن زيد قائم أو لفظا آخر مثله وقد يقع المفرد بعد القول على خمسة أوجه أحدها أن يكون مؤديا معنى الجملة فقط ويعتبر ذلك بأن تجعل مكان ذلك المفرد جملة ثم تحمر ذلك المفرد على تلك الجملة كما تقول مثلا قلت كلاما حقا أو باطلا أو صدقا أو كلاما حسنا إذا قلت زيد قائم ثم تقول زيد قائم كلاما حق أو باطلا أو كلاما حسنا وثانيها أن يعبر به عن المفرد لا غير نحو قلت كلمة أو لفظة عبارة عن زيد ويعتبر ذلك بأن يقع خبرا عن اللفظ المفرد نحو زيد كلمة أو لفظ وثالثها أن يكون لفظا يصبح لأن يعبر به عن المفرد وعن الجملة نحو قلت لفظا فإنك تقول زيد لفظ وزيد قائم اللفظ فتنصب هذه الثلاثة لأنها ليست أعيان اللفظ المحكي حتى تراعى وليست أيضا جملا مغيرا لفظها اعتمادا على بقاء المعنى كما تقدم حتى يراعى أصدها ورابعها مفرد غير معبر به لا عن جملة ولا عن مفرد بل المراد به نفس ذلك اللفظ بعينه فيجب حكايته ورعاية إعرابه نحو قال فلين زيد إلى تكله بزيد مرفوع وأما بنائه فهد راعى أولى ذكرناه في باب العلم وخامسها مفرد غير معبر به عن جملة ولا مفرد ولا مقصود به نفس ذلك اللفظ فيجب أن يقدر معه ما يكون به جملة كقوله تعالى قال سلام قوم منكرون أي عليكم سلام قال إذا أقبلت قلت دباءة من الخبر مغنوسة في الودر أي هي دباءة وقوله تعالى قالوا سلام قال سلام يجوز أن يكون سلاما المنصوب معدرا به عن الجملة كما يقال فلان يقرأك السلام أي سلام عليك فيكون المنصوب في قالوا سلاما بمعنى مرفوع في قوله قال سلام ويجوز أن يكون من القسم الأخير من الخمسة الأوجه فيكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف أي سلمنا سلاما فيكون الجواب المرفوع أعني قوله قال سلاما أحسن منه على ما قال تعالى فحيوا بأحسن منها وذلك لدلالة الجواب على الثبوت المستفاد من الرفع على ما نبى في ذلك المبتدى ويرحق عند الكوفيين بالقول في الحكاية ما في معناه كقولك ناديته عجل وأخبرته زيد القائن قال تنادي بالرحيل غدا وفي ترحاله النسي وعند البصريين القول مقدر بعد مثل هذا الفعل وليس من حقا به وإضمار القول ليس بعزيز في الكتاب العزيز فالتقدير أخبرته وقلت زيد قائن وتنادوا بقولهم الرحيل غدا وكل القولين قريب وتقول ناديته السلام كما تقول قوت سلام والتأويل ذلك التأويل وقد يحدف المحكي بعد القول لقيام قرينه كما يسأل من قال زيد القائن فتقول أنا قوت كما يحدف القول ويبقى المحكي كما في قوله جاءوا بمثق هل رأيت الذئب قط وعلم أنه قد يجيء القول بمعنى الاعتقاد ولا لفظ هناك سواء كان ذلك الاعتقاد علما أو ظنا كما تقول كيف تقول في هذه المسألة أي كيف تعتقد فيلحق بالظن في نصب المفعولين وليس بمعنى الظن خلافا لظاهر كلام سيبويه وبعض المتأخرين قال المصنف والأندلسي لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم وقد يقال كيف تقول زيدا قائما فتجيبه أعلمه قائما بالسيف فهو إذن بمعنى الاعتقاد علما كان أو ظنا وجواز إلحاقه بالظن مطلقا لغة سليم وأكثر العرب لا يجوز هذا الإلحاق إلا بشرط كلم الفعل مبارعا مخاطبا وقال الأندمسي منهم من يشتيت الخطابة دون المدارعة وبعضهم يشترط المدارعة دون الخطاب فيجوز نحو أيقول زيدا عمرا قائما على ما قال ابن جعفر ولا بد عند الأكثر في الإلحاق من شرط تقدم استفهان متصل نحو أتقول زيدا قائما أو من فصل بظرف نحو أقدامك تقول زيدا جالسا وأب السوت تقول زيدا ضاربا أو بأحد المعمولين كقوله أجهالا تقول بني لؤين لعمر أبيك أم متجاهلين فإن نقم بعض الشرائط رجع إلى الحكاية على لغة الأكثر كما ذكرنا وتجوز الحكاية عندهم مع استيفاء الشروط الوجه الثاني يبدأ حالم مواصل الكراءة تحت عميان أفعال أخرى تنصب مفعولين قوله ولبعضها معنى آخر بل لكلها فإن حسبت بمعنى صرت أحسب وهو الذي في شعره شقه وخلت أي صرت ذا خال أي خلال وزعمت به أي كفلت وهذه الثلاثة بهذه المعاني تكون مرازمة قوله وعلمت بمعنى عرفت ووجدت بمعنى أصدت قد ذكرنا أنه إذا تعدى علمت ووجدت إلى مفعولين فإنهما لمعنى عرفت وأصدت أيضا إلا أن المعروف والمصاب مضمون من جملة ونسب المفعولين وعدم نسبهما يتعلق بالاستعمال فعرفت وأصبت وأصبت ما كونهما لمعنى وبات وعاد وغدى وراحى وما زاد وما فتئ ومن فكى وما برحى وما دامى وليسى وقد جاء ما جاءت حاجتك وقعدت كأنها حربة تدخل على الجملة الاسمية بإعطاء الخبر حكم معنيها فترفع الأول وتنصد الثاني مثل كان زيد قائنا إنها سميت ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع كلاما بل بالمرفوع مع المنصوب بخلاف الأفعال التامة فإنها تتم كلاما بالمرفوع دون المنصوب وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأن في نحو كان زيد قائنا يدل على الكون الذي هو الحصور المطلق وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام الحصول فجي أولا بلفظ دال على حصور الماء ثم عين بالخبر ذلك الحاصل فكأنك قوت حصل شيء ثم قوت حصل القيام فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه كالفائدة في دمير الشأن قبل تعيين الشأن على ما مر في بابه مع فائدة أخرى هاهم وهو دلالته على تعيين زمان الحصول المقيد ولو قلنا قام زيد لم يحصل هاتان الفائتان معا فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره وخبره يدل على ما حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في كان لكن دلالة كان على الحدث المطلق أي الكيب وضعية ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية وأن سائر الأفعال الناقصة من خسارة أدل على الانتقال وأصبح أدل على الكون في الصبح أو الانتقال ومثله أخواته وما دان أدل على معنى الكون الدائم وما زال أدل على الاستمرار وكذا أخواته وليس أدل على الانتفاء فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه الخبر في غاية الزهور فكيف تكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه قوله ما يدع لتقرير فاعل على صفة كان ينبغي أن يقلد الصفة فيقول على صفة غير مصدره فإن زيد في ضرب زيد أيضا متصف بصفة الضرب وكذا جميع الأفعال التامة وأن الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة متصفة بمصادر الناقصة فمعنى كان زيد قائم أن زيدا متصف بصفة القيام أي متصف بصفة الكون أي الحصول والوجود ومعنى صار زيد غنيا أن زيدا متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة أي الحصول بعد أن لم يحصل قوله لتقرير فاعل على صفة أي جعله وتثبيته عليها قوله كان وصار إلى آخرها لم يذكر سيبويه منه سوى كان وصار وما دام وليس ثم قال وما كان نحوهما من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر والظاهر أنه غير محصورة وقد يجب تدمين كثير من التامة على الناقصة كما تقول تتم التسعة بهذا عشرة أي تصير عشرة تامة وكما رزيد عالما أي صار عالما كاملا قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا أي صار مثل بشر ونحو ذلك وقد زيد على عاد الأفعال التي ذكرها المصنف ومقصنه فالذي زيد من مرادفات صار آلا ورجع وحال وارتد كانت كلها في الأصل بمعنى رجع تاما وكما استحال وتحول فإنهما كان في الأصل بمعنى انتقل وكذا كان أصل صار فكان حق جميعها ان تستعمل تامة فتتعدى الى مغوية مصدر لخبرها بإذا إذا عديت نحو صار إلى مهنة ثم دميت كلها معنى كان بعد أن لم يكن لأن الشخص اذا رجع إلى الفعل وانتقل إليه فذلك الفعل يصير كائنا بعد أن لم يكن ففاعلها في الحقيقة بعد سيرورتها ناقصة مصدر خبرها مضافا إلى اسمها إذ معنى جميعها ناقصة كان بعد أن لم يكن وذلك المصدر هو الكائن بعد أن لم يكن وفاعلها حين كان التامة هو المرتفع بها لأنه الراجع والمنتقي ويجوز استعمال صار ومرادفاتها تامة على الأصل قال فصرنا إلى الحسن ورق كلامنا وردت فذلت صعبة أي إذلالي وقال أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر أي مكان القوم منتقي وقال تعالى إنه ظن أن ليحور ولابد في التامة أن يليها نفظة على وإلى فراشرين أو مقدرين لأن الرضوع والانتقال من الأمير النسبية لا يفهم من دون المنتقل عنه ولا ينتقل إليه وليس إلحاق مثل هذه الأفعال بصار قواسا بل سماع ألا ترى أنه انتقل لا يلحط به مع أنه بمعنى تحول وكذا زيد على ما زال من مرادفاتها ما فتئ وما أفتأ ومن فك وما وني وما رام من رام يرين أي برحة وأصل ما زال وما برح وما فتأ وما فتأ ومن فك أن تكون تامة بمعنى من فصل فتتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها فيقال في موضع ما زال زيد عالم ما زال زيد من العلم أي من فصل منه لكن ما جغلت بمعنى كان دائما فنسبت الخبر نسب كان وإن ما جغلت بمعنى لأنه إذا لم ينفس الشخص عن فعل كان فاعلا له دائما وكذا أصل برحة وداما أن يكون تامنين بمعنى زال عن مكانه فيتعدى ومن بأنفسهما وبمن نخو برحت بابك ومن بابك ورمت بابك ومن بابك وأصل ومن قصرا فكان الأصل أن يتعدى بفي نخو ما ومن زيد في القيام فجغل الثلاثة بمعنى كان دائما لأنه إذا كان لا ينفسر عن الفعل ولا يقصر فيه يكون فاعلا وإنما أفايد خور النفي على النفي دوام الثلوط لأن نفي النفي إثبات وإذا قيدت في الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان بخلاف الإثبات فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراط الإثبات لذلك الزمان إذا قلت مثلا ضرب زيد كفى في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي وأن قولك ما ضرب فإنه مفيد استغراط نفي الضرب لجميع أجزاء الزمن الماضي وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في طرف النقيض فلو جوع النفي كالإثبات مقيدا بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين من أجزاء الزمان المخصوص لم يكن نيقض ذلك الإثبات إذ يمكن كون جزء الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد النفي به فلا يتناقضان فاكتف في الإثبات بوقوعه مطلقا ولو مرة وقصدوا في النفي الاستغراق إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من استمرار الترك فصار نخو ضرب وما ضرب كالنجبة الجزئية والسالبة الكلية التي تناقض إحداثنا الأخرى فتبين بهذا أنه يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين فحصل من هذا كله أن نفي النفي يكون أيضا دائما ونفي النفي يلزم منه الإثبات فيلزم النفي إثبات دائما وهو مقصود ونفي ونجد ونجد فعل مفيد من النفي داخل عليه النفي بمعنى كان دائما بل ذلك موقوف على السماع فلا فلا يقال من فصل أو ما فارق ضاربا ولا يقال ما زلت أميرا بدم الزاي ولا ما أزول أميرا وما زال النقص واوي مباربه ما يزال كخاف يخاف فأنا زال يزول وقولك زاله يزيله أي فرقه من يا فتان وقد حكى سيدويه وأبو الخطاب عن بعض العرب ما زيل يفعل كذا وكيد يفعل كذا وأصله زيل وكيد سنقل كسرة الواي فيهما إلى ما قبلها وقل بتياء كما يفعل في المبنير المجمول في نحو قيل وهو خلاف القياس والأكثر ما زال وما كاد وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة بماء نفي تام نحو ما برح من موضعه قال تعالى فلن أبرح الأرض وما ونا في أمره ومن فك في هذا الأمر وأما ما زال أو لا وزال وما فتأ أو فتأ أو أفتأ فلا يستعملان إلا يا قصيم قال سيدويه إن به في قولك ما زلت به حتى فعل مفعول به والأولى أن نقول هو الخبر أي ما زلت معه ونقص ابن مالك من أخوات أصبح غدا وراحة فقال هما لا يكونان إلا تامين وإن جاء بعد مرفوعهما منصوب فهو حال كقوله غدا طاويا يعارب الروح غافيا يخوط بأذناب بأذناب الشعاب ويعسر أقول إذا كان غدا بمعنى مشى في الغدا كقوله تعالى أن يغبوا على حرفكم وراحة بمعنى رجع في الرواح وهو ما بعد الزوال إلى الليل نخو راح إلى بيته فلا رب في تمامها وأما نخو قوله ولا خالف براية متغذر يروح ويغدو باهنا يتكحل فإن كان بمعنى يدخل في الرواح والغدا فهما أيضا تأماني والمنصول بعدهما حالي وإن كان بمعنى يكون في الغدا والرواح فهما ناقصاني فلا منع إذن من كونهما ناقصين ومن الملحقات جاء فيما جاءت حاجتك أي ما كانت حاجتك وما استفهامية وأمث الضمير الراجع إليه لكيوم الخبر عن ذلك الضمير مؤنثا كما فيه من كانت أمك من كانت أمك ويروا برفي حاجتك على أنها اسم جاءت وما خبروها وأول من قال ذلك الخوائج قالوه لبن عباس رضي الله عنهما حين جاء إليهم رسول من عري رضي الله عنه ومن ثم قعد في قول الأعرابي أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي صارت قال الأندلسي لا يتباوز بهذين أعني جاء وقعد الموضع الذي استعملت هم أفيه العرب وطرده بعضهم وقال المسنف أجاد الأولى طرد جاء في مثل جاء البر قفي زيني وقيل هو حال وليس بشيء لأنه لا يرد أن البر جاء في حال كونه قفي زين ولا معنى له قال وأن قعد فلا يترد وإن قلنا بالترد فإنما يترد في مثل هذا الموضع أمد استعمل فيه أولا يعني قول العربي فلا يقال قعد كاتبا بمعنى صار كاتبا بل يقال قعد كأنه سلطان لكونه مثل قاعد كأنها حربة قوله تدخل على الجنة لسمية لإعطاء الخبر حكم معناها وذلك لما قدمنا أن مضمون الأفعال الناقصة صفة لمضمون خبرها قوله فترفع الأول وتنسب الثاني تسمية مرفوع اسم لها أولى من تسميته فائلا لها إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافا إلى فكما لا يسمى منصوبها المشبه للمفعول مفعولا فالقياس ألا يسمى مرفوعها المشبه للفاعل فاعبا لكنهم يسمىه فاعلا على القلة ولم يسمى المنصوب منصوبا لم ينا محد من أن كل فعل لا بد له منفاعل وقد يستغني عن المفعول قوله فكان تكون نقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا وبمعنى صار ويكون فيها دمه الشأن وتكون تامة بمعنى ثبته وزائبه وصارا منانتقال وأصبح وأمسى وأضحى لاغتران مدمون الجملة بأزمانه وبمعنى صار وتكون تامة وذلّ وباتا لاغتران مدمون الجملة بوقتهما وبمعنى صار وما زالا وما فتئا ومنفكا لاستنوار خبرها لفاعلها مذ قبله ويرزمه النفي وما دام لتوقيت أند بمدة ثبوت خبرها لفاعله ومن ثم احتاج إلى كلام لأنه ظرف وليس منسي مضمون الجملة حالا وطيل مطلقا شرع يذكر معاني هذه الأفعال الناقصة ويذكر أيضا مجيء بعضها تاما أو زائدا قال فكان تكون ناقصة بمعنى يوني أحدهما ثبت خبرها مقرون بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقص إما ماضيا أو حالا أو استقبالا فكان للماضي ويكون للحال أي الاستقبال وذهب بعضهم إلى أن كان يضل على استمرار مضمون الخبر في جميع الزمن الماضي وشبهته قوله وكان الله سميعا بصيرا وذل عن أن الاستمرار مستفاد من قليلة وجود كون الله سميعا بصيرا لا من لفظ كان ألا ترى أنه يجوز كان زيب نائما نصف ساعة فاستيقظ وإذا قلت كان زيب ضاربا لم يفد الاستمرار وطول مصنف دائما أو منقطعا رب على هذا القائل يعني أنه يجيء دائما كما في الآية ومنقطعا كما في قولك كان زيب قائما ولم يدل لفظ كان على أحد الأمرين بل ذلك إلى قليلة والمعنى الثاني أن يكون بمعنى صار وهو قليل بالنسبة إلى المعنى الأول قال بتيهاء قفر والمطي كأنه قط الحزن قد كانت فراخا بيودها قوله ويكون فيها دمير الشأن أن يكون في كان أن ناقصه على أي معنى كانت مما نويها دمير الشأن مقدرا فيرتفع المبطلاء والخبر بعدها منصوبة المحل خبرة لكان وقال بعضهم كان المدمع فيها الشأن تام فاعلها ذلك الضمير أي وقعت القصة ثم فسرت القصة بالجلة والأول أولى لأنه لم يثبت في كلام العرب ضمير شأن إلا مبتدأ في الحال نحو قل هو الله أحد أو في الأصل كاسم إنا وأول مفعول وظننت نحو إنه زيد قائم وظننته زيد قائم وتكون تامة بمعنى ثبت وقد تقدم ما يرشدك إلى أن الماكسة أيضا تامة في المعنى وفاعلها مصفر الخبر مضافا إلى اسم فوزان فوزان وزان علم الناصبة بنفعول واحد وعلم الناصبة بنفعولين فهما بن معنى واحد ونطلع أن كان تجوء بن معنى تفل وغزل قوله وزائدة اعلم أن كان تزال غير مفيدة لشيء إلا نحض التأكيد وهذا معنى زيادة الكلمة في كلام العرب كقوله سرات بن أبي بكر تسانى على كان المسومة العرابي وكذا طول في قوله تعالى من كان في المهد صبية إنها زائدة غير نفوية للمعضي وإلا فأين معجزة وصبية على هذا حال وكذا قولهم وردت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بن العبس لم يوجد كان مثلهم وكذا قول الفرزدق في رجة رمرت أباك بخورها في الجاهلية كان والإسلام وأن إذا دلت كان على الزمان الماضي ولم تعمل نحو ما كان أحسن زيدا وكذا قولهم إن من أفضلهم كان زيدا فهي زائدة عند سيبويه وقال المدرد إن زيدا بسم إن وكان خبرها ومن أفضلهم خبر كان ورب بأن إني لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا ففي تسميتها زائدة مدر لما ذكرنا أن الزائدة من الكلم عندهم لا يفيد إلا معه التأكيد فالأولى أن يقال سمت زائدة مجازا لعدم عملها وإن مجاز أن لا تعملها مع أنها غير زائدة لأنه كانت تعمل لجرالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر ينفع عنه لا لجرالتها على زمن الماضي لأن الفعل إنما يطلب الفائل والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق بيغناء الخبر عنه فإذا دردتها لم يبق إلا الزمان وهو لا يطلب مرفوعا ولا منصوبا فبقي كالظرف دالا على الزمان فقط فلوى جاز يقوغه موطعا لا يقع فيه غيره حتى الظرف تبينا لإنحاقه بالظروف التي يتسع فيها فيقع بين تعجب وفعله وبين الجادر والمجدور نخ على كان المسونة فثبت أن المفيدة للناضي التي لا تعمل مجرية عن الحدث المطلق وقد ذكر الصرافي أن فاعدها مصدرها أي كان الكون وهو هوس إلا معنى لقولك ثبت الثبوت وقوله لعلك والموعود حق لقاؤه بدى لك من تلك القلوس بداء معناه رأي باد أي مصدر بمعنى اسم فاعل ومذهب أبي علي أنه لا فاعل لها على مخترنا فعلى هذا قول فرزق فكيف إذا مررت بدار قوم وذيران لنا كانوا كرامي كان فيه ليست بزائدة كما ذهب إليه المبرد وإنما قال ذلك لثبوت فاعلها ولنا خبرها أي جيران كرام كانوا لنا وقال سبويه هي الزائدة مع الفاعل لأنه كالجزء منها والأول أولى بإفادتها معنى وعملها نفضى ثم أعلم أن الزائدة والمجردة للزمان أعني غير العاملة لا تقعان أولا لأن البداية تكون باللوازن والأصول والمجردة للزمان كالزائدة فلا يلوق بهم الصدر وتقعان في الحشو كثيرا وفي الأخير على رأي نحو قولك حضر الخطيب كان ولا تزاد ولا تجرد إلا مضوح لفرستها وقد وقد أجاز أبو البطاء زيادة ضارع كان في قول حسان كأن سبيئة من بيت رأس يكون نزاجها عسل وماء على رواية رفع نزاجها وعسل وماء قوله وصار للانتقال هذا معنى إذا كانت تامة كما تقدم ومعنى إذا كانت ناقصة كان بعد أن لم يكن فتفيد سبيئة مضمون خبرها بعد أن لم يثبت ومعنى يصير يكون بعد أن لم يكن قوله وأصبح وأمسى وأضحى باقتران مضمون الجملة بأزمانها هذه الثلاثة تكون ناقصة وتامة والناقصة بمعنى إن بمعنى صار مطلقا من غير اعتبار الأزمانة التي يدل عليها تركيب الفعل عن الصباح والمساء والضحى بل باعتبار الزمن الذي تدل عليه صيرة الفعل أعني الماضي والحال والاستقبال وإن بمعنى كان في الصبح وكان في المساء وكان في الضحى فيقترم في هذا المعنى الأخير مضمون من ذلة أعني مصدر الخبر مضافا إلى اسم بزمين الفعل أعني الذي يدل عليه تركيبه والذي تدل عليه صيرته فمعنى أصبح زيد أمير أن إمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمان الماضي ومعنى يصبح قائما أن قيامه مقترن بالصبح في الحال أو في الاستقبال وتكون تامة كقولك أصبح والحمد لله وأمسينا والملك لله أن وصلنا إلى الصبح والمساء ودخلنا فيهما وكذلك أضحينا فيدم أيضا كل منهما على الزمانين وحكى الأخفش زياية أصبح وأمسى بعدما التعجب ككان في لفظين وهما ما أصبح أبردهما وما أمسى أدفأها ورده أبو عمر وقال السرافي إنه في كتاب سيبويه وإنما كان حاشية في كتابه أقول لو ثبت ما حكى الأخفش لكان كل منهما مجردا عن الحدث للزمانين أي الصبح والمساء والزمن الماضي كما كان رفض كان مجرد للماضي قوله وظل وبات إلى آخره يعني أن معنى ظل زول متفكرا كان في جميع النهار كذلك فاقترم مضمون جملة وهو تفكر زيد بجميع النهار مستغرقا له ويقترم ويقترم أيضا بزمانه الآخر المضلول عليه بالصيرة أي الناضي أو الحال أو الاستقدال وتصريفه ظل يظل ظلولا قوله ولم تستعمل ظل إلا تامة وقال من المالك تكون تامة بمعنى طال أو دام والعهدت عليه وقولك بات زيد مهموم أي كان في جميع الليل كذلك فاقترمهم زيد بزمان يبات وهما جميع الليل والزمن الماضي ومصدره البيتوته ومدارعه يبيت ويبات كباع يبيع وهاب يهاب وتجيء تامة بمعنى أقام ليلا ونزل سواء مين أو لم يلم وفي كلامهم ليلة السبت سر وبت وقد جاءت ظل ناقصة بمعنى سار مدرية من الزمان المدلول عليه بتركيبها قال تعالى ظل وجهه مسودع وعما مجيء بات بمعنى سار ففيه نظر قال الأندلسين جاء في الحديث بات بمعنى سار وهو أين باتت يده قال لأن النوم قد يكون بالنهار قال ويحتمل أن يقال إنها أخرجت في هذا الخبر مخرج الغالب لأن غالبا نام بالليل قوله وما زال إلى آخره قد ذكرنا أن معنى ما زال وأخواته كان دائما فقولك ما زال زيد أمير أي استمرت الإمارة ودامت زيد مذقب لها واستأهل لها وهو وقت البلو الذي يمكن قيامه بها فيه لا قبل ذلك قوله ويزنه النفي إن كانت معبور فبنى ولم وبلا في الدعاء وإن كانت مبارعة فبنى ولا ولن والأولى أن لا يفصل بين لا وما وبينها بظرف أو شبه وإن ذلك في غير هذه الأفعال نخو لا اليوم جئتني ولا أمس وذلك لتركب حرف النفي معها لإفاية الثموت وقوله فلا وأبي دهناء أزالت عزيزة على قومه ما فتل الزند قاده شاذ وليس مما حول فيه حرف النفي كما في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف بتأوين لا وأبي دهناء لا زالت لأن حرفهما لم يسمع إلا من مبارعاتها وإنما جاز حرفها لعدم اللبس إذ تقرر أنها لا تكون ناقصة إلا معها قال تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه وتحدث منها كثيرا في ذواب القسم كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر وقوله تزال حبال مدرمية أعدها لها ما نشى يوما على خفه جمل لأن حذ حرف النفي في جواب القسم ثابت في غير هذه الأفعال أيضا نحو والله أقوم أو لا أقوم فكيف بها ولكي نازال وأخواتها بمعنى الإيجاب من حيث المعنى لا تتصل أدت الاستثناء بخبرها لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في الموجد إلا في الفضلات كما مر في بابه وخبر المغتبأ ليس بفضله فلا يبوذ ما زار زيد إلا عالم لاستحارة استمار زيد على دني الصفات إلا العلم انتهي القراءة تحت عوان الأفعال الناقصة وأما خبر ليس وأخبار كان وصار وأخواتهما إذا كانت من فيه فيجوز اقترانها بإلا إذا قصدت الإثبات وقد يمتنع ذلك فيها وذلك إذا تقدمت أخبارها عليها فلا يجوز إلا قائما لم يكن زيد وإلا غنيا لم يصر خالد لانتناع تصدر إلا كما مر في بابه وقد خطئ ذر رمة في قوله حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو ترني بها بلدا قفرا واعتذر بأن تنفك تامة أي ما تفارق وطنها ومناخة حال وعلى الخسف متعدق بالمناخة جعل الخسف كالأرض التي تناخ عليها كقوله وخيل قد لفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع وترني عطف على مناخة نحو قوله تعالى صافات ويقبض وطوره يناقصه خبرها على الخسف أي معه ومناخة حال وفيه ضعف من وجهين إن كان العامل في الحال ما تنفك أحدهما أن المفرغ قد لما يأتي في المثبت وإن كان المستثنى فضله كالحال في مثالنا والثاني أن العامل قبل إلا لا يعمل عند البصريين فيما بعد المستثنى إلا في تابعه أو في المستثنى منه كما مر في بابه وإن وإن كان العامل في الحال على الخسف ففيه ضعف من ثلاثة أوجه أحدها أن المفرغ قد لما يأتي في المثبت والثاني أن عامل الحال يكون الظرف المتأخر عنه ولم يجزه سيبويه خلافا للأخفش والثالث أن المستثنى إذن يكون مقدما في الاستثناء المفرغ على عامله ولا يجز ذلك عند البصريين كما تقدم في باب الاستثناء قوله وما دام لتوقيت أمر إلى آخره أي لتوقيت فعل بمدة ثبت المصدر خلالها فأنت في قولك أجلس ما دام زيد قائما أبوه مؤقت لجلوس المخاطب لمدة ثبوت قيام أبي زيد وكذا إن كان فاعل الخبر ضمير اسم دام نحو اجلس ما دام عمر قائما قوله ومن ثم احتاج أي من أجل كونه توقيتا لشيء يكون ظرفا لذلك الشيء والظرف فضله فلابد من تقدم جملة اسمية كانت أو فعلية لفوا أو تقديرا كغيره من الفضلات وما التي في أول ما دام مصدرية زمانية والمضاف الذي هو الزمان محذوف أي مدة دوان قيام زيد قوله وليس لنفي مضمون جملة قال سيبويه وتبعه بن السراج ليس للنفي مطلقا تقول ليس خلق الله مثله في الماضي وقال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم في المستقبل الجمهور وجمهور المحاة على أنها لنفي الحال قال الأندلسي وأحسن ليس بين القولين تناقض لأن خبر ليس إن لم يقيد بزمان يحمل على الحال كما يحمل الإيجاب عليه في نحو زيد قائم وإذا قيد بزمان من الأزمنة فهو على ما قيد به هذا قوده وحكم ما كحكم ليس في كونها عند الإطلاق ينفي الحال وعند التقييد على ما قيدت به وقد ذكرنا حكم لا في داب المضارع وأصل ليس ليس كهيبة كما يقال في علم علم وإذانهم تخفيف بالإسكان وتركهم قلب يائها ألفا كما هو القياس في هذا الماضي لمخالفتها أخواتها في عدم التصرف ولا يجوز أن يكون مفتوح الياء إذ الفتحة لا تحدث في العين تخفيفها وصيدويه والأكثرون على أنه فعل غير متصرف وقال أبو علي في أحد فوليه إنه حرف إذ لو كان مخفف فعل كصيد في صيد لعادت حركة العين على الياء عند اتصال الضمير كصيد ولو كان كهابا لكسرت الفاء كهبت والجواب أن ذلك لمفارقته أخواته في عدم التصرف قال أبو علي وأن إلحاق الضمير به في لست ولستما ولستم فلتشبهه بالفعل لكونه على ثلاثة وبمعنى ما وكونه رافعا فناصدا كما ألحق الضمير في ها هائ هاء هائ 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 هائنا مع كونه اسم فعل تشبيها بالفعل والأولى الحكم من فعليته لدلالة اتصال الضمائر به عليها وهي لا تتصل بغير صريح الفعل إلا نادرة كما ذكرنا فيها عنوان تقدم خبر كان وأخواتها على أسمائها قوله ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها وهي في تقديمها عليها على ثلاثة أقسام قسم يجوز وهو من كان إلى راحة وقسم لا يجوز وهو ما في أوله ما خلاف لبن كيسام في غير ما دام وقسم مختلف فيه وهو ليس ذكر ابن معط أن خبر ما دام لا يتوسط بينه وبين رسم وهو غلط لم يذكره غيره وقد ذكرنا ذلك في دار الموصولات قوله ومن كان إلى راحة كل ما ليس في أوله ما مما ذكره المسنف وإن لم يذكره من الأفعال ناقصة يجوز تقديم أخبارها عليها وفي ليس خلاف على ما يجي وأما ما دام فلا خلاف انتناع تقديم خبرها عليها كما ذكرنا في الموصولات وكذا لا يجوز فصل ما عن الفعل بالخبر كما مر هناك وأما غير ما دام مما في أوله ما من هذه الأفعال فأجاز الكوفيون غير الفراع ووفقهم من كيسان تقديم خبرها قالوا لأننا لزمت هذه الأفعال النابسة وصارت معها بمعنى الإثبات فهي كجزئها بخلاف نحو ما فارق ومن فصلا فإنها لم تلزمها بل جاز حذفها لفظا ومعنا والفصل بينها وبين الفعل لم يجوز ذلك في هذه الأفعال ولم يجوز ذلك غيرهم نظرا إلى لفظ ما ولي لم يكن فيها معنى النفي لم يصل الكلام مثبتا بمعنى الدوام وأما توسط الخبر بينما النافية والفعل في هذه الأفعال فلم يجوزه أحد منهم لأنها لازمت هذه الأفعال حتى صارت كبعض حروفها فلا يجوز ما قائما زال زيد كما جاز ما قائما كان زيد اتفاقا وكل حكم ذكرناه فيما النفي فهو ثابت في إن النافية وأما غيرها من حروف النفي نخولا ولم ولا فإذا انتفى بها الأفعال المذكورة لم يجز توسيط الخبر بينها وبين الأفعال اتفاقا لما ذكرنا فيما ويجوز تقديمها عليها اتفاقا لأنها ليست كما في طلب التصدير كما مر في المنصوب على شريطة التفسير وأما ليس فالأكثرون على جواز تقديم خبرها عليها ومنع الكوفية من ذلك لأن نذهبهم أنها حرف كما فألحقوها بها كإن ووافقهم المبرد وإن كان نذهبه أنها فعل نظرا إلى عدم تصرفها ومشابهتها لما ولمقصان فعليتها جاز تركمون الوقاية معها كما في قوله إذ ذهب القوم الكرام ليسي ولذلك أيضا أجاز بعضهم إبطال عملها بإلا كما في قولهم ليس الطيل إلا المسك بالرفع وسبل المجوز بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم قالوا لأن المعمول لا يجوز وقوعه إلا حيث يجوز وقوع العامل ولا يطرد لهم ذلك فإنك تقول زيدا لن أضرب ولن أضرب ولا منع أن يقال إن يوم يأتيهم غرف لليس فإن الأفعال الناقصة تنصب الظروف لدلالتها على مطلق الحدث واعلم أنه لا تدخل الأفعال الناقصة على مبتدأ واجب الحدث كما ذكرنا في بب المبتدأ كما يكون للنعت المقطوع بالرفع وللمندوح أو المذنون ولا على مبتدأ لازم التصدر كأسماء الاستفهان والشرط ولا على مبتدأ عادم التصرف كما التعجبية ولا على مبتدأ يلزم الابتدائية لكونه في المثل كقولهم الطعن يظأر أو يلزمها لكونه في جملة كالمثل كالجمل الاعتراضية كقوله فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم أو يلزم الابتدائية لكونه بعد أما وإذا المفاجأة أو لتضمنه معنى الدعاء كسلام عليك فإنه يلزم الابتدائية ليفيد معنى الثبوت كما ذكرنا في بار المبتدأ ولا تقع أخبار هذه الأفعال جبنا طلبية وذلك لأن هذه الأفعال كما تقدم صفات لمصادر أخبارها في الحقيقة ألا ترى أن معنى كان زيد قائما لزيد قيام له خصول في الزمن الماضي ومعنى صار زيد قائما لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي بعد أن لم يكن ومعنى أصبح زيد قائما لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي وقت الصبح وكذا سائرها إذ في كلها معنى الكون مع قيد آخر كما ذكرنا غير مرة فلو كانت أخبارها طلبية لم تخلوها من أن تكون خبرية أو طلبية فإن كانت خبرية تناقض الكلام لأن هذه الأفعال لكونها صفة لمصدر خبرها تدل على أن المصدر مخبر بالحصول في أحد الأزمنة الثلاثة والطلب في الخبر يدل على أنه غير محكوم عليه بالحصول في أحدها فيتناقض وبعبارة أخرى مصدر الخبر في جميعها فاعل للفعل الناقص كما مر تقديره فلو قلت كان زيد هل ضرب غلامه كان ضربه لغلامه مخبرا عنه بكان ثابتا عند المتكلم مسؤولا عنه بهل غير ثابت عنده وهو تناقض وأن قولهم أعلمت أزود عندك أم لا فقد ذكرنا أن أزود ليس للاستفهام المتكلم بهذا الكلام حتى يلزم التناقض وإن كانت الأفعال طلبية مع أخبارها وهي كما ذكرنا صفة للأخبار اكتف يد الطلب الذي فيها عن الطلب الذي في أخبارها إن كان الطلبان متساويين إذ الطلب فيها طلب في أخبارها تقول كن قائمة أي قم وهل يكون قائمة أي هل يقوم وقد جاء الطلب فيهنا معا في الشعر قال وكوني بالمكار ملكريني ودني بل ماجدة صناعي وإن اختلف الطلبان بأن يكون أحدهما أمرا مثلا والآخر استفهاما نحو كوني هل ضربت اجتمع طلبان مختلفان على مصدر الخبر في حالة واحدة وهو محال وأن إن كان خبرها مفردا متضمن لمعنى الاستفهام جاز لأن ذلك المفرد يجب تقدمه عليها نحو أين كان زيد وأيهم كان زيد وكل كدمة استفهام تقدمت على جملة أحدثت فيها معنى الاستفهام فلا يبقى إلا في الفعل إخبار حتى يتناقض الكلام فإن قيل فيجب أن يجوز تقديم الجملة الطلبية عليها على ما ذكرت نحو أيهم ضرب كان زيد قلت إن كلمة استفهام تحدث في الجملة التي تليها بلا فصل معنى الاستفهام لا في جملة أخرى بعدها فعلى هذا يجوز وقوع أسماء الاستفهام أخبارا لهذه الأفعال إذا لم تكن مصدرة بماء النفي فلا تقول أين ما كان زيد ولا متى ما زال عمر لوجود تصدر ماء النفي ويجوز متى لم يزل زيد وأي وقت لم يزل سماحك ومنع الجزولي والشلوبيني ذلك في ليس نحو أين ليس زيد فإن منع ذلك بناء على منع تقدم خبر ليس عليه فقد مر الكلام عليه وإن نعاه لأدائه إلى المحال من حيث المعنى لأن زيد لا يجوز أن يكون في جميع الأمكنة فالجواب أن ذلك على سبور المبالغة ويفرب ذلك في غير المستحيل نحو متى ليس وجود الله أو علمه أو قدرته ثم نقول إذا كان الخبر مفردا مجتملا على ما له صدر الكلام وجب تقديمه على كان وأخواته إن لم تصدر بما وذلك إما كلمة الشرق نحو أين تكن أكم أو كلمة الاستفهام نحو أين كنت وأيهم كنت وإذا كان الخبر ضرفا والاسم نكرة وجب تأخير الاسم عن الخبر نحو كان في الدار رجل وفي الدار كان رجل وكذا إن دخل إلا على الاسم نحو لن يكن قائما إلا زيت أو قائما لن يكن إلا زيت لما ذكرنا في باب الفاعل ويجب أيضا تأخيره عن الخبر إلى كان لجزء الخبر ضمير في الاسم نحو كان في الدار صاحبها وكذا إذا كان الاسم أن معصلتها نحو كان عندي أنك قائم وعندي كان أنك قائم إذ لو تأخر الخبر لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة على تقدير إدمار الشأن في الفعل ويجب تأخير الخبر عن كان واسمه معا إن دخله إلا نحو ما كان زيد إلا قائما ويجب توسيطه أو تأخيره إذا كان الفعل مصدرا بما يقر تصدر وكان مما لا يفصل بينه وبين الفعل كهل وأسماء الاستفهام والشرط نحو هل كان زيد قائما ومتى كان قائما زيد إذ لا تفصل هذه الكلم عن الفعل كما نضى في المنصوب على شريط التفسير وأن هندة الاستفهام وما النفي إذا لم يكن معزال وأخواتها فيجب توسيط الخبر بينهما وبين الفعل الناقص نحو ما قائما كان زيد وأقائما كان زيد ولا يجب تقديمه عليهما ويجب تأخير الخبر أيضا عن الاسم إذا تأخر مرفوعه عنه نحو كان زيد حسنا وجهه فلو قلت كان حسنا زيد وجهه أو حسنا كان زيد وجهه لفصلت بين العامل ومعموله الذي هو كجزئه بالأجنبي وأما إذا تأخر منصوبه فيجوز على طبح إذا لم يكن المنصوب ضرفا نحو ضاربا كان زيد عمرا إذ المنصوب ليس كجزئه أما إذا كان منصوبه ضرفا فإنه يجوز بلا طبح نحو ضاربا كان زيد اليوم أو في الدار إذ الظروف متسع فيها وألزم بعضهم تأخير الخبر إذا كان جملة لا وجه لمنع توسطها أو تقدمها والأصل الجواز ولا يفصل عند البصرية بين كان وأخواته وبين المرفوع بها من معمولات الخبر إلا بالظرف أو الجار والمجرور نحو كان أمامك زيد جالس وذلك لكون الفعل ناقص عاملا ضعيفا فلا يفصل بينه وبين مفعوله من الأجنبيات إلا بالظرف وإن كان العامل قويا جاز الفصل بينه وبين معموله بشرط أن يكون فضله بغير الظرف أيضا نحو عمرا كان زيد ضاربا وأجاز الكوفيون الفصل بين كان ومرفوعه بغير الظرف أيضا نحو كان زيدا عمر ضاربا هذا وفرق بعض البصريون بين الخبر العامل المتصل بذلك المعمول الفاصل وبينه إذا لم يتصل فجوز في المتصل نحو كان زيدا ضاربا عمر ولم يجوز في المنفصل نحو كان زيدا عمر ضاربا وما أوهم خلاف ذلك قدر فيه البصريون ضمير الشأن اسما لكان وأخواته نحو كان زيد الحمى تأخذ أو كان زيدا تأخذ الحمى قال قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا ويجوز في البيت زيادة كان واعلم أنه يخبر في هذا الباب عن النكرة المحضة إذا حصلت الفائدة ولا يطلب التخصيص مع حصول الفائدة على ما ذكرنا في باب الملتدى قال ما دام فيهن فصيل حيّا وتقول ما زال رجل مواطفا بالباب وكذا في باب إن قال وَإِنَّ شِفَاءً عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّنْ مُعَوَّلِ كذا أنشبه سيبويه وقد يخبر في هذا الباب وفي باب إن بمعرفة عن نكرة ولم يذز ذلك في الممتدأ والخبر بلالتباس لاتفاق إعراب الجزئين هناك واختلافهما هنا وقد ذكرنا أن سيبويه قال في نحو من زيد إن زيد هو الخبر وقال الزمخشي لا يخبرها هنا عن نكرة بمعرفة إلا ضرورة نحو قوله يكون مزاجها عسل وماء فيمن نصب مزاجها وقال طفي قبل التفرق يا ضباعا ولا يكن موظف منك الوداعا وقال ابن مالك بل يجوذ ذلك اختيارا لأن الشاعر أمكنه أن يقول ولا يكن موقفي منك الوداعا وأن يرفع مزاجها على إضمار الشأن في كانا كما في الرواية الأخرى ولا خلاف عند مجووزه اختيارا أيضا أن الأولى جعلوا المعرفة اسما والنكرة خبرا ألا ترى أنهم قالوا إن أن أولى بالاسمية مما تقدم في نحو قوله تعالى ما كان حجتهم إلا أن قالوا مع كونهما معرفتين لمشابهتها المضمر من حيث لا توصف كالمضمر وإنما جراءهم على تنكير الاسم وتعريف الخبر عدم اللبس في بابي كان وإن لاختلاف إعراب الجزئين وأورد سيبويه التنفيذ بالإخبار عن نكرة للمعرفة قوله أسكران كان ابن المراغة إذ هجى تمينا بجوف الشام أم متساكروا وقوله فإنك لا تبالي بعد حول أضب كان أمك أم حمار وقوله ألا من مبلغ حسان عني أطب كان سحرك أم جنون ورد عليه المبرد بأن اسم كان هو الضمير وهو معرفة وأجاب بعضهم المبرد عن سيبويه بأن همزة الاستفهام في أغبي وأطب وأسكران دخلت على اسم مرفوع بعده الفعل المسند إلى ضميره فارتفاع ذلك المرفوع بمدمر يفسره ذلك الفعل أو لا فاسم كان إذن نكرة ورد الجواب بأن أم المتصلة يليها أحد المستويين والآخر الهمزة ولو قدعت بعد الهمزة لم يليها المستويين وأجيب عن رد الجواب بأن الفعل لما كان محذوفا وجوبا لأجل المفسر فكأنه معدون وأيضا فإن استواءنا ولياهما قد لا يكون في ضرورة الشعر كما يجيء في باب العطف هذا ونحن قد ذكرنا في المنصوب على شريطة التفسير أن المرفوع إنما يفسر رافعه بظاهر إذا كان المرفوع بعد كلمة نازمة للفعل نحو إن امرأ هلك وفي قوله خاصة أربي كان أمك أم حمار الأولى أن يرتفع أربي بكام المقدرة لما يجيء في باب العطف أنه بعد سواء ولا أبالي لا تدخل همزة التسوية إلا على الفعل وأجل بعضهم المبرد عن سيبويه بأن الضمير راجع إلى منكر فيكون منكرا ورد جوابهم بأن الضمير الراجع إلى نكرة معرفة بدليل وقوعه مبتدعا نحو ضربت رجلا وهو راكب ولو كان نكرة لصح وصفه والدواب عن الرد أن الضمير إذا عاد إلى نكرة مختصة بوجه فهو معرفة نحو جاءني رجل فضربته وإلا فهو نكرة نحو أرد ضربته أين رأى كما مر في حب المعرفة والنكرات المفسرة للضمير في الأبيات الثلاثة غير مختصة فالضمائر إذا نكرت واعلم أن ليس من بين أخواتها تختص بكثرة مجيء اسمها نكرة لمن فيها من النفي وبجواز حذف خبرها كثيرا كقوله وإذا أقردت قرضا فجزه إنما يجز الفتى ليس الجمل أي ليس الجمل جازية وطول بل حملت على لا فصارت حرف عطف مثلها وجميع هذه الأفعال متصرفة إلا ليس وداما وإذا صاري فيها ما لها ولا يستعمل لما زال وأخواتها مصدر واسم فاعل إلا تامين لأنها يلزمها حرف النفي وهو لا يدخل على المفض وقد تحدث لانتك للجزم تشبيها لنونها بالواو فحبثت مع أنه قد حبثت قبل حركتها للجزم وذلك لكثرة استعمالها قال تعالى لم يكن مغير النعمة كما حبثت كثرة لم أبالي فقيل لم أبل بعدما حبثت منه الياء لكثرة الاستعمال أيضا قال سيبويه إذا لاقى مين يكن المجزون ساكنا بعدها لم يدز حرفها قال تعالى لم يكن الذين كفروا لتقويها بالحركة وخروجها بها عن شبه الحرف المد وأجازه يونس أنشد أبو زيد في نوادره لم يكن حق على أنهاجه رسم دار قد تعفى بالسرار قال السرافي هذا شام وقال سيبويه تقديم الخبر إذا كان ظرفا مستحسنا ويسمى ذلك الظرف مستقرا بفتح القاف وكذا كل ظرف عامله مقدر لأن ناصبه وهو استقر مقدر قبله فقولك كان في الدار زيد أي كان مستقرا في الدار زيد فالظرف مستقر فيه ثم كل فجار كما يقال المحصول للمحصول عليه ولم يستحسن تقديم الظرف اللغو وهو ناصبه ظاهر لأنه إذن فضلة فلا يهتم به نحو كان زيد جالسا عندك وأما قوله تعالى ولن يكن له كفوا أحد فإننا قدم اللغو فيه لأنه معقل الفائدة إذ ليس الغرض نفي الكفء مطلقا بل نفي الكفء له تعالى فقدم اهتماما بما هو المقصود معنا ورعاية للفواصل لفظا عنوان أفعال المقاربة قوله أفعال المقاربة ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه الذي أرى أن عسى ليس من أفعال المقاربة إذ هو طمع في حق غيره تعالى وإنما يكون الطمع فيما ليس الطامع على وثوك من حصوله فكيف يخكم بدنو ما لا يوثق بحصوله ولا يجوز أن يقال إن معناه رجاء دنو الخبر كما هو مفهوم من كلام الجزولي والمصنف أي أن الطامع يطمع في دنو مضمون خبره كقوله عسى الله أن يشفي مريبي أي إني أرجو قرب شفائه وذلك لأن عسى ليس متعينا بالوضع الطمع في دنو مضمون خبره بل لطمع حصول مضمونه مطلقا سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعيد مدة مديدة تقول عسى الله أن يدخل من الجنة وعسى النبي عليه السلام أن يشفى علي فإذا قلت عسى زيد أن يخرج فهو بمعنى لعله يخرج ولا دنو في لعله اتفاقا وكذا في عدهم طفقا ومرادفاته من أفعال المقاربة بمعنى كونها لبنو الخبر نظر لأن معنى طفق زيد يخرج أنه شرع في الخروج وتلبس بأول أجزائه ولا يقال إن الخروج قرب ودنى من زيد إلا قبل شروعه فيه لأن معنى القرب قلة المسافة بل يصح أن يقال في من شرع في الشيء قرب تمام ذلك الشيء على يده وفراغه منه فعلى هذا ليس من أفعال المقاربة التي هي موضوعة لدنو الخبر إلا كابا ومرادفاته الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان أفعال المقاربة قول المصنف لدنو الخبر رجاءا أو حصولا أو أخذا فيه خط لأن نصبه هذه المصادر على التنويز في الظاهر وهو تنويز نسبة فيكون فاعلا للدنو في المعنى كما في قولك يعجبني طوب زيد علما أي طوب علم زيد فيكون المعنى لدنو رجاء الخبر أو لدنو خصوله أو لدنو الأخذ فيه وليس عسى لدنو رجاء الخبر بل لرجاء دنو الخبر على ما ذهب إليه وكذا طفق وأخواته ليس لدنو الأخذ فيه بل هي للأخذ فيه ولفظ الجزولي أي أن عسى لمقاربة الفعل في الرجاء أوضح فيما قصده من المعنى ولو جعلنا المنصوب حالا من الخبر أي لدنو الخبر مرجوا أو حاصلا أو مأخوذا فيه على تكلف فيه إذ الحد لا يستعمل فيه مثل هذه المحتملات البعيدة لم يصح قوله حصولا لأن الخبر في كادا ليس حاصلا بل هو قريب الحصول وتبين أيضا أن بين قرب الخبر وحصوله تنافية لأن القريب لم يحصل بعد قوله فالأول عسى وهو غير متصرف تقول عسى زيد أن يخج وعسى أن يخج زيت وقد تحدث أن والثاني كادا تقول كاد زيد يجي وقد تدخل أن وإذا دخل النفي على كادا فهو كالأفعال على الأصح وقيل يكون للإثبات وقيل يكون في الماضي للإثبات وفي المستقبل للأفعال تمسكا بقوله تعالى وما كادوا يفعلون وبقوله الرمح إذا غير المأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح والثالث جعل وطفق وكرب وأخذ وهي مثل كاد وأوشك وهي مثل عسى وكاد في الاستعمال قوله فالأول عسى أي الذي لرجاء مضمون الخبر قال سيبويه عسى طمع وإشفاق فالطمع في المحبوب والإشفاق في المكروه نحو عسيت أن تموت ومعنى الإشفاق الخوف وإنما لم يتصرف في عسى بل لم يأتي منه إلا الماضي لتضمنه معنى الحرف أي إنشاء الطمع والرجاء كلعل والإنشاءات في الأغلب من نعاني الحروف والحروف لا يتصرف فيها وأما الفعل نحو بعت والجمة الإسمية نحو أنت خر فمعنى الإنشاء عارض فيهما قال الجوفري عسى من الله واجبة لاستحالة الطمع والإشفاق عليه تعالى إذ لا يكونان إلا في المجهول وقوله تعالى عسى ربه إن طلقكم للتخويف لا للخوف والإشفاق كما أن أو في كلامه تعالى للإبهام والتشكيك لا للشك قال أبو عبده عسى من الله إيجاب فجاء على إحدى لغتي العرب لأن عسى للرجاء ولليقين أيضا وأنشد لابن مقبل ظني بهم كعسى وهم بتنفة يتنازعون جوائز الأمثال أي ظني بهم يقين هذا كلامه وأنا لا أعرف عسى في غير كلامه تعالى لليقين فقوله عسى لليقين فيه نظر ويجوز أن يكون معنى ظني بهم كعسى أي من طمع وقد يكسر نسين عسى إذا اتصل به ضمير متكلم نحو عسيت عسينا أو ضمير المخاطب نحو عسيت عسيتما عسيتم عسيت عسيتما عسيتم أو نون جمع المؤنث نحو عسينا وزعم الزجاج أن عسى حرف لما رأى من عدم تصرفه وكونه بمعنى لعل واتصال المرفوع به يدفع ذلك إلا أن يتعذر أن يعتبر بما اعتبر به أبو علي في ليس كما تقدم قوله عسى زيد أن يخرج المتأخرون على أن عسى يرفع رسم وينصب الخبر ككان والمترون بأن بعد اسمه منصوب المحل بأنه خبره استدلالا بالمثل النادر من قول الزباء عسى الغوير أبو أسى وقوله أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما ونطل عن سبويه منع كوني أن يفعل خبره قيل إنما قال ذلك لأن الحدث لا يكون خبرا عن الجثة وقوله أبو أسى وصائما اتضمن عسى معنا كان فأجري في الاستعمال مجراه وعذر من جعله خبرا أن يقدر مضافا إما في الاسم نحو عسى حال زيد أن يخرج أو في الخبر نحو عسى زيد صاحب أن يخرج قال أبو عليه في القصريات عسى زيد أن يقوم أي عسى زيد ذا قيام وفي هذا العذر تكلف إذ لم يظهر هذا المضاف إلى اللفظ أبدا لا في الاسم ولا في الخبر وقال بعضهم أن زائدة وفيه أيضا نظر لأن الزائدة لا يلزم إلا مع بعض الكلم كزيادة ما في قولهم افعل هذا آثرا ما ولذبه مضطردا في موضع معين من أي كلمة كانت بعيد وقال المقترم بأن مشبه بالمفعول به وليس بخبر كخبر كان حتى يلزم كون حدث خبرا عن الجثة وذلك لأن المعنى الأصلي قارب زيد أن يخرج أي الخروج ثم تغير معنى الكلام عن ذلك الأصل بإفاية عسى لإنشاء الطمع كما كان أصل معنى ما أحسن زيبا شيء جعله حسنا ثم تغير عنه بإفاية إنشاء التعجب وكذا قالوا أصل معنى عسى أن يخد زيد قرب أن يخد زيد أي خروض زيد فهو في الاستعمال الأول كالفعل المتعد وفي الثاني كاللازم وفيه أيضا نظر إذ لم يثبت في عسى معنى المقاربة وضعا ولا استعمالا كما مر قبله وقال الكوفيون إن أن يفعل في محل الرفع بدلا مما قبله بدل الاجتمال كقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم إلى قوله أن تبروهم أي لا ينهاكم عن أن تبروهم والذي أرى أن هذا وجه قريب فيكون في نحو يا زيدون عسى أن تقوموا قد جاء بما كان بدلا من الفاعل مكان الفاعل والمعنى أيضا يساعد ما ذهبوا إليه لأن عسى بمعنى يتوقع فمعنى عسى زيد أن يقوم أن يتوقع ويرجى قيامه وإنما غلب فيه بدل الاجتمال لأن فيه إجمالا ثم تفصيلا كما مر في دوء بدل وفي إبهام الشيء ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس كما مر في ضمير الشأن وأما عسيت صائمة وعسى الغوير أب أسى فشاذان وقال بعضهم التقدير عسى الغوير أن يكون أب أسى وعسيت أن أكون صائمة وجاز حذف أم مع الفعل مع كونها حرفا مصدرية لقوة الدلالة وذلك بكثرة وقوع أم بعد مرفوع أسى فهو كحذف المصدر وإبقاء معموله كما ذكرنا من مذهب سبويه في المفعول معه ومثله ما قدر الكسائي في البيت إلا أن يكون الفرق دام إلا أن القرينتها هنا أدل كما ذكرنا فعلى مذهب الكوفيين إذا حذفت أم في الخبر مع قلة ذلك قلنا إنها مقدرة لقوة الدلالة عليه فيكون كقولهم تسمع بالمعيدي لا أن تراه قوله عسى أن يخذ زيد اعلم أن من ذهب إلى أن أم مع الفعل في عسى زيد أن يخجى خبر عسى جاز أن يقول في عسى أن يخذ زيد إنه خبر وأيضا وهو من باب التنازع فيقول في التثمية على اختيار البصريين عسى أن يخرج الزيدان وعلى اختيار الكوفيين عسى أن يخرج الزيدان وعلى هذا قياس الجمع والمؤنث وجاز أن يقول إن أن يخرج فاعل عسى وزيد فاعل يخرج فيقول في التثمية عسى أن يخرج الزيدان لا غير وقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لو جعلنا الفعلين متنازعين في ربك لم يجز إعمال الأول يعني عسى لكون ربك وهو أجنبي إذن فاصلا بين بعض الصلة وبعض وقوله تعالى وعسى أن تكره شيئا يجوز أن يكون الفعلان متنازعين في شيئا وقد أعمل الثاني وأن يكون أن تكره فاعل عسى كما في قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم وعسى أن يكون خيرا منهم وعما نحو الزيدان عسى أن يقوم والزيدون عسى أن يقولوا فأن فاعل عسى قولا واحدا ولو ادمر في عسى ضمير الشأن لأنه ليس من نواسخ الابتداء كما كان كاد منها وقوله تعالى من بعد ما كاد ما كاد تزير قلوب فريط منهم في كاد ضمير الشأن ويجوز أن يكون من داب التنازع وقد أعمل الأول ولو أعمل الثاني لقال كادت إلا عند الكسائي فإنه يحدث الفاعل في مثله كما مر وأما على قراءة من قرأ كاد يزيغ بلياء فليس من داب التنازع وإلا وجب تأنيث أحد الفعلين لإسناده إلى ضمير المؤنث بل هو على إدمار الشأن في كاد وقولك كاد يقول زيد يحتمل التنازع فتعمل أيهما شئت ويحتمل إدمار الشأن في كاد ومثله ليس خلق الله مثله وليس بمشهور إدمار الشأن من أفعال المقاربة إلا في كاد ومن الأفعال الناقصة إلا في كان وليس ولا يتقدم مع الفعل على عسى أما عند من قال إنه خبر فلضعف عسى لكونه غير متصرف وأما عند من قال هو بدل فالانتماع تقدمه على المبدل منه وقد يحدث الخبر من هذا الباب إن علم نحو أمت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائده أي كدت أفعل وكذا تقول كم عسى زيد إذا قل لك عسى زيد أن يقوم أي كم عسى زيد أن يقوم ولا يخل المرفوع في هذا الباب غالبا من اختصاص فلا يقال كاد رجل أن يقوم ولا عسى شخص أن يقوم إلا قليلا قوله وقد يحدث أن كقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرد قريب وهو قليل وذلك لتشبيه عسى بكاد عند من قال هو خبر وقد مر أن ذلك عند الكوفيين بتقدير أن ويتعير في أخبار جميع أفعال المقاربة أن يكون فاعل أخبارها ضميرا عائدا إلى اسمها فلا تقول كاد زيد يخرج غلامه إلا أن يكون المسند إلى سابه بمعنى الفعل المسند إلى ضمير الاسم نحو كاد زيد تخرج نفسه وهو بمعنى كاد زيد يموت وقد استعمل حري زيد أن يفعل كذا وخلولق عمر أن يقوم استعمال عسى بلفظ الماضي فقط ومعناها صار حريا وحرم أي جذيرا وصار خليقا وأصلب ما حري بأن يفعل وخلولق بأن يقوم فحذف حرف الجر كما هو القياس مع أنا وأن ويقال أيضا وهو حرم أن يفعل لفتح الراء والتنهين على أنه مصدر بمعنى الوصف فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث نحو ذنى حرم أن يفعل وإن قلت هو حري على فعيل أو حر بكسر الراء كعم أن يكون ثميت وجمعت وأمثت ويقال أيضا بالحرى أن يكون وقد يقع بعد خلولق أن مع الفعل نحو إخلولق أن يفعل زيد كما قلنا في عسى أن يفعل زيد وقول الشاعر عسى طيئ من طيئ بعد هذه ستطفئ ظلات الكلا والجوانح السين فيه عند المتأخرين قائمة مقاما لكومهما للاستقبال والوجه عند الكوفيين أن يكون فاعل عسى مضمون الجلة الاسمية التي بعده كما في قوله تعالى ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه أي يتوقع إدفاء غلات الكلا قوله والثاني كاد أي ما وضع لدني حصول الخبر كاد وهو من كبتا تكاد كيدا ومكادة مثل هبتا تهاب وحكى الأصنعي كودا بالواو فيكون كخفت تخاف خوفا ومخافة والأول أشهر وأوشك بمعناه ومعنى كاد في الأصل قربا ولا يستعمل على أصل الوضع فلا يقال كاد زود من الفعل ومعنى أوشك في الأصل أسرع ويستعمل على الأصل فيقال أوشك فلا من في السير ومن مرادفات كاد وأوشك أولى وكربا وهل هلا وكرب في الأصل بمعنى قربا يقال كربت الشمس أي دمت في الغروب وأما أولى فمعناه الأصلي قاربا قال فعاد بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث أي قارب وكاد ولا يستعمل إلا معن والأظهر كومها مفعولا لأولى ويجب تجريد خبر هل هلا من أن وأما كاد وكربا وأوشكا فتستعمل أخبارها معن ومجرده والتجريد مع كاد وكربا أكثر وأعرف وإذا كانت معن فهو بتقطير حرف الجر أي كاد أو كربا من أن يقوم وأوشكا في أن يقوم ثم خذف حرف الجر على القياس وأوجبوها هنا حذفه لكثرة الاستعمال وأن إما منصوبة أو مجرورة كما مر وقد يقع بعد أوشكا مع الفعل نحو أوشكا أن يخل زيت أي أسرع خروجه ويجوز أن يكون على التنازع فأوشكا لمقاربة الفعل نحو كادا لكن يستعمل استعمال كادا أي مجرد الخبر من أن ويستعمل عسى على الوجهين المعلومين وإذا حذفت أن من أخبار هذه الأفعال الثلاثة فإما أن تقدر مع الحذف كما في تسمع بالمعيدي وإما أن تحذف رأسا بلا كقدير لاستعمال كادا وكربا وأوشكا لشده دلالتها على مقاربة الفعل لاستعمال كانا والاستعمال كادا مثل كانا جاء في الضرورة فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر ولهذا أضمر ضمير الشأن فيه في نحو كاد يزيغ قلوب فريق منهم واستعمل أيضا الأفعال التي للشروع في الفعل استعمال كانا وهي طفق وأخذ وأنشأ وأقبل وقرب وهب وعلق وجعل وكانت بذلك أولى من كادا وأخواتها لأن أخبارها حاصلة المضمون كأخبار كانا بخلاف خبر كادا وكان أصل استعمالها أن يقال طفق زيد في الفعل وأخذ في الفعل وجعل الفعل من قوله تعالى وجعل الظلمات والنور أي أوجد وكذا أنشأ الفعل وأقبل على الفعل وقرب الفعل وهب في الفعل من قولهم هب البعير في سيره أي نشط فيه فاستعملت استعمال كانا لتدمينها معناها وأما هل هلا فإنما لزم تجريد خبره من أن مع أنه بمعنى كادا لا بمعنى طفقا لأن المبالغة في القرب فيه أكثر ومثل هذا التركيب يدل على المبالغة مثل زلزل وصرصر فكأنه للمبالغة في القرب لاحق بالأفعار الدالة على الشروع فاستعمل خبره بغير أن نخو هل هلت أقوم ولكم أفعار المقاربة أي كادا ومرادفاته وأفعار الشروع أي طفق ومرادفاته فروعا لكانا ومحمولة عليها لم تقدم أخبارها عليها كما كان يتقدم خبر كان عليه وإنما ألزم كون أخبار أفعال الشروع فعلا مضارعا مجردا عن أن دون الاسم والماضي والمضارع المقترم بأن لأن المضارع المجرد من علامات الاستقبال ظاهر في الحال كما مضى في بابه فهو من حيث الفعلية يدل على الحدوث دون الاسم بدلول أنك إذا قلت كان زيد وقت الزوال قائما لم يدل على حدوث القيام في ذلك الوقت ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلا به دون الماضي بدلول أنك إذا قلت كان زيد وقت الزوال قاما دل على أنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت وإذا قلت كان زيد وقت الزوال يقوم دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع حدوث القيام فلما حملت هذه الأفعال على كان وقصب المعنيان أي حدوث مصدر خبرها وكون فاعلها مشتغلا به وجب أن لا يكون اسما ولا ماضيا ولا مضارعا بأن وإنما غلب في أفعال المقاربة أعني كادا ومرادفاته كون أخبارها كذلك وجوز اقترانها بأن لكونها من شدة القرب الذي فيها كأنها للانتقال والشروع أوضاء فهي ريست مضمنة لمعنى كان مثل أفعال الشروع بل محمولة عليه من حيث الاستعمال فقط فجاز في بعضها اقتران الخبر بأن كقوله قد كاد من طول البلا أن يمصح ولم يدف ذلك في خبر فعل الاشتغال وأن انتزامهم في خبر عسى كونه مضارعا بأن ومنعهم من أن يكون مصدرا نخو عسى زيد من القيام وكذا منعوا من عسى قيام زيد فلأن المضارع المقترم بأن بالاستقبال خاصة والطمع والإشفاق مختصان بالمستقبل فهو أليق بعسى من المصدر ومن ثم قد تحمل لعل وإن كانت من أخوات إن عليه نخو لعلك أن تقوم قوله وإذا دخل النفي على كادا إلى آخره قال بعضهم في كادا إن نفيه إثبات وإثباته نفي بخلاف سائر الأفعال أما كون إثباته نفيا فإن أرادوا به أنك إذا قلت كاد زيد يقول وأثبتت الكودة أي القرب فهذا الإثبات نفي فهذا غلط وكيف يكون إثبات الشيء نفيه بل في كاد زيد يقوم إثبات القرب من القينا بلا ريب وإن أرادوا أن إثبات كادا دام على نفي مضمون خبره فهو صحيح وحق لأن قربك من الفعل لا يكون إلا مع انتفاء الفعل منك إذ لو حصل منك الفعل لكنت آخذا في الفعل لا قريبا منه وأما كون فيه إثباتا فنقول أيضا إن قصدوا أن نفي الكود أي القرب في ما كنت أقوم إثبات لذلك المضمون فهو من أفحش الغلط وكيف يكون نفي الشيء إثباته وكذا إن أرادوا أن نفي القرب من مضمون خبر إثبات لذلك المضمون بل هو أفحش لأن نفي القرب من الفعل أبلغوا في انتفاء ذلك الفعل من نفي الفعل نفسه فإنما قربت من الضرب آكدوا في نفي الضرب من ما ضربت بل قد يجيء مع قولك ما كاد زيد يخرج قريمة تدل على ثبوت الخروج بعد انتفائه وبعد انتفاء القرب منه فتكون تلك القريرة دالة على ثبوت مضمون خبر كادا في وقت بعد وقت انتفائه وانتفاء القرب منه لا لفظ كادا ولا تنافع بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت آخر وإنما التناقض بين ثبوت الشيء وانتفائه في وقت واحد فلا يكون إلا نفي كادا مفيدا لثبوت مضمون خبره بل مفيد ثبوته تلك القريرة فإن حصلت قريرة هكذا قلنا بثبوت مضمون خبر كادا بعد انتفائه كما في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون أي ما كادوا يذبحون قبل ذبحهم وما قربوا منه إشارة إلى ما سبق قبل ذلك من تعلمتهم في قولهم أتتخلنا هزواء ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ادعو لنا ربك يبين لنا ما دونها ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي وهذا التعنت دأبوا من لا يفعل ولا يقارب الفعل أيضا وإن لم يثبت قريرة هكذا كقولك ما تزيد وما كاد يسافر قلنا مضمون خبر كادا على انتفائه وعلى انتفائ القرب منه كما في قوله تعالى لم يكد يراها وقوله إذا غير المأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب من يتيبرح إذ ليس في هذه المواضع ما يدل على خصوله بعد انتفائه ومثل هذه القرينة هي الشمهة لمن قال إن نفي كاد إثبات فقال بعضهم إنه للإثبات في الماضي كان كقوله تعالى وما كادوا يفعلون أو في المستقبل واسدل على كلمه في المستقبل أيضا للإثبات بتخطئة الشعراء ذا الرمة في قوله إذا غير المأي المحبين البيت وقولهم نراه قد بره حتى أدى ذلك إلى أن غير ذا الرمة لم يكد إذا لم أجد ولم يكد مستقبل لأنه جواب إذا فلولا أنهم فهموا الإثبات لم يخطئوه والجواب من الاستدبال بقوله تعالى وما كادوا يفعلون أن إثبات الفعل مفهوم من القرينة أي قوله تعالى فذبحوها لا من كادوا كما تقدم ولهذا لم يفض الإثبات في قولنا ما تزود وما كاد يسافر لما لم تكن قرينة وأما الجواب عن تخطئة الشعراء فبأن تخطئتهم وتصويد ذا الرمة في بديهته بناء على الدليل المذكور أي أن نفي القرب من الفعل لا يكون إثبات له وقد خطأ المخطئين وذا الرمة في رويته من قال حين سمع تلك الحكاية أصابت بديهته وأخطأت رويته وقال بعضهم إن نفي الماضي إثبات لشبهة قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون ونفي المضادع نفي لقوله لم يكد يراها وقوله الرمة لم يكد يبرح وعند الأخفش يجوز زيارة كادة قوله الثالث أي الذي يفيد شروع فاعله في مضمون الخبر وقد ذكرنا مرادفات أثقة وأحوالها يقال تفق يطفق طفقا كغرق يغرق غرقا وحكى الأخفش عن بعضهم طفوقا وقد جاء تفق يطفق كجلس يدلس ويستعمل مضارع كادة وأوشك خصوصا من دون جميع الأفعال المذكورة في هذا الباب قوله وهو مثل وهي مثل كادة في الاستعمال وقد يجيء خبر جعل جنة اسمية قال وقد جعلت قلوس ابني سهيل من الأكوار مرتعها قريب وقد يجيء شرطية مصدرة بإذا نحو قولك جعل زيب إذا كلمته يغضب على أن الززاء المبارع قال وقد جعلت إذا ما قمت يثقرني ثوبي فأنهب نخض الشارب الثملي عنوان فعل التعجب معنى التعجب وصيغه وشروط صوده فعل التعجب ما وضع لإنشاء التعجب وهو صيغتان ما أفعله وأفعل وهي غير متصرفة مثل ما أحسن زيدا وأحسن به ولا يبنيان إلا أن يبنى منه أفعل التفديل ويتوسر في الممتنع بمثل ما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه ولا يتصره فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل وأجاز المازمي الفصل بالظرف وما اتداء مكرة عند سيبويه ما بعدها الخبر موصولة عند الأخفش والخبر محذوف وبه فاعل عند سيبويه فلا ضمير في أفعل مفعول عند الأخفش والباء للتعذية أو زائدة ففيه ضمير انتهى الشريط الخامس والعشرون من القسم الثاني من شرح الكافير إرضي الدين الافترابادي وله بقية على الشريط السادس والعشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر